اهدأ إلى من ابتعد الجسده لتبقى روحه إلى من جاء بقابس من ضوء القراءة ليشق ظلاما ويبقى إرثه لجيل كامل إلى من جعل الشباب يقرؤون الدكتور أحمد خالد توفيق صحراء الطائف المملكة العربية السعودية عام تسعة وخمسين وتسعمائة ألف من السنة الميلادية اللون الأصفر منتشر بكل مكان إنها الصحراء برمالها الصفراء ولا شيء سوى الصحراء الشمس الحارقة تلقي بأشاعتها على تلك الرمال الذهبية كخير كاشفا على عدم وجود أثر لأي مخلوق حي بعض النسمات تحاول كسر جمود تلك الحرارة لكن سرعان ما تتغلب عليها حرارة الشمس فتتوارى خجلاً معلنة عن انتصار جفاف الشمس تركة المساحة لها ولحرارتها لتعبث بالصحراء كما تشاء من حين لآخر تجد ذلك المخلوق الصغير من فصلة السحال والذي لا تكاد تراه بعد أن اتخذ من اللون الذهبي لجلده غطاء له تتعجب من هذا الأمر فمما يختفي هذا المخلوق وتلك الصحراء لم يخطها سواه بزوية أخرى ترى ذلك البشري بظله وهو يسير وسط الصحراء تتساءل عن سبب وجود شخص ما وسط تلك الصحراء وشمسها شاب بمنتصف العشرينيات من العمر يعبث مع أغنامه بتلك المنطقة ليرعاها معتمداً على عصاه وباليد الأخرى يمسك بحماره ليسير بجانبه راعياً للأغنام لكن أي مخلوق عقلاً يأتي بالأغنام لرعيها بتلك المنطقة تقترب منه لتنظر إليه حينها ترى العرق يغمره العرق يقطر من جميع جنبات وجهه فيسير باحثاً عن ضلالاً يحتمي بها حينها تشعر بها تلك السحلية لتتوارى بالرمال هناك ممن أعبث براحتها لتأخذ حينها من الرمال مسكناً يسير وبجانبه حماره ومن أمامه يسير قطيعه يسير قطيعه أمامه دون إشارة منه كما لو كان يعلم مقصده ليبدو أنه يحفظ عن ظهر قلب تلك الصحراء كما لو كانت مدينة مأهولة يستطيع منها تبين اتجاهاتها وتضاريسها وليست صحراءً لا يميزها سوى اللون الأصفر وشمس الحارقة سار بحماره وأمامه القطيع ما يقارب الثلاثين دقيقة تشعر حينها أن سيره بلا نهاية ثم لا تلبث أن تجد ذلك الوادي الجبلي الفسيح واد صخري يتوسط تلك الصحراء أعطت الجبال له بعض الظلال من خلالها ليتجه مرافقنا إلى إحدى جنباته قبل أن يتخذ مكاناً له بين عدة صخور ليجلس وقد ترك حماره يتحرك كيفما شاء ومن حوله تحركت معازه بحثاً عن بعض من خشخاش الأرض وما يؤكل أما هو فقد جلس يلتقط أنفاسه وهو يخرج زجاجة ماء بدت منتصخة لكنه لم يبالي لهذا الأمر جسها فوجدها ساخنة فلم يهتم أيضاً بحرارتها تلك وبدأ يتجرع الماء في نهم وقطرات العرق تغمره قبل أن ينهي نصفها ليجلس وهو يلهظ من الحرارة ويخرج بعضاً من رطب التمر ويلوكها بتلذذ وهو ينظر لثروته الصغيرة أمامه وهي تبحث عن طعامها هنا وهناك كان يراقب معزاه وقد وجد بعضها بضعاً من نباتات صغيرة وقد نبتت بين شقوق الوادي وكانت تلك الأسعد حظاً أما الأخرى فمنها من ظلت تبحث دون أن تجد شيئاً وسيستمر البحث إلى ما يقارب الغروب ليعود بهم من حيث أتى كان يتابع ماشيته أمامه إلى أن وجد إحداها وقد بدأت بالنقر فوق قطعة من الرمال لتبدأ بالحفر بقدمها بشدة ظل يتابع الأمر مندهشاً فعلى الرغم من خبرته الطويلة في تربية الماشية إلى أن ما أقدمت عليه تلك الماعز أثار انتباهه فتركها متابعاً دون مقاطعتها وهي لا تزال تعبث بأقدامها في الرمال أمامه شك في البداية أن تكون بذلك الوادي بئر من الماء فالحيوانات لديها تلك الغريزة التي تشعر من خلالها بالماء والطعام عند وجودهما حتى ولو كان بعيدين يعود الأمر لحاسة الشم لديها أو حاسة أخرى لا يعلمها البشر لذا فالأقرب لما تفعله أن يكون ما وجدته هو بئر من الماء العذب وتريد أن ترتوي لكن لم يلبث أن تحطمت توقعاته وهو يرى تلك الماعز وقد بدأت في الإمساك بقطعة من قماش بالية بأسنانها وتجذبها خارج الحفرة لكن بدأ كما لو كان الجزء الأكبر من تلك القطعة لا يزال مدفونا تحت الأرض تحرك باتجاه تلك الماعز وما اكتشفته لينهارها فتبتعد عن ذلك الموقع قبل أن تذهب بجانب القطيع ويبدأ هو في إمساك قطعة القماش تلك ويتحسسها محاولا جذبها خارج الرمال حاول الجذب عدة مرات فلم يوفق بدت كما لو كانت القطعة تحمل شيئا أكثر ثقلا ولن يستخرج إلا بالحفرة فعقد العزم وبدأ بيديه المشققتين الحفرة في الرمال بقوة لإشباع فضوله واكتشاف ما تحتويه تلك القطعة القماشية بدأ الأمر كما لو كان لا نهاية له لم يشعر بالوقت وهو يمضي وحتى مشيته لم يهتم بها كان يحفر وتلك الحفرة تتسع أكثر وأكثر وبجانبه بدأ تل من الرمال يعلو شعر لبعض الوقت باليأس وتردد حينها في أن يتوقف لكنه ينظر للقطعة القماشية وما أنجزه من الحفر فيحدث نفسه بأن الأمر بات قريبا ويعاود الحفر مرة أخرى مر وقت ليس بالقصير لتصطدم يداه بقطعة حددية جافة محاطة بتلك القطعة القماشية ويزداد حماسه في أن ينهي ما بدأه حتى انتهى ليجد أمامه امتداد تلك القطعة القماشية مستويا على سطح أكثر صلابة وبدأ كما لو كان غطاءا لصندوق ضخم بدأ بتمزيق القطعة القماشية حتى انتهى ليجد صندوقا نحاسيا مزخرفا بدأ بديعا للغاية وقد لمع سطحه بشدة تحت ضوء الشمس والذي أصاب عينيه فأبعد بيديه ذلك الضوء قبل أن يبدأ بجذبه لخارج الحفر كان الصندوق ضخما للغاية وقد احتاج مجهودا كبيرا منه لإخراجه بالكامل لينتهي منه قبل أن يجلس بجانبه وهو يلهث ملتقطا أنفاسه فيعتدل ويبدأ بالنظر إلى كنزه الذي وجده لدهشته كان الصندوق في حالة تتجاوز الامتياز على الرغم من أنه قد بدأ أنه مدفون منذ مئات السنوات ومن الوارد أن تكون آلاف السنوات إلا أن الصندوق كان مدهشا آية في الجمال دقة في العمل والحفر على النحاس تحسس الصندوق بيديه وهو يحدث نفسه بسعادة قائلا إذا كان الصندوق ذاته يساوي ثروة فمن الذي يحتويه ذلك الصندوق بدأ بفتح الصندوق بيديه وهو ينتظر أن يرى بضعا من قطع الذهب أو بضعة تماثيل أثرية دائما ما كان يسمع تلك الحكايات حول من وجد كنزا مدفونا من الآثار أو من الذهب لم يكن يصدق أي منها لكنه الآن وبفضل ماعزا مما شيته قد أصبح مثل أحدهم وستتبدل به الحال مثل ما تبدلت بالكثيرين بعدما وجدوا كنوزهم كان يفكر فيما ينتظره وهو يفتح ذلك الصندوق ليصطدم بما وجده لم يكن ينتظره الذهب والفضة أو حتى قطع الأحجار الصغيرة المنحوطة المسمات بالتماثيل بل ما وجده كان قطعا من القماش الحمراء والسوداء وقد فصلت لتشكل بزة غريبة الشكل أبعادها فوجد كتابا بدى غريبة الشكل بجانب أحد الخواتم من حجر بدى كالعقيق وقلادة يتدلى منها شيء أشبه بسن أحد الحيوانات وقد بدت أنها كنابي ذئب أو ثعلم وبالنهاية وجد تلك الفأس فأس تقيلة حتى أنه لم يستطع رفعها بيد واحدة بالبداية ليستخدم كلتا يديه حتى يستطيع الإمساك بها بين يديه أمسك بالفأس قبل أن يحدث نفسه قائلا هكذا دائما قدري حتى عندما أجد كنزا لا يكون سوى بضع أوراق وقطعة قماشية وهذا نظر إلى الفأس وقد حملت زخارفا وبعض أرقام وحروف مجهولة له بدت كتل أسم وقد أعطت رونقا لتلك الفأس ليقول مستطردا لكن على كل حال يكفي براعة صانع ذلك الصندوق وهذه الفأس حيث يساوي كل منهما ثروة صغيرة قالها ليبدأ بوضع ما وجده بالصندوق مرة أخرى ويجمع ما شيته من حوله ووضع الصندوق فوق ظهر الحمار الذي بدى ثقيلا ومهلكا له فابتسم وحدث حماره مداعبا له أعلم أن الصندوق ثقيل لكن أعدك بوجبة دسمة عند عودتنا إلى المنزل قالها قبل أن يبدأ بالسير بجانب حماره ومن أمامه قطيعه وقد تداعى قرص الشمس بالأفق معلنا عن بداية الغروب وهناك بأعلى تلك التلة كان هو الآخر يقف شخص ملثم الوجه قد وقف على جواده ليتابع بنظره خادم الصندوق الجديد ورأاه يبتعد شيئا فشيئا حتى اختفى تماما فشد ساعده على جواده لينطلق به من أعلى التبة بعدما اطمأن على الصندوق وما به اليوم واليوم فقط بدأ عهد جديد للأرض وبدأ انتظار ظهور المعلم الأول لها مجددا في المساء بقرية صغيرة بوادي بجيلة قرب الطائف جلس ذلك الشاب بغرفته وقد أوقد المصباح الكيروسيني بعد أن أغلق الباب ليجلس بجانب ذلك الكنز الصغير الذي وجده وهو لا يعلم ما قد يفعله به لقد استطاع أن يدلف به إلى المنزل دون أن يراه أي من والديه وحتى والدته قد رفض أن يلبي ندائها الخاصة بالغداء لأول مرة لانشغاله بهذا الصندوق لكن ها هو أمامه لا يعلم ما الذي قد يفعله به فتح الصندوق ليبدأ النظر في تلك الفأس وتلك البزة قبل أن تمسك يده ذلك الكتاب وهو يتفحصه ليبدأ بفتح أول صفحاته مبتسما ومحدثا ذاته يبدو أنني في اتجاه أن أشكر والدي على اهتمام كل منهما بتعليم القراءة والكتابة بدأ بقراءة أول أوراق ذلك الكتاب وقد طغى اللون الأصفر على ورقه وبعض الورقات قد بدت متهالكة لذا فقد أمسكها بحرص وهو يبدأ بقراءة ما جاء بصدر الورقة الأولى وقد جذبه ما كتب بمقدمة ذلك الكتاب ما بين يديك هو التاريخ الحقيقي هو طريقك نحو المعرفة السليمة هو تاريخ أرضك وهويتها تكمن في تاريخ شخصا واحدا فقط عندما تبدأ بقراءته تأكد أنك قد تركت ظلمات الجهل خلفك وشرعت في أن تبحر بسفينتك ببحر المعرفة الحقيقية لتصدق ما به أو لا تصدق لكن عليك أن تعلم أن ما به هو الحقيقة والحقيقة وحدها دون سواها حقيقة قد سطرها ودونها شخص واحد على مر العصور شخص قبع بالظلام وسيظل به أنقذ الأرض والبشرية جمعاء من ظلامها الأكبر وستظل مهمته ممتدة إلى نهاية الزمان شخص منح الأرض فرصتها الثانية والثالثة بعد حربيها النوويتين من قبل بداية التاريخ شخص كان رسولاً للسلام بظلام الليل الدائم يحمل رسالته على مر العصور بالظلال دون سأم أو كلل بين يديك تاريخ الأرض والبشرية يقبع في أربعة حروف دامان حرك رأسه وهو يتعجب مما قرأ ليبدأ بقراءة الصفحة التالية وقد كتب فيها تتساءل عما بين يديك فتأكد أنك ممن كتب لهم أن يكونوا خير الحافظين لرسالة بدأت منذ بدء الخليقة ستكون أنت الحافظ لرسالة ديمون حافظ البشرية الأول ومعلمها تتساءل عما أنا؟ فاترك هذا جانبا أنا مثلك كنت حافظا لتلك الأمانة لكن لم يأتي مالكها ليأخذها مني بعد لذا فقد انتقلت لك الآن فإن لم تجد مالكها فاحفظها لدى من يليك حتى يأتي راعيها وتأتي ساعة الاختيار تتساءل عن كيفية معرفة صاحب تلك الرسالة بأن ما يملكه لديك لا تتعجب فأنا كنت مثلك سألت نفسي ذات الأسئلة حتى وجدت الإجابة ما لديك من أشياء هي من ستختار مالكها فاعلم أنه عند ساعة الاختيار واليقين ستذهب تلك الأشياء في النهاية لمن تقول له فقط قم أنت بحفظها له احفظ أمانتك جيدا ولأن كراعي الأمانة وحافظها فقد وجب علي أن أكتب تاريخها وتاريخ صاحبها هذا الكتاب هو ترجمة للغات عدة منها ما قد بدأ منذ بداية الخلق إلى أن وصلت بين يدي لأكتبها لك باللغة العربية بعد أن دفنت الصندوق ومحتوياته بأرض الحجاز لذا فالحافظ الجديد سيكون عربيا وقد وجب أن تعلم تاريخ سيد الأرض سأبدأ معك تاريخ ديمون ورحلته عبر العصور سأبدأ معك منذ المعلم الأول ولأنتهي بدوره في الحرب العالمية الثانية أترك ما بيديك يا صديقي ولنبدأ معاً رحلتنا بمعرفة سيد الأرض ومعلمها الأول لنبدأ معاً تاريخ ديمون ملحمة جلجامش الأرض ذلك الكوكب الأم أختير من بين ملايين الكواكب ليكون صالحاً للحياة ليس حياة البشر فحسب بل حيوات بدأت وانقرضت على سطح ذلك الكوكب المعمرة حكمة الخالق أن تكون تلك الذرة الكونية الممثلة في الأرض بحجمها ذلك الذي يقارب ذرة غبار عند قياسها بغيرها من الكواكب الأخرى هي ما تحتوي على سر الحياة قد تكون هناك حيوات أخرى وكواكب أخرى مأهولة بالسكان لكننا لا نعلمها محيط عالمنا هو ذلك الكوكب فقط وما زلنا نحاول بقدر المستطاع أن نعلم ما حولنا تساءل الإنسان بعدما علم علوم الفضاء الحديثة هل هناك حيوات أخرى على كواكب أخرى هل هناك حضارات عقلة وجدت بكواكب أخرى ولا نعلمها لكن لما لم يتساءل عما أمامه عما إذا وجدت حضارات عقلة لم يعلمها حضارات بلغت من التقدم والرقي والازدهار ما لم يخطر على عقل إنسان أو يتخيله خاصة أن هناك العديد من الشواهد التي تشير إلى هذا الألواح والحضارة السومرية وتقدمها وعلمها بأبحاث الفضاء قبل ألاف السنوات من الآن ما نكتشفه الآن ويعد حديثا لنا سبق وأن اكتشفته أمم قبلا تؤكد من ذلك وهناك أطلنتس الغارقة وهناك حضارة المايا كهوف تاسيلي الحضارة المصرية بكل أسرارها إلى آخر ذلك التاريخ ليس ما قد علمته أو ما قد دون لك هناك تاريخ آخر قد محي واندفر وإن كانت بعض الشواهد لا زالت تشير إليه وأنت لا تزال تتغاضى عنها ما أؤكده لك في كتابي هذا أن التاريخ يقسمه قسمان تتخلى لهما بعض الأحداث المؤثرة ما بين الحرب النووية الأولى في الحضارات وما بين الطوفان الأعظم حدث كلاهما فانقسم التاريخ إلى حقبتين حقبة دونت ونقلت إليك وحقبة أخرى لم تدون ولم تعلم عنها إلا القليل وهي في الحقيقة تحتوي على الكثير والكثير جدا في هذا الأمر سأحدثك بسيرة شخصا ما ارتبط تاريخيا وسيظل مرتبطا بكافة الحضارات حمل تاريخ الأرض وحمايتها على عاتقه منذ قديم الأزل ولا يزال يعمل على ذلك دون أن تعلم أنت بهذا الأمر سنبدأ التاريخ الباكر لأولى الحضارات وولادة ديمون رويدا رويدا سنبدأ تاريخ عهد الحضارة السمرية ومردوخ نبيا قبل أن يصبح إلها أوروك تلك المدينة التي لم تذكر بالتاريخ لتعدى ثاني المدن من بعد باب القريبة والتي تم بناؤها ولم تعرف ومحيت سجلاتها التاريخية أوروك ثاني المدن المسورة بتاريخ البشر تلك المدن التي اجتمع البشر بها من بعد خلقهم لا نعلم من أنشأ المدينة البعض يقول أن ميهاليل أنشأها كما أنشأ بابل لكن الأمر غير معلوم هنا تعلم الإنسان النشأة الأولى والحياة وتعلم عبادة رب آدم الجد الأكبر لنا ومن بعده ودا وشيث قبل أن تمر الأعوام والسنوات لينسى الإنسان رويداً رويداً أمر وجود الخالق نسي وجود الله وأصبحت الحياة مطلقة الآمال حينها لم يعود الاهتمام سوى بالتكاثر والمأكل والمشرب عمر الإنسان وامتدت حياته على الأرض لألاف الأعوام لطعطه فكرة الخلود والألوهية لكن لم يكن يلبث في أن يصطدم بوفاته وأجله وصعود روحه إلى السماء حتى ولو كان ذلك بعد حين كان الأمر لا يختلف كثيراً عما كان في البلدة المجاورة بابل فجميعهم نسوا أمر الخالق وظلت حياتهم احتفالاً صاخباً واختلاطاً جنسياً بين الرجال والنساء دون تمييز نسي بنو الإنسان من خلقهم فأنساهم أنفسهم نسوا عدوهم الأكبر إبليس كانوا يسمعون عنه الكثير دون أن تره أعينهم التاريخ أخبرهم أنه من تسبب في هبوط الجد الأكبر لهم آدم إلا أن ذلك كان في البداية ثم شيئاً فشيئاً أصبح الأمر من الأساطير لا وجود حقيقية لآدم كأب لجميع البشر ولا يوجد كائن يسمى بالشيطان وهو العدو الأكبر للإنسان اعتادوا على تلك الحياة نتيجة وجوده بالبيئة المغلقة لمدينتي أوروك وبابل لم يكتشف ويرى الإنسان سوى نفسه حينها وتلك الكائنات الأخرى المصاحبة له كالحيوانات أصبح الأمر محرماً دون إذن قادم من حاكم أوروك الشخصي نتج هذا الأمر بعد توالي الاختفاءات ممن خرجوا من المدينة سابقاً ووجود أجسادهم وقد سلخت لحومها منهم كسلخ الدواب جاء هذا الأمر مصاحباً لتلك الأخبار التي تواترت عن وجود بعض المخلوقات التي تسكن الجبال ذوي ملامح كريهة البعض تحدث عن كائنات أسطورية من نار تعيش بالخارج والبعض الآخر جاء بأخبار عن وجود ما يشبه الإنسان لكنه أقصر قامة وأغلظ خلقاً كان سكان أوروك يسمعون فقط دون تأكيد شيئاً فشيئاً حتى أصبح الخروج من المدينة محرماً تماماً ومن يخرج لا يسمح له بالدخول إليها مرة أخرى نسي السكان أمر الخالق والشيطان والصراع الأبدي معهما البعض بل القليل كان يتساءل عن كيفية خلقهم لكنهم لم يلبثوا سوى أن ينسوا ما تساءلوا عنه بالاندماج في حياتهم اليومية حتى جاء ذلك اليوم الليل قد أمس الاحتفال المعتاد بوسط مدينة أوروك قد بدأ الاختلاط والمضاجعة العلانية للجميع قد بدأت السماء الصفية قبل أن تمر السحب أعلى المدينة سحب كثيفة لم يهتم بها أحد في البداية قبل أن تبدأ بإطلاق وابل من كرات النار الصغيرة كرات نار بدت كما لو أنها قد جاءت من جهنم ذاتها ليهرع الجميع ويركض هنا وهناك البعض عارم منهم فهو لم يكمل ما بدأه من مضاجعة والآخرين التقطوا ما نالت أيديهم من ملابس ليستروا بها عوراتهم ظل الأمر مستمرا لتحترق بعض جنبات المدينة وحتى حاكم المدينة الذي وقف وسط حراسه يحاول تهديئة السكان ركض عندما اشتد الأمر بدت تلك الليلة ليلة من جحيم لن ينتهي قبل أن تبدأ تلك الكائنات بالهبوط من تلك الغمامة أجناس أخرى غير بشرية ظهرت فجأة في سماء بابل أجناس لم يرها أهل أوروك من قبل عليها ظهرت لتحلق بالسماء مطالبة الشعب بالخضوع لهم كآلهة كان الأمر أسطوريا كائنات أخرى لم يرها أي منهم قط تهبط من أعلى لتعلن ألوهيتها كائنات بدت عملاقة بعضها كان جميلا حصن المظهر والآخر كان بغيضا غليضا يحلقون بالسماء بروية قبل أن يهبط بهدوء لمنتصف بابل ليأمر الشعب بأن يسجد احتراما وتقديرا لهم وأن من يخالف هذا الأمر سينال عذابا حتى يتمنى لو أنه قد مات قبل أن يعصي آلهته بدت تلك الآلهات عملاقة ويزيد طول أقصرهم عن الخمسة أمتار عمالقة يقفون أمام الشعب يطلبون منهم الاعتراف بمن خلقهم كان أول المتقدمين هو حاكم أوروك تقدم حتى صار تحت أقدام تلك الآلهة ليركع أمامهم في خنوع طالبا العفو والصفحة عنه وعن جميع السكان فهم لم يعرفوا إلها قط ولم يروي تجسيدا لهذه الآلهة من قبل حينها تقدم أحد القادمين من السماء وبدأ ككبيرهم خط مبتسما تجاه حاكم أوروك ليقف أمامه قائلا بصوت غليظ تم العفو والسماح نعلم ما قلته ونصدق به لم ترون من قبل ولم تلتقوا بأحدنا لكن اعلموا أننا آلهتكم ومن قام بخلقكم نحن أحن عليكم من بين ذلك الذي بين ضلوعكم لذا عفونا عنكم وقررنا أن تلتقوا بنا فأما أنا فأنا آنو إله السماء وكبير الآلهة جمعاء أنا رب تلك الآلهة وربكم جميعا قالها قبل أن يشير إلى أخرى حسناء ليقول وأما تلك فهي إنانا عشتار إلهة السماء والحب وهي سيدة السماء وتعتبر إلهة الحب والجمال والقتال وهي ابنة الإله آنو وحبيبة الإله تموز إله الخصب والرعي وهو المختص بزراعتكم ورعيكم وغذائكم أما ذاك فهو الإله أنكي إله الماء والحكمة وذلك هو أنليل إله الهواء وهو ابن الإله آنو وشقيق الآلهة إنانا وهذا هو الإله الإله إله إله الوباء والحرب وذلك هو الإله أوتو إله الشمس وهو ابن الآلهة إنانا وهذا الإله شكان إله الحيوانات والوحوش والذي يتربص بالمخادعين عند دعوتنا ليلا ويقوم بأكلهم ويقف على حراسته المردة والجن وهذا الإله السين إله القمر ومركز عبادته وذلك هو الإله ناركال إله العالم الصفلي والجحيم الصومري والمتمم لأعمال الإله شاكان أما هذه فهي لبطوم إلهة الطابق واللبن والبناء شسكون هو المختص ببناء مدونكم ومنازلكم أما تلك فهي الإلهة نيسون ابنتنا كانت نيسون هي الأقرب إلي كبشر منهم جميعا فطولها يكاد أن يكون مقاربا لنا ويزيد عن المترين بقليل جمالها أخاذ حقا لكن ببشرة تميل إلى اللون الأبيض الثلجي أعطتها رونقا خاصا انتهى من تقديم الآلهة وجميع ما بين ركع وسجود قبل أن يطلق ضراعيه بجانبيه قائلا رحمتنا سبقت غضبنا رحمتنا شملتكم جميعا ستعدون بناء حضاراتكم مرة أخرى على أساس دينية نأمركم ببناء المعابد وتقديم القرابين تذكروا أن لديكم آلهة تحميكم وقت الحاجة وستعذبكم وقت الحاجة الأخرى ستتعدد الآلهة ونحن من حضرنا فقط لنعلن عن أنفسنا لكم فلتنتشر المعابد بأرجاء مدينتكم لعم الخير على أوروك وبابل لينال وعيدنا وعذابنا كل مخالف لعبادتنا قالها قبل أن تصعد الآلهة للسماء بعد أن أعلنت عن تواجدها وظهورها مئات الأعوام مرت من بعد ذلك الظهور والحال قد تبدلت ليس بالكثير فالمجون هو ذاته والحياة هي ذاتها لكن الأمر صار يمارس بالمعابد تحت تقديم القرابين تعددت المعابد بمدينة أوروك وتعددت القرابين المقدمة أحيانا كانت تقدم زراعية عند الحاجة لقصوبة الأراضي وفي أحيانا أخرى تقدم حيوانية وذلك عند الحاجة للثروة الحيوانية لكن الأمر الدائم كان تقديم القرابين البشرية ثلاثة من أجمل الفتيات تقدم كل عام لآنو إله السماء تسيل دماؤها ليظل أبو السماء حانيا على رعيته من البشر تكاثر البشر بمدينة أوروك كان التكاثر أحد أوامر الآلهة فالتكاثر يعني خضوع أكثر وقرابين أكثر تقدم وعلى الرغم من التكاثر المتزايد بشدة للبشر في ذلك الوقت إلى أن السكان ظلوا يعلمون بعضهم البعض حتى أنه في حالة تواجد أي غريب من مدينة بابل سواء لزيارة تجارية أو رسول من حاكمها كان يعرف بمجرد النظر إلى وجهه لكن على الرغم من هذا لم يلاحظ أي من سكان أوروك تلك الجميلة الحسنة وقد تلفح وجهها بتلك القطعة القماشية فقد كانت تتردد بين كل حين وآخر بهذا الجبل الموجود على مقربة من مدينة أوروك والتي لم تكن سوى الإلهة نيسون ابنة الإله الأعظم آنو إله السماء نيسون رعية البشر وحلقة التواصل بين الوصل وبقية الآلهة لم تكن تعلم أنها ستهيم حبا بذلك البشري لوجال باندا والذي كان رعيا للأغنام عشقته وهامت حبا به عندما تضرع إلى معبدها ذات يوم طالبا منها التوسط لدى الإله تموز إله الخصوبة لكي يزدهر إنتاج مزارعه لم تكن تعلم أنها ستقع بغرام ذلك البشري قبل أن تبدأ بطلب لقائه منفردا تحت لواء استجابتها لتضرعه تعددت اللقاءات بذلك الكهف من الجبل على حدود أوروك بالبداية كان الأمر ذو حواجز بين الآلهة وبين البشري قبل أن تزل الحواجز ويقع الأمر المحرم فيتضاجعا وينتج عن تلك المضاجعة حملها بطفل ثلثيه إله وثلثه بشر بالبداية لم تكن تعلم ذلك لم يحدث تزاوج بين جنسهم وبين الجنس البشري من قبل لذا لم تكن تعلم نتيجة ذلك التجاوز أي مخلوق سيكون هو لم يكن أحد من البشر يعلم بهويتها لكنها كانت تعلم حقيقتهم فهم ليسوا آلهة ولم يكونوا آلهة من قبل هي تعلم أن سيدهم إبليس قد أمر بتجسيدهم على تلك الهيئة ليكونوا آلهة لهؤلاء البشر لقد وعد إبليس بأن يغويهم أجمعين وتلك هي البداية أن يكون هناك آلهة من الجان حينها سيبتعدون عن إلههم الحق وسيقع مراد سيدهم بالأرض حرب ضروس بدأها بمحاولة عودته لحكم الأرض قبل أن يتصدى له مهلاييل والآن سيحكمها حكم الإله عن طريقهم لم تكن تعلم ما عليها فعله فسوف تلد عما قريب وإن علم أنه أو إبليس سيكون مبلغ حلمها بأن تقتلى دون عذاب حينها اقترحت على لغال الهروب في البداية استنكر الأمر لكنه تفهم ما تريد فوجود ابن يحمل صفات الآلهة والبشر أمر لن تسمح به الآلهة هربا حتى وضعت الابن وأطلقت عليه جلجامش وقد سر وبش به لغال خطط لحياة الابن كثيرا هو وزوجته لم يكن يريد من هذا العالم سوى سعادتهما لكن الأمر لم يسري كما خططا له علم الشيطان الأكبر بمكان تلك الأسرة فأرسل جنوده من الآلهة لهم ليتم قتل الأب لغال مع الأم نيسون والتمثيل بجثتهما وتم تعليقهما جثتين عاريتين أمام سكان مدينة أوروك أما الابن جلجامش فرأت الآلهة أنه لا يزال إلها مثلهم حتى وإن سر بدمائه دم بشري لذا أبعدت حاكم أوراك عن منصبه ونصبت الابن جلجامش حاكما على مدينة أوروك ليشب الابن وسط ملاذات الأرض ما بين كونه حاكما وتقديس البشر له كإله لتمر الأعوام ويصبح جلجامش شابا طاعنا فاسدا في الحكم يتلذذ بقتل وتعذيب البشر كافة قبل أن يحدث الأمر الذي تبدلت من خلاله أحوال مدينة أوروك وجلجامش رسول آخر من السماء لكنه ليس مبعوثا من الشيطان الأكبر أو من آنه بل رسول من عالم آخر المدينة الهادئة بعد منتصف الليل عامل من عمل ومرس البغاء من مارس وقدمت القرابين ممن يتطلع للعفو من الآلهة والآن السكون يطبق على المدينة التي لا تزال تتزين بجسد الآلهة نيسون المعلقة على وتد بمقدمة المدينة فيما تآكل جسد لقعل وتحلل الصمت المطبق على المدينة برعاية آلهة الشيطان الأكبر فيما بالخارج كانت الصحراء الممتدة على مرمى البصر غير ذلك بواد قريب من أوروك كانت السماء تلفظ شيئا آخر سفينة فضاء صغيرة تستع ببريق أضوائها أعلى ذلك الوادي قبل أن تستقر بهدوء على أرضه توقفت السفينة لتخفت أضوائها قبل أن يخرج ذلك الجسد من خلالها جسد أشبه بالبشر لكنه مغطا بالكامل بالشهر بدأ أقرب إلى الحيوانات البدائية منه إلى البشر لكنه يسير على قدمين وليس على أربع أخرج ذلك القادم شيئا من سفينته كان ذلك الشيء ما هو إلا صندوق ضخم بدأ أن الصندوق ثقيل الوزن قبل أن يضعه على الأرض ويبدأ بالتلاعب ويبدأ بالتلاعب بأزرة سفينته من الداخل ثم انتهى وحمل الصندوق وابتعد بهدوء شديد تتبعه إضاءة شديدة من مركبته لتصطع كشمس صغيرة قبل أن تتلاشى مخلفة رمادا خلفها وكأنها لم تكن لم ينظر ذلك القادم لما حدث لسفينته بل بدأ أنه يتوقع حدوثه وينتظره وينتظره ليكمل طريقه دون أن يبالي قبل أن يتخذ موقعا ما ليبدأ بفتح الصندوق ويستخرج منه أدوات حفر صغيرة ويبدأ بالحفر وقبل أن يصل لعمق كبير أمسك بالصندوق ليفتحه ويتطلع إلى ما بداخله كان بداخل الصندوق عقد من الحلي زينا بأحجار ثمينة كان العقد يفوق تصور أو تصميم أي بشريا من دقة الصناعة والحلي المزين بها ألقى نظرة طويلة له قبل أن يضعه بتلك الحفرة التي قام بصناعتها منذ قليل ثم قام بإخراج ما بداخل الصندوق تباعا والذي لم يكن سوى بزة رمادية اللون تحمل شعارا أشبه بالذئب وفأسا ثقيل الوزن مع خاتم مزينا بأحد الأحجار كالتي بالعقد وقلادة لناب أشبه بالذئب أنهى عمله وبدأ الردم عليهم قبل أن ينتهي ليحمل الصندوق ويسير به مبتعدا ثم اتخذ موضوعا آخر وبدأ بالحفر كما فعل بالمرة السابقة تفحص المحتويات قبل أن يلقي بالصندوق داخل الحفرة وعندما انتهى تماما جلس ملتقطا أنفاسه ليغلبه النوم لم يعلم كم من الوقت قد مر إلى أن فتح عينيه ليجد ذلك الشخص الجاثم فوقه ممسكا بعصاه يطلقها على وجهه ليغيب عن الوعي قبل عدة ساعات من مدينة أوروب كان ذلك الضل يركض ومن خلفه يركض حراس جلقامش ليمسك به التهمة لم تكن سوى عدم تقديمه للقرابين في موعدها لكنه لم يكن يستطيع الإفاء بطلبات الآلهة فمن أين له أن يقوم بتقديم القرابين وهو لا يجد قوت يومه لم يكن هو بمفرده من حدث له هذا الأمر فكثير من شعب أوروك أصبحوا مثله لا يجدون قوت يومهم أما الملك جلقامش فقد اتخذ من إنتاج أوروك بأكملها متاعا له وللآلهة ولحراسه تساءل كثيرون عن هذا الأمر كيف للآلهة أن تحميهم في مقابل جزية يدفعونها لهم وإن كانوا حقا من خلقوا البشر فكيف ينتظرون منهم الهباط على هيئة قرابين أليسوا تلك المخلوقات الضعيفة وهم الخالقون لم يعد بإمكان الكثير الوفاء بتقديم القرابين في موعدها لذا كان البعض يسرق للوفاء بالقربان النساء أصبحت تمارس البغية لتستطيع الوفاء هي أيضا بقرابينها وحتى المتزوجات منهن ذهبنا لممارسة البغاء تحت علم أزواجهن بل إن بعض الأزواج كانوا يشجعونهم على ذلك أن تعيش متصالحا مع ذاتك في هذا الأمر أفضل من أن تسجن أو تصلب على يد جنود جلقامش بل إن البعض من النساء أصبحن يمارسن البغاء بالمعبد مع الكهنة ورجال جلقامش تقربا للآلهة أصبحت الجنة نارا جنة أوروك القديمة أضحت جحيما بعهد جلقامش والقربان هو وسيلة خلاصك وإن لم تقدم القربان فلن تكون لدى الآلهة أقرب من ابنتهم نيسون تلك التي مثلوا بها ووضعت أمام أعين ابنها حاكم المدينة الآن على بوابات أوروك لتعد عبرة لمن لا يعتبر كان جلقامش يعلم بما يحدث يعلم ببطش الآلهة بشعبه لكنه لم يكن يهتم فقد جاء فقط من أجل أن يكون حارسا للآلهة وعينا لهم تحقق مرادهم بالأرض وليس أمينا لشعبه بالنسبة إلي لم يعود الأمر هاما فكل ما يشغلني هو كيفية التصرف عند موعد تقديم القربان وحين جاء الوقت لم يكن أمامي سوى الهرب تركت منزلي ولم أصطحب معي سوى عصايا الخاصة برعي الأغنام لأجد رجال الملك جلقامش بانتظاري ركضت ولا أعلم ما علي فعله أعلم أن أوروك مدينة محصنة لكن أمر الخروج دون إذن مسبق لا يزال ساريا إن خرجت فلن أعود من سكان أوروك وسأكون بمواجهة مجهول بالخارج وهو ملاذي الوحيد لكن إن بقيت والرجال من خلفي فسألقى حدفي بالتأكيد على يد جلقامش من أجل الآلهة لذا لم يعد أمامي سوى الخروج وليكن ما يكن كانت المسافة بيني وبين رجالك الجامش تسمح لي بالاختفاء اختفيت بجانب إحدى الحوانيت حتى هدأت الأمور تماما لأخرج متجها لحوائط أوروك متجاوزا إياها ومتجها إلى الصحراء بالخارج الأمر حقا أثار الرهبة لدي تلك الصحراء الشاسعة على امتداد البصر مع ظلام الليل جعلني كل منهما أفكر في الرجوع إلى أوروك مرة أخرى وليكن ما يكن لكني توقفت عندما رأيت تلك الأضواء الصاطعة بالسماء قبل أن تختفي بواد ليس ببعيد عن أوروك كان ذلك المجسم يحمل أضواء براقة بدت كشمس صغير اتبعتها راكضا دون أن أبالي بمن هم خلفي بحثا عنها ركضت كثيرا حتى وصلت إلى ذلك المكان لأجد مخلوقا غريبا بدى بغيد الشكل بهذا الشعر الكثيف بجسده نائما على الأرض اقتربت منه حاملا عصايا لأجت فوقه قبل أن أجده يفتح عينيه لينظر إلي فباغته بضربة على رأسه أسقطته غائبا عن الوعي مرة أخرى لم يكن بالوقت الطويل حتى استيقظ ذلك المخلوق مرة أخرى ليجد نفسه مكبلا وذلك الغريب الممسك بعصاه يجلس بعيدا عنه ناظرا إليه تحدث الجالس وهو يمسك بعصاه بتحفز قائلا من أنت؟ ومن أين أتيت؟ أأنت ببشر مثلنا؟ أم أنك مخلوق آخر؟ أم ماذا؟ دون أي حديثا تحرك المخلوق ليمزق ما هو مكبل به لينهض من ضربه بعصاه محاولا الابتعاد عن ذلك المخلوق الساعي بالتأكيد للانتقام مما فعله به ظل يبحث عن مكان للاختفاء ليلتفت مقررا أن يغادر المكان قبل أن يتوقف مفاجأا بذلك السيف وهو يخترق جسده والذي لم يكن صاحبه سوى أحد جنود الملك جلقامش الذي ظهر مستحبا آخرين خلفه ليدفع بالسيف أكثر وهو يقول هذا هو جزاء كل خائنا للآلهة لا يوجد مكانا للهرب من الآلهة جلقامش قالها قبل أن ينظر بطرف عينه فيجد ذلك المخلوق الواقف بالظلام وهو يزأر فبدى الخوف على وجه الحارس ليتساءل بخوف من أنت؟ زأر ذلك المخلوق قبل أن يتحدث بصوت غليظ أنا نيكيدو القادم من سماء أورو بكوكبي نيبيرو قالها بغلظة فتراجع الحارس وطلب مما معه أن يتراجعا بروية دون لفت انتباهه تراجع الجنديان بهدوء تاركين المكان ليتبعهم ذلك المخلوق قبل أن يتوقف عند جثمان المواطن الأوروكي لينظر له جث المخلوق على ركبتيه قبل أن يستكشف الأرض الممزوجة بالدماء فرفع يده ونظر إليها ليعقد حاجبيه الكثين وهو يحمل الجسد بيديه متجها إلى أحد جنبات الوادي وبدأ بعمل حفرة أخرى لكن تلك المرة لم تكن لتأوي صندوقا بل جسدا بشريا عاد رجال جلقامش وأخبروه بما رأوا أخبروه أن السماء أرسلت مبعوثا اسمه أنكيدو من أورو بكوكب نيبيرو لم يصدق ما قد سمعه منهم لكنه خشي أن تكون الآلهة قد انقلبت عليه لكن لماذا وهو يعمل لديهم؟ يقوم بتقديم كافة ما يريدون ويتحكم بشعبه بقبضة شديدة من أجلهم أيمكن أن تتخلى الآلهات عنه بعد كل ما قدمه لهم؟ مرت الأيام وجلقامش يرسل رجاله بحثا عن ذلك المخلوق والذي انتشرت أخباره بين جموع شعب أوروك بالبداية ظن البعض أنه شيطان من تلك الشياطين التي يتحدث عنها الجميع خارج أسوار أوروك لكن لم يلبث أنفى هذا الافتراض حينما عثر على قبر الأوركي الهارب بعدما قام بدفنه ذلك المخلوق كما تناثرت الأقوال حول اسمه أنكيدو ومن جهة قدومه أورو حينها تحول ذلك الشيطان إلى ملاك ومن ثم إلى مبعوث الآلهة أرسلته الآلهة لكي يزيل بطشق القامش بشعب أوروك أنكيدو ذلك المبعوث من السماء من الآلهة أورو ليخلصهم فتحول أورو مكانا على كوكب نيبيرو إلى آلهة يتبرك بها الجميع الآن كانوا يتوقون إلى ثورة ثورة يقوم بها أنكيدو مبعوث الآلهة على قلقامش ابن الآلهة لكن بذات الوقت انقسم شعب أوروك إلى قسمين فبعضهم يفضل إسقاط قلقامش والبعض الآخر يرى بقاءه كانوا يعلمون أنهم إن أسقطوا قلقامش ابن الآلهة فقد يأتي الأمر بأنكيدو مبعوث السماء لهم كحاكم وقد يعاد الأمر مرة أخرى ويتحول أنكيدو بدعم الآلهة إلى طاغية هو الآخر لكن جزءا من الشعب يرى أن الأمر لا بد منه فحتى لو أصبح أنكيدو طاغية فإنه لن يصل إلى عنان قلقامش وبطشه فيما يرى الجزء الآخر أنه لا جدوى من الأمر وأن الإبقاء على قلقامش أفضل من إسقاطه فالطاغية الذي عصرته أفضل من طاغية لم ترى شيئا منه بعد لكن على الرغم من هذا الانقسام اجتمع الجميع على شأن واحد هو الثورة والعصيان لذا بدأ البعض بالتمرد والعصيان على دفع الجزية غلق الحوانيت والإضراب عن العمل بدأت أوروك في الخروج من عباءة قلقامش وصل الأمر إلى قلقامش فجن جنونه أوروك التي ظلت تخشاه طيلة وجوده بدأت بالخروج عن سيطرته كل هذا بسبب ذلك الشيء ذلك المخلوق صنيع الآلهة لذا أطلق رجاله خارج أسوار المدينة لإيجاده مهما كان الثمن ومن يخفق فسيكون ما يجنيه هو التعذيب والقتل إن لم يجده جعل ذلك التهديد الرجال يبحثون حثيثا عن حتى أن بحثهم قد امتد للجهة الأخرى المقابلة لأوروك لتلك الغابة المحرمة التي منع سكان المدينة من الولوج إليها وتحدث الجميع عن ارتباط الشياطين بها لدهشتهم لم يدم البحث طويلا فقد وجدوه بقلب الغابة وهو يأكل من خشخاش الأرض كالحيوانات شعره الغزير مع تحركه على أربع جعلهم يرونه حيوانا مثلهم كان يسير بقطعانهم ويتعامل كما لو أنه فرد منهم وبالفعل كانت قد استأنست الحيوانات بوجوده منذ أن قدم كان مخلوقا نقيا بقلب لا يحمل ضغينة لأحد حتى أنه كان يقوم بإبطال فخاخ صيدي مدينة بابل من أجل تلك الحيوانات التي أصبحت عائلته الوحيدة رقبه الرجال من بعيد قبل أن يعودوا ليخبروا جلقامش بما رأوه منه كان الرجال في حالة من التردد هل يقومون بقتله أم يتركوه بتلك الحالة التي لن تزعجهم وكان جلقامش في حيرة أكثر فقتله يعني أن يثور شعب أوروك عليه فكيف له أن يقتل بطلهم ومبعوث السماء إليهم ظل يفكر كثيرا فيما يتميز به هذا المخلوق عنه لقد خلق لتوه فقيمته تعني صفاء قلبه ونقائه وهنا أدرك جلقامش أن قيمته هي النقاء الذي لابد وأن يلوث خاصة بعدما أخبره رجاله عن علاقة الحيوانات به فمن الوارد أن تكون هبته من الآلهات يتحكم بها هبة النقاء والعلاقة بالحيوانات إذن كيف له أن يدمر مثل تلكم الهبتين كيف له أن يواجه أحدا بهذا النقاء كيف له أن يواجه شيئا خلقته الآلهة لتوها ودعمت به علاقاته وتحكمه بالحيوانات صمت قبل أن تطرأ تلك الفكرة برأسه فكرة أعلنت عن نجاحها من قبل وستعلن عن نجاحها مع هذا المخلوق من جديد معبد الإلهة عشتار ليلا مدينة أوروك المعبد قد فرغ ليلا من زواره تتراقص ألسنة اللهب من قوابسها لتعطي مظهرا مهيبا على منحوتات الإلهة عشتار وقد تواجدت في كل مكان بالمعبد منذ قليلا كان هذا المعبد يكتب بالأفراد منهم من جاء لتقديم القرابين ومنهم من جاء لرؤية غنياته وعاهراته لكنه الآن خالا لم يكن خاويا على عروشه تماما من الموجودين بل كانت هي هناك قبعت تلك الحصناء التي ترتدي ما يكاد يستر عورتها فقط بين ردهاته تأكل بأحد جنباته بعد ذلك المجهود الذي قامت ببدله في هذا اليوم الطويل والممتد تتحرك ألسنة اللهب بين الحين والآخر ليظهر وجهها فتراها إنها شمخات عاهرة معبد عشتار الأولى بل هي عاهرة أوروك الأولى الجميع يعلم من هي شمخات هي التجسد الحي للأنوثة الطاغية طالما كان ثمن نيلها لدقائق غاليا فقد تمناها الكثير بل إن البعض ظل يعمل ويكد لتجميع القربان اللازم للفوز بها ولو لعدة دقائق على الرغم من ثمنها الباهظ إلا أنها لم تكن تنال شيئا فجميع ما تكتسبه يعود إلى المعبد أما هي فكان كل ما تناله هو بضع لقيمات وحتى ما ترتديه من حلي وملابس فلا تملكه مثل أي غنية أخرى هذا هو وضع الغنيات الآن في أوروك الحديثة أوروك في عهد الملك الإله قلقامش تهب الغنية ذاتها للآلهة مقابل ما يكفيها من طعام ذي العيش فقط كانت تأكل وهي جالسة على أرض المعبد قبل أن تسمع صوت خطوات تقترب منها تسألت من داخلها عن هوية القادم أيكون أحدا ممن تأخر في تقديم قربانه أم أنه قد خطط لهذا الأمر أملا في أن يستحوذ على جسدها لفترة أطول فمثل تلك الأمور مرفوضة من لوائح المعبد ظلت تأكل دون اكتراث حتى توقف القادم أمامها لتنظر إلى قدميه بلا اهتمام قبل أن تقول موعد تقديم القرابين قد انتهى إن وددت في تقديم قربانك فعليك العودة في الصباح الباكر لم يتحدث أو يتحرك ذلك الغريب ليثير الأمر استفزازها فوقفت تنظر له لكنه كان يرتدي عباءة تغطي رأسه فلم تتبين نوجه فقالت مهددة له إن لم تتحرك من هنا الآن سأطلب لك حراس الملك جلجامش تقدم الغريب لدائرة الضوء ليكشف عن وجهه قبل أن تتوقف شمخات دون أن تنبس ببنت شفا وهو يقول مبتسما وهل ستطلبين من الحراس احتجاز ملكهم؟ حينها رأت وجهه فشعرت بالصدمة فلم يكن القادم سوى الملك جلجامش ذاته لم تصدق شمخات ما تره أمامها فهي ترى الملك جلجامش شحما ولحما كم يود الكثير والكثير أن يروه مثل ما تراه هي الآن على الرغم من بغض الشعب له وعلى الرغم من كونه طاغية لأن تلك المشاعر تتلاشى عندما ترى طاغيتك أمامك وهذا ما ثبت على امتداد العصور أنه إذا ما تسنت الفرصة لأحدهم بأن يقابل طاغيته فلن يتردد في ذلك بل سيتودد له وسيتحول الكره إلى محبة ونفاق ورياء لم تكت تتمالك حتى سجدت أمام جلجامش قائلة تقبل توبتي سيدي الأعظم وإلهي جلجامش لم أكن أعلم أنه أنت لم أكن أتوقع وجود جلالتك بالمعبد ابتسم جلجامش ليقول لم يصدر منك سوء يا شمخات بل على العكس لقد قمت بإثبات ولائك للمعبد قفي فإني أريدك في حديث قصير لم تصدق شمخات ما تسمعه بأذانها فوقفت على الفور قائلة قم بالأمر تجد الإجابة يا مولاي شمخات عبدتك وتحت إمرتك تحرك جلجامش وعباءته تتطير خلفه ومن خلفه سارت شمخات وهو يقول أعلم أنك كالجميع قد سمعت عن ذلك المخلوق الذي يدعى عن كيدو كما أعلم على أن الأمر قد تخط ذلك ليعتقد البعض أن هذا المخلوق منزل من السماء لمجابهتي صمتت شمخات قليلا قبل أن تتحدث الحديث ما هو إلا فقاعات بالهواء إلهي أنت الإله ومن ملك الأرض والسماء فكيف يكون هناك مخلوق ولا تعلمه توقف جلجامش قبل أن ينظر لها مبتسما ليقول كنت أعلم أني قد أحسنت الاختيار لذا دعيني أحدثك وأخبرك بما لا تعلمينه وسأتحدث معك دون خشية لكن تذكري أنه لا دية لك حتى وإن تحدثت فلن يصدقك أحد وحينها فقط ستجني عقابي وهو القتل والرأفة لك حينها هي إنهاء عذابك سريعا سمطت شمخات وهي تنظر برهبة لجلجامش وهو يستطرد ذلك المخلوق الذي يدعى أنكيدو من الوارد أن يكون قد أتى من السماء فعلا فبعض الآلهة ترى أن جزء البشري هو نقطة ضعفي وتواجدي ضمن صفوف الآلهة أمر لا يفضلونه لذا أستبعد أن يكون أنكيدو هذا قد خلق خصيصا لي لكنه خلق بنقاء صاف كمولود حديث خلق وقد اجتمعت الطبيعة دعما له إنه يعيش بالغابات الخارجية الآن يعيش وقد استأنست له الحيوانات والطيور فصار صديقا لها وأصبحت الغابة جنته إذا هنا سيأتي دورك أنت ترددت شامخات وهي تقول أنا؟ أكمل جلجامش هناك أسطورة تدعي أننا كنا ذات يوم بجنبات السماء نحلق بين صفوف الآلهة قبل خلق الأرض حينها خلقت الآلهة أول بشري ثم خلقت له أول إنسانة لتشاركه عالمه قبل أن تكون هي السبب الأول لخروجه من السماء ونزوله إلى الأرض ستكونين أنت يا شمخات هي تلك المخلوق من ستخرج عن كيدو من جنته حتى يصير مثل عمة الشعب ما يميز ذلك المخلوق هو نقاهه ودعم بعض الآلهة له عن طريق التفاف الحيوانات خلفه فإن تدخلت أنت وأغويته فحتما سيرتكب الخطيئة وحينها لن يكون هناك ما يميزه وسيعد فردا من أفراد العامة وستسقط ألوهيته إن دورك هو إسقاطه من أعين الجميع وإن حدث ذلك فسترتقي لن تكون شمخات غنيتة معبد عشتار من بعد ذلك بل ستكونين بقصر ذاته سأجعلك تشاركين معي فراشا واحدا ولك أن تتخيل ما هي أعظم درجات ذلك غنية تشارك إلها فراشه كثير من الفتيات العذروات يصعب عليهن حتى تخيل هذا الأمر لكنه سيكون لك فقط إنهي ما جئتك به لكن عليك التنفيذ بأقرب وقت وإلا سأجد شخصا آخر لإتمام هذه المهمة قالت شمخات بالأفا بل أنا من سأفعل يا مولاي والليلة سأتمم هذا الأمر ابتسم جل جامش قبل أن يستدير ليبتعد بخطواته عنها تاركا إياها غارقة بلحظة ما بين صدمة وحماس غابات أوروك كان عنكيدو لا يزال يعيش حياة البرية يأكل ويشرب مثل ما علمته الحيوانات يعلم أن ما يراه سيظن أنه أحد المخلوقات التي لتفقه قولا ولا تعي علما لكن أحد يعلم أنه قد جاء من حضارة لا تستطيع العقليات هنا فقهاها على الرغم من هذا إلا أنه يحب عشيرته تلك الآن ولا يرغب بالعودة إلى كوكب نبيرو مجددا فالكوكب بدأ على مشارف الإنهيار والدمار بعدما بلغ من العلم والحضارة والتقدم ما لم يبلغه أي كوكب آخر لكن هذا أدى لاختلال التوازن البيئي فقد دمرت اليد الصناعية ما خلقته يد الرب من الطبيعة المجون والمعصية وحالات العداء صادت الكوكب لتجهز عليه بجانب انتهاكات الشعب لطبيعته كان هو أحد تلك الأفراد ملك متوج على قبيلة من قبائل كوكب نبيرو المتناحر لقد شارك في سفك الدماء وانتشار الفساد وتدمير الكوكب ولكنه لم يستطع أن يتمهد كونه ملكا متوجا لا يسمح له بأن يعبث بما خلقه الله هكذا لذا كان قراره أن يجمع قلادة شمش قلادة الأحجار المقدسة مع ملابس وفأس نبيرو الملكية أحد أهم أسلحة الكوكب على الإطلاق كان قد قرر أن كوكبه الذي قارب على الانهيار لا يحتاج إليهم خاصة مع القبائل المتناحرة هناك فكوكبه تعددت به الفصائل والكائنات العاقلة وإن سقطت إحدى تلك الأسلحة سواء كان العقد أو الملابس الملكية أو الفأس المقدسة بأيدا خاطئة فسيكون هذا هلاكا للبقية لذا كان قراره أن يأخذهم ويذهب بهم بعيدا يذهب إلى الأرض ليعيش العيشة الأولى حياة الطبيعة مع من خلقهم الله من كائنات أخرى يساعده في ذلك أنه من الفصائل الشبيهة بالبشر مع اختلاف لون بشرته المائلي للون الأبيض بشدة لكنه ترك شعر جسده يغزوه فلم يظهر لون بشرته الحقيقي بعد كان قد قطع وعدا على أن يبتعد عن كل ما هو مصطنع أن يبتعد عن كل ما هو سيء ومشين أن يهيب حياته للطبيعة والطبيعة فقط وها هو يعيش كيفما أراد قبل أن يراها أنثى بشرية جمالها أخاذ طبقا للمعايير البشرية ترقد على العشب أمامه دون أن يستر جسدها شيء ليحرك جسدها شهوة أنكيده دون أن يشعر فمنذ زمن بعيدا لم يمارس الجنس قط خاصة بعدما قطع عهدا بذلك لكنه ليس من السهل ألا تتفاعل مع جسد امرأة مثيرة ترقد أمامك هكذا كان يعلم أنها لا ترى فظل يسترق النظر قبل أن تتقلب لتنظر تجاهه متسمة ابتسامة زادتها سحرا وجمالا وهي تشير له بأن يأتي تردد قبل أن ينظر إليها مرة أخرى ليراها قطعة من اللؤلؤ الماسي تحت ضوء القمر فاتجه إليها مرتميا بأحضانها لينسى ما قطعه من وعدا ويضاجعها استيقظ أنكيده في الصباح التالي ليجد تلك الأنثى لا تزال بجانبه نائمة بعد ليلة طويلة مارس فيها معها ما لم يمارسه منذ زمن بعيد شعر بالضعف فوقف واتجه إلى تلك البركة من الماء ليغتسل ويشرب منها كالعادة وصل إليها قبل أن يجد أصدقائه من الحيوانات فاتجه نحوهم ليشاركهم تناول مائها حينها وجد الحيوانات تبتعد شيئا فشيئا اندهش من هذا الأمر فتلك هي المرة الأولى التي يحدث بها هذا الأمر منذ قدومه لكنه كان يعلم سبب هذا الفعل بقرارة نفسه لقد خالف أشد العود التي قطعها على نفسه ومارس البغاء مع تلك الغريبة هي من فعلت ذلك هي من أخرجته من جنته بفعلتها ترك الماء ليتجه بخطوات غاضبة إلى موضع نومها ليجدها لا تزال نائمة كما هي جسدها يغريه مرة أخرى يناديه لكنه كان قد عقد العزم على عدم العودة للحياة الفانية فاتجه إليها قبل أن يجد أعلى صدرها فوجدها تبتسم وهي لا تزال نائمة تحسس موضع عنقها فازدادت ابتساما لتغريه مرة أخرى سيطرت عليه فكرة تناولها من جديد تذوق جسدها لمرة أخرى خاصة مع تحرك جسدها أسفله لكنها فتحت عينيها لتنظر إليه مبتسمة وحينها استفاق من الأمر ليمسك عنقها بكلت يديه يخنقها ويأخذ من عبير حياتها شيئا فشيئا كان جسدها أسفله يتحرك تلك المرة محاولا النجاة وليس الإغراء كالسابق وجه الأبيض يزداد حمرارا بتكدس الدم علامات الموت تقترب منها وهو لا يبالي حينها تذكر إنها هي الخطيئة الثانية قتل نفسا دون سبب ها هو يرتكب خطيئتين بيوم واحد سعقه الأمر فخارت يده بجانبه فلا يمكن أن يسمح بذلك لقد ابتعد عن تلك الحياة ولن يعود لها مرة أخرى ترك عنقها وابتعد عن جسدها فظلت تسعل وتكافح لالتقاط الهواء بتلك اللحظات يصير نفس من الهواء مساوي للحياة بأكملها جلس معطيا ظهره إياها ولا يزال شعره الكثيف يعطيه تحدث دون أن ينظر إليها قائلا من أنت؟ ومن أين أتيتي؟ تفاجأت شمخات بصوته الغليط لكنه كان يتحدث اللهجة الأوركية بطريقة سليمة فأجابت بصوت يسري من خلاله الخوف أنا شمخات أحد مواطني أورك وغانية معبد الإلهة عشتار لما فعلت ما فعلت ولما تركت بلدتك سالها أنكيدو فلم تجب شمخات ليستدير وينظر إليها فيجد دموعها قد تغلبت عليها ودون أن يدري اتجه ليجلس بجانبها فخشيته بالبداية قبل أن يطلق يده لتمسك يدها برفق شعرت حينها بالإطمئنان قبل أن تبدأ بسرد ما حدث بينها وبين جلقامش فظل أنكيدو يستمع إليها حتى انتهت قبل أن يقول إذن جلقامش الطاغية ذاك يظن أنني مبعوث من آلهة السماء لتحقيق العدل ومحاربته تحدثت شمخات قائلة الملك جلقامش دائما ما يعاني عند ذكره إلها فهو يحاول دائما الإثبات للآلهة أنه معهم وأنه يرعى مصالحهم آملا في أن يحظى رضاهم وأن يحظى بالخلود الدائم مثلهم لكن هذا قد جاء على شعبي ولم أستطع الرفض حينما طلب ما طلب مني فإن لم أوافقه حينها لكانت روحي قد فارقت جسدي بذلك الوقت تفهم أنكيدو ذلك قبل أن يربط على يدها مرة أخرى ويطلب منها أن ترتدي ما يستر جسدها فتسألت عما يكونه قبل أن يقول إن كان جلقامش قد أرسل إحدى سيداته لمواجهتي فأظن أن الأمر يستحق أن أجعله يراني بشخصي لم تفهم ما يرمي إليه أنكيدو لكنها أطاعته دون أن تتحدث بوابات أوروك وقف أنكيدو وهو يمسك بيدي شمخات التي كانت بدورها ترتعد مما هي مقبلة عليه لقد فشلت في مهمتها بل وإن أنكيدو قد أصر على أن يصحبها إلى أوروك بنفسه حتى يحميها كان يرى أن جلقامش يريد أن يحصل عليه لذا فسيسهل من الأمر ويذهب إليه حينها سيشتعل صراع الإله مع مبعوث السماء لم تكن تعلم ما عليها فعله لكنها انصاعت لإرادة أنكيدو واستحبته إلى أوروك فتحت البوابة العملاقة للمدينة ليتقدم عن كيدو ممسكاً بيد شمخات ومن حوله كان أهل البلدة يرونه ويتحدثون بخفوتاً عنه مبعوث السماءها قد أتى مبعوث لا لهذه قد جاء للخلاص التفى حوله عدد من الأفراد بالبداية سعيدين بوجوده ثم لم يلبث وازداد العدد شيئاً فشيئاً حتى أضحت البلدة بأكملها تسير نحوه آملة فيه أن يكون الخلاص من بطش جلقامش وأن يكون هو وعد الآلهة الحق سار الجميع حتى قصر جلقامش لم يعترضه أحد من الحراس كان الأمر أشبه بثورة جامحة طفان من البشر سيلتهم من يقف أمامه لذا لم يتصدوا لهم وتركوهم حتى وصلوا إلى مقر الحكم لينظر جلقامش من أعلى إلى عنكيدو الذي وقف أسفل القصر ينظر إليه مبتسماً ليقرر جلقامش أن يهبط إليه هو إلى الآن الإله البشري هو حاكم أروك الذي يخشه الجميع وستكون هذه هي الضربة الموفقة حينما يتغلب على مخلوق الآلهة بنفسه أمام شعبه هبط جلقامش وسط حراسه الذين أسرعوا بتفريق المتواجدين حتى وصل جلقامش ليقف أمام أنكيدو قبل أن يقول وهو ينظر لشمخات تألقت بالفعل في مهمتك عزيزة شمخات كنت أطوق لأن أكسر هيبة ذلك الكأن لكني لم أكن لأتوقع أن تحضريه إلى هنا حتى أنال منه بنفسي تحدث أنكيدو قائلا لقد بعضت بأحدى نسائك من أجل أن تنال مني فارت وانات إليك بنفسي هانذا مبعوط السماء لأنهي بطشك هانذا مبعوط السماء لأنهي وجودك يا نصف الإله بدى الغضب على وجه جلقامش الذي صاح قائلا وهو ينطلق ملقيا بقبضته على وجه أنكيدو أنا الإله جلقامش أيها الأحمق تلقى أنكيدو الضربة ليتراجع متأثرا بها فتحرك بعض من حولهم ليجعلوا لهم مسافة للقتال قبل أن يعاود جلقامش الهجوم مجددا فيتفاداه أنكيدو موجها ضربة بيده إلى ظهر جلقامش الذي سقط أرضا وهو يعاود الوقوف ليهاجم مجددا كان جلقامش منفعلا ويحاول أن يلقي بضرباته دون أن يخطط لها يريد أن يكون الانتصار سريعا ومباغتا أمام شعبه لكنه لم يكن يعلم مدى قوة أنكيدو والذي تفاد ضرباته مجددا قبل أن يمسك رأسه بكلتا يديه ويحاوطها ليبدأ بإلقاء الضربات إلى عنقه ورأسه على الرغم من كون جلقامش يحمل قوة الآلهة بين دمائه وأن قوته تعادل قوة رجال أوروك بأكملها إلا أنه لم يكن يتوقع مدى قوة أنكيدو فقد كانت ضرباته موجهة ومركزة جعلت جلقامش يشعر بالدوار لكنه تماسك محاولا تخليص نفسه ومن سؤح حظه أن أنكيدو كان مسيطرا فلم يستطع الخلاص فقد أمسك جسده بين يديه كطفل صغير ليلقيه بعيدا ويسقط جلقامش دون حراك صاح سكان أوروك من حول أنكيدو إنه البطل الآن وسيكون الحاكم الجديد لا أحد يدري كيف سيكون خلال حكمه لكنه لن يكون أسوأ من الطغية جلقامش ألقى أحدهم بذلك السيف لأنكيدو طالبا منه بأن يجهز على جلقامش ناهيا شروره فتحرك أنكيدو باتجاه جلقامش ممسكا بذلك السيف لكنه نظر إليه وهو يتذكر خطيئة القتل فألقاه بعيدا وأخذ يفكر هل القتل هو وسيلة انتصاره الوحيدة على جلقامش أم أن هناك وسيلة أخرى وهي أن يعود بجلقامش إلى شعبه كان يتقدم ببطء مفكرا في حين أن بدأ جلقامش يستفيق والدماء المقدسة تسري من فمه وهو ينظر لأنكيدو ذلك المبعوث السماوي الذي جاء لقتله لم يكن يخشى الموت لكنه كان يخشى أن يموت هكذا أمام شعبه ذليلا مكسورا لذا تحامل جلقامش قبل أن يقف ليبدأ بإطلاق ضربات من يده على وجه أنكيدو الذي لم يستطع إيقافها كانت الضربات متتالية على وجهه ودماء جلقامش المستمدة من الآلهات تغلي فتساعده في هذا أما أنكيدو فهول الصدمة كان له أثره لم يكن يتوقع أن يستفيق جلقامش لهذا القتال مرة أخرى فسقط أرضا غارقا بدماء وجهه قبل أن يأخذ جلقامش سيفا من أحد حرازه وهو يقف أعلى عن كيدو الذي غطت الدماء وجهه بالكامل وعلى الرغم من ذلك ابتسم قائلا إذا قروح لن يصلح الأمر فستعود أكثر بطشا إعادة تقويمك هو الأمر الأصعب عد إلى شعبك وانسى أمر الآلهة تحداهم فشعبك هم القوة التي يمكنك من خلالها ضمان سريان حكمك أنت تعلم أن غدر آلهتك قريب وتخشاهم فلتتصلح بحب وإيمان شعبك بك وتأكد حينها أنه لا يمكن لأحد خلفه تلك القلوب أن يمسسه سوء أنا أعلم أن ما قمت بفعله الآن هو لكسب رضا الآلهة لكن أين هم؟ انظر حولك وسترى قوتك الحقيقية التي قمت بإهمالها انظر حولك وسترى قلوبا تنتظر أن تحن عليها حينها سيكون هناك أجساد وقلوب تلقي بنفسها في الجحيم من أجلك قف بجانبهم واترك ما أنت عليه نظر جلقامش للشعب من حوله كان أفراد الشعب واقفين ينظرون إليه ينتظرون بطشه بدك عنق أنكيدو أما جلقامش فقد ابتعد عن أنكيدو وترك ذلك السيف يسقط أرضا قبل أن يقول لحراسه اتركوه يرحل ولا يعترض أحد طريقة قالها قبل أن يعود لقلعته تاركا الشعب وأنكيدو خلفه أيام عدة مرت على ما حدث وقلقامش بغرفته لم يبارحها حتى غانياته لم يطلب أي منهن كان يفكر فيما قاله أنكيدو حديثه كان على حق إنه وحيد رغم كل ما يفعله من أجل الآلهة أين هي تلك الآلهة عندما أرادها أين هم أين وجودهم وجودهم حقا مرهون بتلك القرابين الألهة واجدة غير موجودة الألهة الحق هي من توفر النعم للإنسان دون أن تنتظر منه شيئا لكن هنا بأروك العمل ثم العمل من أجل تغطية طلبات تلك الآلهة إن كانت تلك هي الآلهة التي هو منها فهو كافر بها كان عنكيدو محقا فشعبه أحق برعايته حب الشعب له هو من سيحميه سيكون حاكما للشعب حاكما عادلا لا سيدا عليهم سيعدل من الخراب الذي قام به لكنه يريد شخصا كان سببا بكل هذا التغيير ليكون بجانبه شخصا سيدله على الطريق الحق ليكون حاكما ذو حق وعدل تحرك باتجاه باب الغرفة ليستدعي ذلك الحارس على بابه كان يفكر حينها إن كان حاكما عادلا حقا فلم يكن ليحتاج حارسا على أبواب قصره وليس على غرفته جاء الحارس مسرعا ليدلفا إلى غرفة قلقامش الذي جلس على مقعده قائلا أرشدني إلى موطني أنكيدو الوحدة من جديد يبدو أن هذا الأمر قد كتب عليه طيلة حياته هكذا كان يفكر أنكيدو وهو جالس بمفرده والأيام تمر والليل يمسي وهو لا يزال قابعا بمكانه دون حراك لم يأكل ولم يشرب الوحدة أمر كريه حتى لو قررت أنت ذلك الأمر فقد خلقت الكائنات الحية للاختلاط لكن الجميع تركه أو هو من تركهم الآن سواء بإرادته أم نتيجة لما قام به حتى الحيوانات تركت لقد ارتكب خطيئة وكاد أن يرتكب أخرى مرتين قبل أن يتراجع عنهما إنه بلا قيمة حتى جلقامش لم يستطع هزيمته بل إن جلقامش كاد أن يهزمه ويقتله لو لأنه قد عفى عنه فلما إذن وجوده وهو بذلك الضعف لقد وثق به أفراد شعب أوروك قبل أن يخذلهم بخسارته ذلك ولابد أنهم يدفعون ثمن وقوفهم بجانبه في هذا الأمر لقد فشل بكوكبه الأم نبيرو فشل في أن ينقذه وهو يفشله في أول اختبار له على الأرض كان يجلس بمفرده يعبث بخشخاش الأرض قبل أن يسمع حفيف أوراق الشجر والعرض شخص ما قادم نظر دون أن يتحرك للقادم قبل أن يجده جلقامش بنفسه يتقدم منه ليجلس بجواره وهو يقول أتدري حتى أمس كنت ألد الأعداء بالنسبة إلي لكنك الآن أقرب إلي من كثيرين نظر إليه أن كاد قبل أن يقول قريبا منك أنا شخص لم أفلح قبلا فلما قد تجاور شخصا مثلي أنت طاغية وأنا سلبي وفاشل إنه أمر ضد موازين الطبيعة تجادب كل منا للآخر غير ممكن أنت ستزداد بطشا وأنا سأزداد فشلا عن أي تقارب تتحقث زفر جلقامش قبل أن يقول أنت مخطئ لا يمكن أن تكون فاشلا بل أنت النجاح بذاته نجاحك في قلب القلوب تجاهك نجاحك في تحويل طاغية إلى حاكم يسعى إلى أن يكون عادلا لم يجب عن كادو ولم ينظر له فأكمل جلقامش عشت عمرا بأكمله بعقيدة خاطئة خشيت دائما الآلهة وسعيت لأن أقوم بأرضائها وكان ذلك على حساب شعبي حساب البشر الذي أنا جزء منهم حتى قدومك كنت أتوق لأن أنتزع قدسيتك من أمام الآلهة والشعب لكني لم أكن أستطيع قتلك خشية غضبهم لكن الآن لا الآن أنا لدي شعبي وسأعاود بناء مدينة أوروك مرة أخرى وسأعاود بناء علاقتي مع أفراد شعبي وأنا أريدك أريدك بهذا الأمر عن كادو فلن أستطيع القيام بهذا الأمر دونك قالها جلقامش قبل أن يقف وينظر تجاه المكان الذي أتى منه لتحضر شمخات وهي تبتسم لأن كادو وتقول شعب أوروك في حاجة إليك يا أنكادو ابتسم أنكادو وهو ينظر لكل جامش ابتسامة تعلن عن بدء عهد جديد بمدينة أوروك بعد مضي خمسة أعوام تبدل الحال بمدينة أوروك أوروك التي كانت قابعة في ظلال الفقر والظلم أصبحت كما كانت قبل ظهور الآلهة المزعومة تلك جنة يتغنى بها الجميع تبدل جلقامش ليصبح حاكما عادلا بدلا من ديكتاتور وطاغية كل هذا يعود إلى ظهور أنكادو وزير جلقامش وصديقه المفضل الآن علم جلقامش بشأن صديقه أنكادو وأنه مبعوث من السماء ولكن ليس من الآلهة إنه مواطن كوكب آخر يدعى نيبيرو يتشابه مع الأرض نظاما وخلقا وبيئة وغلافا جويا علم أنه كان ملكا متوجا على فصيلته من المخلوقات الشبيهة بالبشر هناك لكنه آثر أن يترك الطغيان والفساد وأراد أن يمضي بطريقه نحو الأرض ليبدأ حياة جديدة بالبداية لم يتفهم جلقامش ما يقوله أنكادو لكنه أطلعه على ما خبأه من أسلحته التي جاء بها من نيبيرو أطلعه على قلادة شمش المقدسة وعلى الملابس الملكية والفأس المقدسة والخاتم أطلعه على مخبأ كل منهم وقام باستخراجهم لينقل كل منهما ما جاء به أنكادو إلى أوروك وإلى قلعة الحاكم جلقامش لم يكن أنكادو يعلم لما جاء بتلك الأسلحة فسلاح واحد يكفي لإبادة هذا الكوكب إن تم استخدامه خطأا لكنه يكفي لأن يحمي هذا الكوكب في حالة الحاجة إلى ذلك كان ما يخشاه حقا هو أن يحاول أحدهم من نيبيرو العثور عليه لكن جلقامش كان يطمئنه بأن ذلك لن يحدث وأن وجودهما معا سيحميه سواء أكان ذلك الأمر من الآلهة السماوية أم من سكان كوكبه تغير جلقامش وكذلك تغير أنكادو تغير أنكادو كان من المظهر حيث أصبح شبه بشري بعدما قام بإزالة ذلك الشعر الكثيف من جسده ليصبح شبيها بالبشر لو لا ذلك اللون الأبيض بشدة الذي تميزت به بشرته وتغير جلقامش جاء سلوكيا وإن بدأت معالم الشيبي تنضي بطريقها نحو وجهه كان هذا يرهق تفكيره ليلا كيف لآلهة أن يظهر الشيب به كيف ينتصر الثلث البشري منه على ثلثي الإله كان جلقامش يتفقد أحوال الرعية يوما بعد يوم دون حراسه يرافقه فقط أنكادو ليتفقدها معه بهذا الوقت كان أنكادو خير رفيق لجلقامش وخير وزير له لم يبخل كلهما بشيء على شعب أوروك حتى نسي جميعهم أمر تلك الآلهة وأصبحت المعابد خوية من مرتاديها أصبح الجميع يعمل ومنهم من يحاول البحث في أصل الخالق في وجوده بدأ بعضهم يعود إلى السيرة الأولى سيرة مهليل وآدم وربهما وبدأ منهم من يعود إلى عبادة الخالق الواحد الأحد فتحت أبواب أوروك وأصبح استغلال الثروات خارجها متاحا للجميع استكشاف ما بخارج أوروك لم يعد جرما تعددت وحدات الاستكشاف الخارجي بل وبدأ بعض الأفراد في إنشاء مجتمعات صغيرة خارج أوروك لكن تتبع لها أضحت أوروك مركزا صغيرا للبشر وتجمعا مركزيا للمدن القليلة خارجها وهذا لم يكن ليرضي آلهة الشيطان لم يكن يرضيهم ما يفعله جلجامش بعيدا عنهم بعدما خرج عن لوائهم لذا كان للشيطان رأيا آخرا في ذلك لتكن حرب أخرى يشنها الشيطان على عدوه الأزلي حرب تضمن له السيطرة المطلقة ولتعجل بيوم الحساب الموعود عرش الشيطان على الماء بالمحيط الأطلنطي بعد هبوط كل من آدم وحواء على كوكب الأرض في الاختبار المقدس الذي وضعه رب السماء لهما وتحدي الشيطان السافري لربه ثم طلبه بأن يجعله من المنظورين إلى يوم يبعثون فقد أطلق الرب رحمته على بني آدم وجعل لكل منهما منزلا هبط آدم وحواء بأرض الهند ثيما هبط إبليس في ديستميسان بالأرض البابلية قديما ليتحرك إبليس متخذا من الماء المالح قبلة له حتى يضع وينصب عرشه بعيدا عن بني آدم ثم توجه غرب الناحية المحيط الأطلنطي واتخذ من موقع مثلث الشيطان عرشا له بعد أن كون إمبراطوريته من المردة والشياطين من حوله حتى ينطلق من مملكته بالأرض فيما غادر آدم حواء الهند إلى مكة ليضع أولى لبنة بالبيت الحرام وليستقرا هناك قبل أن تنطلق ذريتهما بالأرض وليتخذ مهلايل من العراق مكان هبوط إبليس حصنا له فيزيد الأمر في نفس إبليس من غيرة وحقد ليشن هجوما حادا لاسترداد ما سلبه مهلايل وبن آدم قبل أن يتصد له ويعود إبليس بأديال الخيبة والهزيمة إلى عرشه مرة أخرى حين عاد تلك المرة علم إبليس أن الحرب المباشرة لن تجدي وأن الأمر يكمن في إبعاد ذلك العبد المميز عند ربه بالعقل والحكمة والتعلم عن تلك الثلاث ثم يتجه لإبعاده عن ربه وهذا هو الانتصار الحق حينها قرر إبليس أن يسلب من بني آدم تلك الثلاث فأزال منه العقل بنسيانه للرب وممارسة الفحشة وشرب الخمر وإزالة الحكمة في نسيان وجود الخالق وإيقاف تعلمه حتى يظل يعمل يوما بيومه دون تطور وليظل حبيس تلك المدن التي بناها فجعل من الإنسان آلة تمارس البغاء والجنس وشرب الخمر ونسيان الرب لكن خطته كان ينقصها أمر هام إن كان لابد من إهمال وجود الخالق وإنكاره فليجعل هناك بديلا عنه وهنا كان الدور الأكبر ليجعل هناك آلهة من صنعه لتتعدد الآلهة ويكون لكل فصيلة إله هذا هو الانتصار الحق حينها قرر ضرب معقل البشر مدينة أوروك ومدينة بابل ليجعل من شياطينه آلهة فالإنسان الحديث بالبلدتين لم يرى أي من الشياطين لذا حين يرى أي منهم مدعيا أنه الإله الحق ويطلب تقديسه وإلا نالته منزلة العذاب فسيصدق ما يحدث وستكون اللبنة الأولى بانهيار علاقة هذا العبد المميز وربه كانت الخطة تسير وفق ما أراد جملة وتفصيل قبل أن تقوم نيسون تلك الشيطانة الغبية بمضاجعة ذلك البشري لو جعل تاركين خلفهم جلغامش ابنا ثلثاه شيطان وثلثه بشر دماء الشيطان تجري في عروقه دون أن يعلم هو يظن أنه ابن آلهة السماء لكنه لا يعلم أن ما بين دمائه هي تكونات ذلك المخلوق ذو العداء الأزلي مع البشر ذلك المخلوق السمائي الذي ورث الأرض قبلا قبل أن يصطفى إلى السماء السابعة ليكون عبدا مقربا من الرب ليكون هو الشكور وهو الساجد الدائم قبل أن يأتي هذا المخلوق حديث العهد المسمى بالإنسان ليدمر علاقته مع ربه والآن أصبح جلغامش هو آية في الأرض دماء الشيطان مع الإنسان كانت الأمور تسير على خير ما يرام قبل أن ينقلب ثلثه البشري على ثلثي الشيطان وهو لا يعلم يظن أن ثلثه البشري قد تفوق على ألوهيته لكنه يثبت لإبليس خطأه وأن الرب كان على حق دماء مخلوق من طين تهزم ضعفيها من النار لكن لن يسمح بذلك لن يسمح بأن يهزم من جديد إن أخفقت آلهته على القيام بما عليها فسيدمرهم عن ذكرة أبيهم فكنه الآن قد قرر التصرف منفردا سيرسل ما ريده الأكبر والأشرس ليرسل إليهم خنبابا مدينة أوروك يوم شأنه كشأن أي يوم بأوروك الحديثة عمل وكد مع اهتمام الحاكم العادل بشؤونه هكذا تصور الجميع لكن ما حدث قد جعل اليوم مختلفا عما كان يظنه البعض بدأ الأمر حينما اقتحم أحد سكان شعب أوروك قديما قبل أن يبتعد وينشئ تلك المدينة الصغيرة حول نطاق أوروك وعلى حدود الغابة المحرمة وهي تلك الغابة التي نشأ بها أنكيدو بالأرض وقد سميت بذلك الاسم منذ أن نشأ أنكيدو بها لكن بعد تبدل الحال لم تصبح محرمة بعد أصبحت متاحة لكن ظل الاسم كما هو كان القادم غارقا بدمائه بدأ كما لو تعرض لتعذيبا كبير ليحدث فيه ما حدث تخطى بوابات أوروك ليسقط أمام الجميع تدافع شعب أوروك ليذهب له وقد وصل الأمر إلى جلقامش وأنكيدو الذين هرعا مسرعين إلى مكان سقوط ذلك المواطن الأوركي اندفع جلقامش وخلفه أنكيدو ليريا ما يحدث قبل أن يجد ذلك الشخص ساقطا بين دمائه وهو يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة جلس جلقامش وأنكيدو بجانبه فحاول الشخص التحدث لكن جلقامش أوقفه وهو يطلب ممن يعلم كيفية مدواته أن يأتي ليقوم بواجبه تجهل المواطن طلب جلقامش وتحدث قائلا احذروا لقد غضبت الآلهة وأرسلتكم بابا لقد جاء إلى الأرض وسكن الغابة المحرمة وقام بتدمير كافة المدن الصغيرة وهو في طريقه إلى أورك لتدمير البشر وكل من فيها احذر سيدي جلقامش وأفعل كما فعل جدنا الأكبر مهلاييل أنقذ البشرية قالها قبل أن تسقط رأسه معلنة عن فرق روحه جسده لينظر أنكيدو إلى جلقامش متسائلا لم أفهم من هو خنبابا بدأ الأسى على وجه جلقامش وهو يجيب إنه تجسيد غضب الآلهة يبدو أن الآلهة قد أرسلت بجحيمها إلى الأرض فلنستعد لمعركة بقاء البشرية كان يبدو التوتر على جلقامش بقاعة الحكم فيما ظل أنكيدو صامتا ينظر إليه قبل أن يحاول أنكيدو تهديئته قائلا لماذا هذا التوتر وهذا الأمر لقد اتفقنا مسبقا على أن ما سيحدث لأي مننا سيتصدى الآخر له خنبابا ذلك ما هو إلا مبعوث من السماء مثلي إن كانت الألهة حقا هي من أرسلتها فسنستطيع معنا التصدي له جلس جلقامش ولا يزال التوتر يسري به ويقول أنت لا تعلم خنبابا ذلك إنه عملاق الآلهة أحد حارسي الجحيم الأبدي فأحدهما ثور ضخم أنفاسه من اللهب والآخر هو خنبابا العملاق المعذب لا يقبالا سوى بتنفيذ أحكام الآلهة له وحكم الآلهة بتصفية من على الأرض قد جاء هذا يعني تدمير الجنس البشري بأكمله وإصدار حكمهم بالقيامة الكبرى صمت أنكيد قبل أن يقول ألا ترى مبالغة في ذلك العمر كيف لآلهة أن يكمن بها كل ذلك الشر الآلهة تخلق الكائنات لتصاحبها الرحمة فكيف لها أن تقصو بمثل تلك القسوة لا أعلم ما شأن آلهة الأرض لكن هناك خطأ ما بالأمر صدقني يا جلقامش لكني ابن من أبنائي تلك الآلهة قالها جلقامش قبل أن يقول أنكيدو وابن من أبناء البشر انظر في الأمر وتمعا عندما تغلب جانبك البشري على جانبك الإلهي إن صلح ما بك الجانب للهيبك كان شرا مستطيرا لكني وردت ذات الضعف البشري وردت الشيخوخة والفناء ووردت أيضا طاقة القلب البشري من الحب والعدل والرحمة يا صديقي تلك هي القوة وما تفعله بهؤلاء ثلاث هو ما سيمنحك خلودا حقيقيا الخلود ليس بالأعمار يا صديقي بل بما تفعله صالحا ليبقى قالها أنكيدو فصمتك الجامش قبل أن يقول وما الذي يتوجب علينا فعله الآن وقف أنكيدو قبل أن يتقدم عليه قائلا إن كان هذا المخلوق قد أتى لك وللبشر فهذا يعني أنه قد أتى لي أيضا وإن كنت لم أعلم قبلا لماذا أحضرت قلادة شمش المقدسة وملابس وفأس ديمون الملكية فقد حان الوقت لاستخدامهم لنذهب إلى معقلي خومبابا ولتكن حربا للبقاء لم تكن بالرحلة الشقة بين أوروك وبين الغابة المحرمة كل منهما قد تسلح بما لدى أنكيدو ارتدى قلقامش قلادة شمش متسلحا بها مع قوته الإلهية فيما تسلح أنكيدو ببزة ديمون دون قناعها مع الفأس المقدس اقترب كلاهما من الغابة والظلام يحيط بها وتلك البرودة سرت بجسديهما على الرغم من حرارة الصيف فقد كانت الغابة تختلف عما يحيط بها وقف كلاهما على حدود الغابة ولدهشتهما وجدا ذلك الضباب يسري بين جنباتها لكنه لم يتخط حدودها بدى كما لو كان شيطانا بدى كما لو كان جزءا من تلك الغابة فقط نظر كل منهما للآخر دون أي حديث بينهما كان قلقامش هو المتقدم ليخترق الحاجزة الضبابية للغابة على الرغم من أن المسافة التي تخطها قلقامش لم تتعدى المتر الواحد إلا أنه بمجرد أن تخط تلك الحدود اختفى في الضباب تماما كأن لم يكن كما لو كان قد دابة مع درات ذلك الضباب وعلى الرغم من قوة عنكيدو وما يتسلح به إلا أنه لوهلة شعر بالخوف الممزوج بالقلق بعد اختفاء جلقامش أمامه لذا أسرع بعبور ذلك الحاجز الضبابي ليدلف إلى الغابة سريعا عبر الحاجز قبل أن يسقط أرضا لدهشته كان الأمر مؤلما بحق وبدى الضباب كما لو كان نيران سعرت بجسده لوهلة من خلال عبوره ذلك الحاجز وقف وهو يتحسس جسده ليرى أمامه قلقامش وقد بدى أنه يشعر بذات الشعور ليتحدث عنكيدو قائلا ما الذي يحدث في هذه الغابة؟ لقد كانت موطني الأول بالأرض وأعلم تفاصيلها أكثر من سكان أوروك لم تكن هكذا الغابة المحرمة لم تعد كما عهدتها يا صديقي فالآن أصبحت قطعة من جحيم الآلهة هنا تحرك جلقامش ليتبعه أنكيدو كانت الرؤية شاقة لكن كل منهما يحفظ طريقه بالغابة المحرمة جلقامش لأنه حاكم لأوروك وما بها حتى وإن كان قد حرم قبلا التواجد بعيدا عن أسوار أوروك لكن هذا التحريم لم يكن ليسرية على حاكمها وأنكيدو بحكم أنها الموطن الأول له بعد أن هبط للأرض من كوكبه الأم نيبيرو سارى قليلا قبل أن يسمعها كل منهما صوتا كان الصوت ضعيفا بالبداية دون أن يتبين أي منهما كنهاه وقبل أن يبدأ الصوت بالإزدياد بدأ الصوت أقرب لأنفاس كائن ما يلتقط أنفاسه لكنها ليست بشرية على الإطلاق أنفاس ليست قادمة من كائن أرضي بل من الجحيم وقف كل منهما يستمع دون أن يرى الضباب حال دون رؤية أي منهما لهذا الكائن قبل أن تبدأ الأرض بالإهتزاز أسفلهم لم يعلم أي منهما ما يحدث قبل أن يرياه شبحا لعملاق ممسكا بهراوة ضخمة يركض باتجاههما قبل أن يصحق القامش هم بابا قالها قبل أن يدفع أنكيدو جانبا ليسقط أرضا ويتفاد كل منهما ذلك العملاق المنطلق دون تمييز فيدهس كليهما بقدمه الضخمة والتي تناسب طوله الذي يقارب العشرين مترا وقف أنكيدو وقلقامش ينظران للعملاق الذي توقف عن الركض بعدما تفاداه كلاهما لينظر إليهما قبل أن يعتدل ويبدأ الركض مرة أخرى وهو يطيح ما أمامه بتلك الهروة بيده ويحرق الأشجار بأنفاسه الملتهبة كان خمبابا مخلوقا من الرحيم بحق لهيبه يبعث الموت الأشجار اشتعلت بها النيران وتصاعدت إلى السماء لتضحي الغابة المحرمة من حول أنكيدو وقلقامش قطعة من الجحيم المتقد كان العملاق لا يزال يركض وهو يطيح بما حوله اهتست الأرض أسفل قلقامش وأنكيدو ووقف كلاهما دون أن يعلم ما عليه فعله قبل أن يقول أنكيدو ليس أمام ناسي وثقة بقوة قلادة شمش والفأس المقدسة يا صديقي قالها فأومأ قلقامش برأسه موافقا قبل أن يقول سأستخدم القلادة في إيقاف ذلك المخلوق وأنت سيكون عليك إنهاؤه وفقه أنكيدو ليصيح قلقامش بشدة قائلا أطلق العنان لفأسك المقدسة قالها قبل أن يستخدم قلادة شمش التي يرتديها في يده ليتحكم في حركة ذلك العملاق لتضيء القلادة بشدة مطلقة ما بها من قوة فيتوقف العملاق ككتلة صخرية مكانه قبل أن يستغل أنكيدو ما أحدثه قلقامش ويضرب الأرض بفأسه وينطلق بتلك القفزة التي تقارب العشرين مترا ثم يطلقها بعنق خمبابا لتفصل عنقه عن رأسه توقف خمبابا وعنقه تهوي لتسقط أرضا أمامهما قبل أن يسقط جسده وتنزف عنقه سائلا أصفرا حارقا أشبه بالحمام المنتهبة كدمائه ابتعد كل من جلقامش وأنكيدو جانبا لتفادي تلك الحمام وهما ينظران إليها وقد أحرقت كل ما بطريقها فسقطا أرضا وهما ينظران لنهر اللهيب ذلك ويستعد كل منهما أنفاسه بعدما أجهزا على مخلوق الآلهة بعرش إبليس المائي كان إبليس يراقب ما يحدث عبر نبع الماء الخاص به أمام عرشه ذلك النبع الذي كان وسيلته لمعرفة ما يدور بذلك العالم الخارجي بعدما قرر أن يبقى بمملكته وأن يترك أمر الإنسان ذاك لجنوده كان يراقب وهو يعلم أن ما حدث هو نتيجة مؤكدة قبلا توقعها أجهز كل من جلقامش وأنكيدو على مخلوقه الأكبر خنبابا كان مخلوقا قويا بحق حارس جحيم الشيطان ذاته لكنه كان بلا عقل مجرد جسد قويا دون عقل يتحكم فيه قوة بطشة دون من يوجهها هو يعلم سلفا أنه سيعجز عن الإتيان بهما لكن كل منهما لم يرى ما يكنه لهما ما حدث هو فقط اختبار صغير منه ليرى مقدار قوتهما وقد كان على حق لقد استغلقهم بابا لإنهاكهما قبل أن يرسل مبعوثه الآخر لينهي عليهما نظر ماليا قبل أن يصيح بشدة أنو اتجه أنو سريعا إلى عرش إبليس ليسجد أسفله قبل أن يقول إبليس لقد أنهى جلقامش وأنكيده على خوم بابا كما توقعت وإن كان حرس جحيم الشيطان لم يفلح فيما أوكلت إليه إذن ليأتي دور عستار إن أخرجت أنثى آدم قبلا من الجنة فلتخرج عشتار جلقامش من جنة الآلهة قالها قبل أن يعاود النظر في نبعه المائي صار الصديقاني أنهيا ما ظنى أنه مستحيل بدقائق معدودة بتعاونهما قرر أن يعودا إلى أوروك للاحتفال بانتصارهما الذي أنقذ الإنسانية مجددا انتصار دون أي خسائر من جنبهما صارا بطريق العودة بعد أن اختفى الضباب مع مقتل خنبابا وقبل أن تبدأ الأمطار بالهطول لتخمد حرائق الغابة المحرمة بدأ أن كل ذلك كان مرتبطا بوجود خنبابا بتلك الغابة وأنه اختفى بعد مقتله كان يسير كل منهما بطريق العودة لتظهر حدود الغابة أمامهما قبل أن يتوقف جلقامش كان يشعر بأن هناك من يراقبهما لم يعلم أن كادو لما توقف جلقامش فنظر إليه متسائلا لما توقفت التفت حوله جلقامش ليحاول أن يتبين إن كان ما يشعر به حقيقيا أم أن حدسه يكذب فقط ابتسم جلقامش قبل أن يقول لا عليك كنت أظن أن هناك من يراقبنا فقط لكن حدسي كان خاطئا في هذا الأمر قالها قبل أن يعود السيرة ليستمع كلاهما إلى صوت أنثويا يقول لم يخطئ حدسك من قبل يا جلقامش توقف جلقامش لينظر إلى صاحبة ذلك الصوت فيما بدأ أن أن كادو لم يسمع شيئا ليجد جلقامش عشتار إلهة الحب والجنس مقبلة نحوه هو عشتار إلهة الأنوثة والجمال إنها أيقونة الجمال بالسماء والأرض لم تخلق الألهة من في مثل جمالها من قبل حتى أضحت رمزا وإلها للجمال يتشدق الجميع لرؤية تماثيلها بمعابدها يمتعون أنظارهم بها هذا الجمال أمامه الآن تأتي أمامه عارية تماما كان الأمر عجيبا عشتار قد أتت من السماء إلى الأرض لما فلم يحدث هذا قبلا توقفت عشتار أمام جلقامش كان جلقامش ينظر إليها وقد تصاعدت شهوته لقد نال أطيب النساء بالأرض لكنه لم ينل ما يقارب عشتار قبلا حتى الآلهات بالسماء كانوا يتصابقون لنيل نظرة منها لكنها كانت تتمنع هي من تختار من تريد وليس سواها توقفت عارية على مقربة منه قبل أن تمد يدها لتتحسس شعره تماسك جلقامش ولم يتحدث فيما نظر إليه أنكيدو كان مندهشا مما يحدث لجلقامش الذي توقف فجأة كما لو كان تمثالا صلبا ليقترب أنكيدو وهو يقول جلقامش ألا أنت بخير؟ لم يجب جلقامش كان بعالم آخر وهو يرى عشتار أمامه كانت تتلاعب به وجسدها العاري يتلألأ أمامه كقطعة من لؤلؤ على ضوء القمر كانت عشتار تبتسم وهي ترى مدى تأثيرها عليه قبل أن تتحدث وأنفاسها تلفح وجهه فتزيده إثارة إلى أين يا بطل الآلهة؟ ألم تكتفي من الحياة الأرضية تلك؟ ألا تريدني؟ ألا تشتهيني؟ تحدث جلقامش وهو يحاول أن يبدو متماسكا لكن صدر صوته مهزوما من أنا لتريدني الآلهة عشتار برفقتها؟ أنا فقط ثلثي إله وثلثي بشري ابتسمت عشتار وهي تدور حوله ولا تزال يدها تتلاعب برأسه لتقول هذا الأمر مصدر قوتك لقد نلت ما يكفي من آلهة السماء لما لا يكون نصيب شخص يجمع ما بين قوة الآلهة وقوة البشر؟ أنت مميز يا جلقامش وأنا أريدك تسأل جلقامش بدهشة تريدينني أنا؟ وقف أن كاد ينظر بقلق صديقه يحدث نفسه أمامه ما الذي يحدث؟ في مكانة عشتار تحتضن جلقامش وتتحسس جسده وهي تقول أجل أريدك أنت أريد أن أكون معا بجنة الخد ألا تريد أن تكون إله خالدا معي يا جلقامش؟ بش وجه جلقامش وهو يجيب أجل بالطبع جودك معي يغنيني عن الدنيا وما فيها ابتسمت عشتار لتقبل أخده الأيسر وقلقامش على مشارف أن يفقد تمالكه قبل أن تقول بدلال لكن هناك دائما ثمن لكل شيء كل لك أشير إلي بما تريدين وسأفعل قالها فابتسمت لتبتعد عن أحضانه قبل أن تنظر لأنكيد قائلا هذا إله الشر بالسماء لا تصدق ما أخبرك به إنه الشيطان ذاته وعدوك الأكبر لقد أغواك ليبعدك عنه نحن أسرتك وآلهتك قبل أن يتحكم بك ليتخلص منك بالنهاية ويأتي على البقية البقية من البشرية أنذاك لا تصدق ما أخبرك أنه يساندك بصدق قف بجانب أسرتك وبشريتك أجهز عليه وأقتل ردد قلقامش الكلمة دون أن يدري وهو يتحسس السيف الصغير الموجود بغمده أقتله همست عشتار بأذنه بدلال قائلة أقتله تنلني أنا هنا أنتظرك أخرج قلقامش سيفه من غمده وهو يتقدم خطوة ناحية أنكيدو الذي توقف وهو لا يدري إلى ما يرمي قلقامش من ذلك فيما صار قلقامش بخطوة أخرى بطيئة وبدأك المسحور في حين ظلت عشتار تقول من خلفه أقتله لتعود إلى سابق عهدك أقتله لتعود إلى ما كنت عليه أيها الإله الخال حينها توقف قلقامش ما قالته صحيح أقتل أنكيدو لأعود ذلك الحاكم الطاغية أقتل أنكيدو لأعود دون رجد أو هداية أقتل أنكيدو لأخسر شعبي مجددا استدار قلقامش قبل أن يطعن سيفه بجسد عشتار وهو يقول معك حق إن قتلته سأعود إلى سابق عهدي لكني أرفض ذلك وقفت عشتار والسيف بجسدها لم تكن تشعر بألم ذلك السيف البشري لم يكن ليخدشها على أي حال لكنه قتل كبرياءها كمرأة عشتار من يتمناها من الآلهة الأخرى يرفضها مخلوق ثلثاه إله وثلثه بشري لم تعلم عشتار ما تستطيع أن تفعله بينما نظر لها دي القامش مبتسما والسيف لا يزال بجسدها يشعر بأنه قد أزال سحر وتملك الآلهة منه لقد أصبح حرا كان اختبارا صعبا بحق لكنه تجاوزه والآن نال حريته وتحديد مصيره بالكامل كان كل هذا يدور فيما وقف عن كيدو ينظر أمامه للسيف المعلق في الهواء عشتار لم تظهر له فبدى السيف معلقا دون جسد أمامه فيما تجاوزت عشتار صدمتها أخيرا وهي تقول بصوت غليظ وبوجه غاضب حمل الجحيم بأكمله إلى قلقامش لن تهنأ أيها الحقير لقد أصدرت حكمك على أرقب الكامل مهد البشرية إلى زوال الآن الثور المقدس جوغلانا أرسله أبي أنو إلى عروك ليبيدها عن بكرة أبيها ستكون وحيدا يا جلجامش لتنال عذاب الدنيا وعذاب الوحدة فيما سأنتظرك أعيدك بأن عذاب لك سيكون ممتعا بحق قالتها وهي تضحك ليهتز المكان من حول قلقامش وأنكيدو وهي تدور بشدة صانعة إعصارا صغيرا قبل أن تتلاشى نهائيا تركة قلقامش الذي أسرع إلى أنكيدو الذي تسأل بدوره ماذا كان بك يا قلقامش؟ ماذا حدث؟ لم يجب قلقامش وهو يركض خارج الغابة المحرمة لينظر من بعيد إلى أوروك التي بدأت ألسنة اللهب تسري بسمائها ليقول أوروك إنها النهاية قالها لينظر أنكيدو إلى ما يحدث قبل أن يركض كلهما باتجاه أوروك وصل قلقامش عن كيدو لياريا ما حل ببلدتهما أوروك كانت النيران قد التهمت الكثير والكثير من البلدة القتل بكل مكان ومن ظل حيا يهرع للاختباء الدمار قد حل بأوروك وانتقام عشتار كان جهزا نظر الإثنان لذلك الثور الضخم الذي تسبب في كل ذلك كان يركض مدمرا كل ما يعترضه برأسه ينفث النيران بمنخاريه ويطلق خوارا تهتز له البنايات فيما تتدمر أخرى كانت المفاجأة كبيرة الدمار شديد وقف قلقامش ليرى حياته تتداعى بسبب آلهته وعائلته القديمة فيما تحرك عن كيدو سريعا ممسكا بفأسه ليركض قبل أن يقفز في الهواء ليهبط بفأسه على جسد ذلك الثور أطلق الثور صيحة ألم كبرى قبل أن يقف ليشتعل جسده فجأة بالنيران نيران قد خلق منها ذلك الثور ليسرع عن كيدو بالسقوط من أعلى الثور ليهبط إلى الأرض أمام ذلك الثور الذي ظل ينظر له والجسده مشتعل بالكامل قبل أن يركض سريعا وهو يطلق النيران من منخاره في محاولة للنيل من أن كيدو الذي تحرك سريعا متفاضيا نيران ذلك الثور قبل أن يقفز مرة أخرى كانت قفزته هائلة تلك المرة تخطط حاجز المئة من الأمتار ليرتقي بجانب القمر قبل أن يصرخ مستجمعا قوة الفأس المقدسة والتي استمدت قوتها من السماء تلك المرة بالبرق الذي ضربها قبل أن يهبط عن كيدو بفأسه على رأس الثور ولا يزال البرق يضرب الفأس بشدة لينال من الثور هو الآخر قبل أن يسقط سريعا على الفور هبط عن كيدو وهو يتفحص الثور ليتأكد من مفارقاته الحياة قبل أن يتوجه إلى جلجامش الذي وقف ساكنا حابسا تلك الدموع التي تحاول الفرار من عينيه قبل أن يربط أن كيدو على كتفه ليقول جلجامش أنا من تسبب بكل ما حدث أنا من عاندت الآلهة وأنا من كنت معها بالبداية عقاب الآلهة دي كان شديدا ولم يكن لي كان عقابي بأهلي وأهلي أوروك زفر أن كيدو قبل أن يقول لا تقول ذلك وجودك بصف الحق بجانب شعبك هو الحق صدقني تلك ليست آلهة حق سيكشف لك المستقبل عن تلك المخلوقات ولا تيأس أنا هنا بجانبك سنعيد بناء أوروك من جديد وستعود كسابق عهدها نظر جلجامش له متسائلا أتعتقد أنه من الممكن إعادة الأمور إلى ما كانت عليه ابتعد أن كيدو عنه لينظر إلى أوروك وما حل بها من دمار قبل أن يقول دون أن ينظر إلى جلجامش لا أعتقد ذلك صمت قبل أن ينظر له مبتسما بل إني واثق من ذلك بعرش إبليس المائي كان الغضب هو الشعور الذي تمكن من إبليس بعدما أنقذ أنكيدو أوروك وأعاد بناءها هو و جلجامش و كأن شيئا لم يحدث بل قد أصبحت أوروك أفضل مما كانت عليه كاد أن يجن كيف لمخلوق أن يتحدأه لا يعلم من أين أتى هذا الأمكيدو إنه ليس بشريا فلما يساعد البشر لقد كان ما يخطط له يسير وفق ما يريد قبل أن يظهر ذلك المخلوق ليحدث الفارقة و يساعد العدو الأزلي له الإنسان لكنه لن يظل هكذا إن كان أنكيدو هو مصدر قوة البشر و جلجامش فعليه أن يسلبه منهم صاح إبليس بأعلى صوته أنو هرع أنو ليركع تحت عرش إبليس دون أن يتحدث ليقول إبليس جملة واحدة له اقتل عن كيدو عادت أوروك لسابق عهدها و عادت جلجامش ملكا عادلا أكثر قربا من شعبه من أي وقت مضى في حين أن أنكيدو كان أحيانا يشتاق إلى كوكبه الأم كوكب نيبيرو لكنه لم يكن يعلم هل استطاع أن يتجاوز أزمته تلك أم أن الأزمة عصفت به دون رجعة كان أنكيدو يتردد بين الحين والآخر إلى تلك الغابة المحرمة يشتاق إلى تلك المرة الأولى التي هبط فيها إلى الأرض أحيانا كان يشاركه في خلوته جلجامش وأحيانا أخرى يستغل وانشغال جلجامش بعامة الشعب ليتردد بمفرده إلى موطنه الأول بالأرض اليوم كان صباحا مشمسا كأي صباحا آخر لكنه كان مختلفا اليوم هو ما خصصه جلجامش للتفاعل مع شعبه وتلبية ما يحتاجونه حينها كان يجتمع جلجامش بأفراد شعبه ليتناقش حول ما تحتاجه أوروك لكن احتياج أنكيدو كان أمرا آخر لقد اشتاق لنيبيرو حقا يريد أن يختلي بنفسه قليلا بالغابة المحرمة يستدعي تلك الذكريات حينما كانت الحيوانات أصدقائه والوحدة مرافقته الوحيدة خرج أنكيدو من بوابات أوروك سأله أحد الحراس إن كان يرغب بأن يرافقه إلى جهته المقصودة سؤال اعتيادي يعلم الجميع إجابته من أنكيدو لا يا صديقي ابقى حيث أنت ولا تنشغل بعمري كان الجميع قد اعتاد من أنكيدو على تلك الإجابة صار أنكيدو إلى أن وصل إلى الغابة المحرمة قبل أن يدلف إليها ويجتازها إلى حيث موضع حياته الأول حينها رأى تلك الحيوانات تنظر إليه لا يعلم إن كانوا لا يزالون يتذكرونه أم أنهم قد نسوا أمره جلس في موضعه القديم فتلاشاه الجميع خوفا منه أيقن أنهم قد نسوا أمره إلا تلك الحية التي ظلت بجانبه نظر إلى الحية مكتسما قبل أن يهبط إليها ليدعبها لم يكن حينها يتوقع تلك اللدغة المباغتة منها لدغة صغيرة لكنها مؤلمة تألم وهو يمسك بموضع اللدغة قبل أن يسمع حفيف أوراق الشجر من خلفه لينظر فيجد أنه الإله الشيطان يقترب منه مبتسما وهو يقول كنت أعلم أنك ضعيف برغم كل شيء أرى أنك تشترك مع الجنس البشري بنقاط الضعف الخاصة بهم على العكس من جلجامش ابننا المجيد يكتسب نقاط القوة من كل الطرفين لأنه لا يتميز بالخلود سمت أنكيدو وهو ينظر لأنو الذي أكمل جميعنا نعلم أنك السبب فيما حدث أنت السبب ليصلك الجامش إلى ما هو عليه الآن إنه حقا عمل بطولي لكنه لا يرق لنا لذا قررنا أن ننهي حياتك حينها ستكون عودة الإبن الضال لنا أمرا وقعيا بدى التعب يحل على أنكيدو قبل أن يستطرد أنو حياتك في حكم المنتهية يا صديقي لدغة ذلك الثعبان حملت لك سما توازي قوته ألف ثعبان أرضي مهما كنت قويا أو ذا جلد فلن تتحمله سعت بلقائك يا صغيري قالها أنو ضحكا قبل أن يبتعد تاريكان خلفه أنكيدو الذي بدأ يشعر بالدوار لكنه تماسك وهو يقف ليستند إلى الشجر بجانبه قبل أن يبدأ بالسير متجها إلى أوروك كان يعلم أن حياته قد انتهت لن ينقذه أحد لكنه كان يضع جلقامش نصب عينيه يريد أن يحدثه قبل أن يفارق الحياة لا يريد أن يعود جلقامش إلى سابق عهده تلك ليست آلهة إنها شياطين لن تكون ناصفة له كما أن الخطر قد ازداد بتملك جلقامش لقلادة الشمش وبزة الديمون والفأس المقدسة سار وهو يغالب الشعور بالدوار يعلم أنه سيموت بأي وقت لكنه يتمنى فقط أن يصل إلى أوروك قبل أن يلقي حتفه لم يكن يعلم هذ سينصفه القدر فيما أراد أمله بمدينة أوروك كان جلقامش يقف على بوابات أوروك والقلق يعتريه كان قلقا على تأخر صديقه أنكيدو بالعودة وهو يعلم أنه يرغب أحيانا بالاختلاء بنفسه لكنه لم يتأخر كل هذا الوقت قبلا لم يكد يفكر في الأمر حتى ظهر أنكيدو من بعيد حينها شعر جلقامش بالسعادة عندما رأىه رؤيته له طمأنت لكنه لم يلبث إلا أن عوده القلق مرة أخرى حينما رأى أنكيدو يسقط أرضا أمامه ليصيح إلى رجاله ليحضروه إلى أوروك أسرع رجال جلقامش لإحضار أنكيدو قبل أن يعود به محمولا من قبلهم إلى أوروك ليهرع جلقامش إليه لم يكن أنكيدو على ما يرام هكذا شعر جلقامش ذلك العرق البارد والإعياء الذي ظهر جليا عليه يشير إلى أمر ما حاول جلقامش أن يجعله يستفيق برفق قبل أن يفتح أنكيدو عينيه بوهن وهو يبتسم قائلا جلقامش حقا أني ساعد برؤيتك الآن أكثر من أي وقت مضى بدأ القلق على وجه جلقامش وهو يسأله أنكيدو ماذا حل بك يا صديقي سعل أنكيدو قبل أن يقول آلهتك لقد نالت مني قامت بقتلي حتى تعود إليها لقد قومت الموت لأعود إليك لا تدعهم ينتصرون لا تعود إلى سابق عهدك يا جلقامش تلفح بقلوب شعبك حماية منهم بدأت الدموع تهبط من عيني جلقامش قبل أن يقول لا تفارقني يا أنكيدو لن أستطيع العيش بدونك عاود أنكيدو الابتسام وهو يقول بل ستستطيع جميع أفراد شعبك أنكيدو يا صديقي سأظل معك وسأظل بجانبك احفظ ما أوصيتك إياه لا تعود إلى ما كنت عليه واحفظ أمانتي لك الفأس المقدسة قلادة شمش البزة الخاتم والقلادة ستحتاجهم الأرض عما قريب لن تفارقني ستعيشوا يا أنكيدو ستظلوا على قيد الحياة قالها جلقامش فاستطرد أنكيدو وهو يسعل كل منا سيعود إلى السماء ذات يوم لكل منا عمره الذي سينتهي وأنا أؤمن بذلك حتى أنت من تجري بك دماء الآلهة ستعود إلى السماء لقد جاءت لحظتي وأنا متقبل هذا الأمر بعدما نجحت بمهمتي عليك أنت أن تنجح في مهمتك أوقف آلهتك يا جلقامش بعملك الصالح مع شعبك قالها قبل أن تسقط رأسه معلنة عن فراق روحه الجسد قبل أن يحتضن جلقامش رأسه باكيا وهو يقول أعيدك يا صديقي أعيدك بذلك عام قد مر على أوروك أوروك تلك المدينة التي كانت شهدة على حرب البشر مع الآلهة على الرسول المبتعث من السماء أنكيدو والذي أنضحكاته بالأرض بتلك المدينة قبل أن يدفن بها منذ ذلك الحين وقد تغير جلقامش ترك مدينته لوزيره وأصبح ليبرح مقام غرفته إلا قليلا زهد جلقامش الحياة الدنيوية وتمنى لو أنه قد فارق الحياة مع صديقه أنكيدو طيلة هذا العام كان لا يفكر جلقامش سوى بالانتقام فقط الانتقام ممن سلب صديقه منه تلك الآلهة المزعومة التي بدأ يتشكك في وجودها حتى ما كان يؤرقه أنه يريد أن يتخلص من نقطة ضعفه تلك يريد أن يبحث عن الخلود ليضاهيهم قوة لقد توعد بالانتقام منهم جميعا لكنه لن يستطيع القيام بذلك طالما كان مصيره الفناء ظل يبحث ويقرأ عن أخبار الآخرين ظل يحاول إيجاد أحد قد توصل إلى سر الخلود الأبدي اعتزل الناس واعتكف كان فقط يجتمع بأفراد شعبه في اليوم المخصص لهم حتى يلبي احتياجاتهم ويبحث شكواهم أما دون ذلك فيظل معتكفا يبحث عن سر الخلود لم يصل إلى نتيجة بدأ حينها يستغل أمر اجتماعه بشعبه ليسألهم التبادلات التجارية بالخارج بالتأكيد قد تورد أخبارا لم يسمع عنها لكن نتيجة الدائمة كانت لا وجود لسر يجلب الخلود بدأ اليأس يدب بأوصاله كالشايب قل سؤاله عن الأمر شيئا فشيئة إلى أن جاء ذلك اليوم جاءه أحد حراسه يخبره أن تاجرا من المدينة قد عاد لتوه من رحلة دجارية يرغب في مقابلته لم يبدو على وجه جلقامش أي شيئا قبل أن يسأل حارسه ألم يعلم أن يوم الشعب ما زال بعد ثلاثة أيام من الآن؟ أجاب الحارس أخبرته بهذا يا سيدي لكنه يرغب في رؤيتك لأمر بعيد عن يوم الشعب يقول إن لديه ما تبحث عنه نظر جلقامش لحارسه قبل أن يقول اذهبوا أخبره بقدوم له ذهب الحارس على الفور فيما أن خفق قلب جلقامش هل يمكن أن يكون هذا التاجر يحمل أخباراً ينتظرها منذ أمداً بعيد؟ لم تكت تمر الدقائق حتى كان جلقامش يلحق بحارسه لقاعة الحكم ليجد ذلك الشخص الواقف يتأمل ما حوله قبل أن يتجه بلهفة إلى جلقامش الذي ابتسم وهو يصفحه قائلاً بداية نشكر الآلهة على عودتك سالماً من رحلتك بالخارج أخبرني الحارس أنك ترغب في رؤيتي ها أنا ذا يا صديقي أخبرني عن شكواك أو ما تريد ابتسم التاجر قبل أن يقول أشكرك سيدي الحاكم على رعياتك لي ولأسرتي ولجموع شعب أوروك أنا لا أرغب بشيء على الإطلاق فما تقوم به لشعبك دون تمييز يكفيني ولا شك ولي لكني جئت إليك بأخبار قد تسرك صمت جلقامش لكن الشغف قد بدى بعينيه فأكمل التاجر لقد علمت مما سمعت أنك تبحث منذ أمداً بعيد عن سر الخلود الأبدي ولم تصل إلى شيء عنه ما جئت لك به هو أنني قد توصلت لأخبار عن ذلك السر بدت اللهفة على وجه جلقامش الذي تساءل حقاً؟ ما هي تلك الأخبار؟ أجاب التاجر هناك شخص بأقصى البلاد شمالاً على مسافة سبعة أشهر كاملة لديه كل الأخبار عن هذا الأمر يقول الكثيرون أنه توصل إلى سر الخلود وأنه يعلم وحده فقط كيفية قتل الموت ليتقارب الإنسان مع الآلهة يعيش بمفرده هو وزوجته مع عدد صغير من أفراد قام بإنقاذهم من فيضان هائل كان ناتجاً عن غضب الآلهة بعدما توصل إلى سر الخلود يقول البعض إنه يدعو إلى دين جديد وإله جديد لكنه ليس بالأمر الهم لقد بدأ عالمه الجديد مع أفراد قبيلته بعدما قضى الطوفان على معظم بني البشر هناك صمت جلجامش قبل أن يتساءل لم أسمع قبلاً عن بني بشر يسكنون بعيداً عن أوروك أو بابل تلك المرة الأولى التي أعلم أن هناك بشر دوننا العالم لديه الكثير والكثير السيد جلجامش العالم ليس أسوار أوروك أو بابل فقط هناك بشر ومخلوقات دوننا نحن فقط من قيد نطاق الحياة على مدينتنا تذكر جلجامش حينها صديقه أنكيدو القادم من مكان آخر بالسماء قبل أن يبتسم قائلاً لديك كل الحق إن كانت السماء تعز بأسرارها التي لا نعلمها فما بالك بعالمنا نحن أشكرك يا صديقي على أخبارك القيمة تلك ابتسم التاجر قبل أن يصافحه مجدداً وهو يقول لا أرمي إلى شكر أو عرفان المولاي جلجامش كل ما أرغب به نحن وسكان أوروك أن نجدك إلها تضهي أليهات السماء بجانب كونك حاكماً عادلاً أنت رمز لأوروك وستظل هكذا دائماً قالها قبل أن يغادر ليتجه جلجامش إلى غرفته عازماً على رحلة إلى أقصى شمال الأرض اتجه إلى أحد جوانب غرفته ليفتح الصندوقاً بجانب أحد أركانها قبل أن يخرج كنزه وما تركه له صديقه الوحيد قلادة شمش وبزة ديمون والفأس المقدسة ثلاثة أشهر كاملة ثلاثة أشهر من سبعة مرة لم يدرق الجامش كم بلدة زارها وكم من أناس قد رأاهم تبدد اعتقاده بأن بلدتي أوروك وبابل هما معقل البشر رأى بشراً باختلاف الأجناس والألوان علم أن الجنس البشري قد تواجد بشتى بقاع الأرض ولم يكن في أوروك أو بابل فقط مر ببلدان حكامها طغات وقف بجانب شعوبهم حاول أن يعيد حكامها من ضلالهم عاد من عاد واستمر من استمر بتغيانه حينها وقف قائداً لثورة الشعب إلى أن أزالهم لتحكم الشعوب من جديد وتختار الأصلحة لقيادة بلدانها لم تتركه الآلهة يعبث دون أن تحاول إيقافه أرسلت له العديد من مخلوقاتها كانت البداية بـ مينو تور ذلك الكائن نصف الثور ونصف البشر كان محارباً صلداً استباح الخراب بجزيرة المينو قبل مجيء جلقامش الذي وصل إلى الجزيرة ليجد بأهلها صغار العدد الحزن والغم تسأل حينها جلقامش عن السبب في ذلك أخبره البعض أن ذلك يعود إلى مينو تور ذلك المخلوق نصف البشري ونصف الثور الناتج عن زواج ثور أبيض أرسلته الآلهة كتضحية إلى مينوس ملك البلدة من قبل بوسيدون الإله فأحبته باسيفاي زوجة مينوس ومرست الحب معه فكان طفلهما مينوتور البداية جاءت بعد اعتلاء مينوس للعرش في كريت كان يناضل مع إخوته لفرض سلطته على البلد ومن أجل تحقيق هدفه صلى لبوسيدون فنظر له أضحية تتمثل في ثور أبيض كبياض الثلج حالما يوافق بوسيدون على تحقيق رغبة مينوس وعندما تحقق لمينوس ما تمنه كان عليه أن يضحي بالثور الأبيض على شرف بوسيدون لكنه قرر الاحتفاظ به إذراقه جماله فكان على مينوس أن يتحمل العقاب لعدم إفائه بوعده لبوسيدون فجعلت إلهة الحب أفروديت من زوجته باسيفاي وقاعة بشكل جنوني في حب ثور من البحر وهو الثور الكريتية فطلبت باسيفاي من مهندسها البارع ديديا لوس أن يصنع لها نموذجا لبقرة من الخشب مجوفة من الداخل لكي يتم لها ما رغبت به وتتزوج تضاجع الثور الأبيض الذي أحبته ونتج عن هذا الإقتران مينوتور الوحش الأسطوري الذي قامت باسيفاي برعايته خلال فترة طفولته وسرعان ما نمى مينوتور وأصبح مفترسا وكان أمرا غير عاديا أن يجمع بين الإنسان والوحش كما لم يكن لغذائه مصدر طبيعي إذ كان يفترس البشر ويأكل لحومهم ليسد جوعه حصل الملك مينوس على المشورة من الوحي أوراكال عند معبدي دالفي وهي تتمثل في بناء متاهة عملاقة لتكون مسكنا لمينوتور فقام ديدلالوس ببنائها بالقرب من قصر مينوس في مدينة كونوسوس وتم احتجاز مينوتور في هذا المكان ليركض بين ممراته عاجزا عن الخروج وصارت هذه المتاهة من أهم معالم جزيرة كريت بدأت المأساة عندما فاز ابن الملك مينوس ببطولة الألعاب الأولمبية التي تقام دائما في أثنا فحصل على الكثير من الهدايا والجوائز مما جعل ابن ملك أثنا يستشيط حقدا وغضبا فقام بإرسال بعض قطاع الطرق لكي يهاجم ابن ملك كريت ويمزقه إربا وكانت هذه الجريمة كافية لكي يثور ملك كريت الذي علم ما حدث لابنه بالتفصيل فقام بتجهيز جيش جرار وزحف به نحو أثنا وقام بذبح الكثير من الأثنيين بل ولم يكتفي بهذا القدر فقام بحصار المدينة ليجبر جميع أهلها على الاستسلام وقد كان هذا الحصار مرهقا بالنسبة لأهل أثنا فقد شح عنهم الماء ونفد الطعام لفترة طويلة فما كان من إيغوس ملك أثنا إلى أن أرسل إلى مينوس ليعرض عليه الصلح لكن الأب الملكوم رفض الصلح وقال إن أثنا كلها لا تعوضه عن ابنه ومع ذلك قبل الصلح على أن يعود إلى كريت ومعه سبعة فتيان أقوية وسبع فتيات عذارة ليلقي بهم إلى مينوتور فلم يجد ملك أثنا إلا أن يوافق على هذا العرض الذي كان يتكرر كل عام على أن ينظر الشعب ما يحدث لهؤلاء الفتية والذي دائما ما يكون بقتل الفتيان والفتيات ويقتات على أجسامهم مينوتور طيلة العام كان جلجامش يعلم أن ما يتوجب عليه فعله وهو محاربة ذلك مينوتور ليوقف ذلك الدمار الحادث فطلب أن يكون هو الملقى القادم للمينوتور وعلى الرغم من أن العام لم يكن قد مر لكن تقبل الجميع ذلك شخص يقبل أن يكون طعاماً للوحش المدلل للملك قبل أن يلقى في المتاهة مواجهاً مصيره أمام شعب كريت ألقى جلجامش ممسكاً بفأسه ومتسلحاً بقلادة شامش وملابس ديمون ليسمع خواراً قادماً دون أن يعلم مكانه كان الخوار يتصاعد كل فترة حتى رأى أمامه ذلك الثورة نصف البشري ينقض عليه سريعاً انتظر جلجامش دون أن يتحرك ومينوتور يتقدم إليه بل وإنه ترك فأسه جانباً ظن الجميع أن جلجامش مجنون أو أنه بائس لا يرغب بالحياة ففي البداية يطلب أن يلقى أمام ذلك المينوتور والآن يقف على استعداد لأن يلقى حتفه دون حراك حتى فأسه قد تركها تسقط من يده أقبل مينوتور والملك يشهد ما يحدث باستمتاع قبل أن يفاجئ جلجامش الجميع بتلك القفزة التي تفاد بها مينوتور قفزة عالية قبل أن يسقط ليستقر أعلى رأس مينوتور قبل أن يمسك بقرنيه ليبدأ القتال معه كان عصر المفاجأة من نصيب مينوتور الذي شلت حركته تماما قبل أن يمسك جلجامش وقرينه بقوة ويحرك رأسه بشدة جهة اليسار لتبدأ قلادة شمش في الإضاءة بشدة لتتعظم قوة جلجامش قبل أن يكسر رقبته لينطفض مينوتور قبل أن يسقط صريعا أسفل قدميه لم يصدق الملك ما يراه قبل أن يمسك جلجامش فأسه ليصيح بأعلى صوته ليتبعه الشعب الذي بدأ في مهاجمة الحارس بشدة وتبدأ كريت بالثورة التي لم تكت تمر ساعات حتى سقط ملك كريت أسيرا بين أيدي شعبه قبل أن يقدم للمحاكمة حينها شعر جلجامش بأنه أنهى ما جاء إليه بكريت ليتجه إلى أثناء قبل أن يسمع هناك الكثير عن ميدوسا الشيطان الثانية المبعوثة من الآلهة لإيقاف تقدمه معرفه عن ميدوسا تلك أنها كانت في البدء بنتا جميلة غير أنها مارست الجنسة مع بوسيدون الإله في معبد أثناء وهذا ما جعل أثناء تغضب فحولتها إلى امرأة بشعة المظهر كما حولت شعرها إلى ثعابين وكان كل من ينظر إلى عينيها يتحول إلى حجر وميدوسا وميدوسا هي بنت بورسيوس إله البحر ابن الجبارين غاية وبونتوس وسيتو وحش البحر أخته وزوجته فيما بعد وكان لها أختها سيتيو وأيوريال كانت ثلاثة أخوات يعيشنا فيما وراء حفة العالم حيث الشمس والقمر لا يصلانهم وكان يطلق عليهن غورغونز بمعنى المرعبات في البدء كانت الأخوات الثلاث شديدات الجمال وكنا كهنات في معبد أثناء ولكن بعد أن مارست ميدوسا الجنسة مع بوسيدون غضبت وحولتهن إلى وحش قيل أن أثناء تركت ميدوسا بوجه الطبيعي دون قناع الغورغونات المرعب لتتمكن من إغواء الرجال وتحويلهم إلى أحجار علم أن الكثير من رجال أثناء قد تحولوا إلى أحجار وأن الجميع يخشى الذهاب إلى معبد بوسيدون لذا عزم بأن يتجه إلى هناك متحصنا بقلادة شمش وفأسه المقدسة وبزة ديمون تلك المرة قرر أن يضع قناع ديمون ويعرف أنه سيحميه مما سيراه يعلم أنه إن أغوته لينظر إلى وجهها ونظر إليه وإلى ثعابين الوجه سيتحول إلى كتلة حجارة على الفور لكنه اتخذ ما يحصنه ضد هذا ليذهب إلى هناك ذهب جلغامش إلى معبد بوسيدون ذلك المعبد الذي كان يعج قديما بالمرتدين له لكنه أصبح معجوزا بعدما سكنته ميدوسا تحرك جلغامش بالمعبد المظلم بروية وهو ينتظر رؤية ميدوسا لكنه لم يجد شيئا تقدم وهو يمسك بالفأس المقدسة بين يديه ليسمع صوتا أنثويا يتغنى باسمه جلغامش جلغامش تحرك جلغامش متقدما ناحية الصوت لينظر أمامه ليجد تلك الأنثى الحسناء جالسة على عرش أشبه بعرش الشيطان وتلك الأفاعي تتحرك على رأسها تنظر إليه بدلال ومفاتن جسدها التي أطلقتها تجذبه للنظر إليها دون أن يشعر على الرغم من القناع والقلادة اللذين احتمى بهما جلغامش إلا أنه بدأ يشعر بدوار برأسه لكنه تماسك قبل أن يسمع ميدوسا تقول بدلال يبدو أنك زينة الرجال بحق لم يستطع أحد الوقوف أمامي كل ذلك الوقت شعر جلغامش بوخز يسري بقدمه لينظر لهما ليجدهما يتحولان تدريجيا إلى قطع من الأحجار وميدوسا تكمل إيا لك من صغير الآن بدأ الأمر لا تحزن عليك الافتخار بأنك أكثر من صمد أمامي لكل هذا الوقت قالتها قبل أن يستجمع جلغامش قوته ليطلق الفأس المقدسة صارخا باتجاه عنقها ليفصل الفأس رأسها عن عنقها قبل أن تعود قدمي جلغامش إلى ما كانت عليه ليتجه إلى رأس ميدوسا واضعا إياها بحقيبة جلدية ليغادر معبدا بوسيدون إلى أثنى ليلقي أمام شعب أثنى برأس ميدوسا معلنا عن انتهاء سطورتها وسطوتها أنهج جلغامش أسطورتين من الأساطير الكريتية والأثنية كان يعلم أن بوسيدون أحد تلك الآلهة التي تعمل على وقف مسيرته إلى أوبتنا باشتوم لكنه لم ييأس بل على النقيد كان يعلم من تلك الحواجز أنه يسير على الطريق الصحيح نحو الخلود قرر بعد الانتهاء من ميدوسا أن يتجه إلى خارج اليونان قبل أن يخبره أحدهم بوجود ذلك الشيطان على حدود أثنى إنه وحش هيرا زوجة الإله المدلل لها ذلك الوحش المائي الذي يتصدى على الحدود الشرقية لأثنى حتى يظل الجميع بها علم من أفراد الشعب الأثني أن هذا الوحش ذو تسع أذرع تشبه الثعابين السام ورأسان ويتميز بأنه عند قطع أحد الأذرع فإنها تنمو مجددا كانت رحلة جلقامش تتجه نحو الشرق لذا علم أنه إذا ما كان يرغب في استكمال ما بدأ فعليه تخطي وحش هيرا لذلك قرر التوجه دون تردد إلى تلك الجهة التي أشار له بها أحد أفراد الشعب وهي الجهة الشرقية ليخبره بأن ما عليه سوى الوصول لمستنقع الظلام هناك فقط وحينها سيجد ما يبتغيه سارق الجامش مسافة يومين دون تعب أو ملل كان إيمانه بذاته قد بدأ يتضاعف كما أن إيمانه بما تركه له أنكاد كان مطلقا لقد أنقذته الفأس المقدسة مع بزة ديمون مع تلك القلادة كثيراً لذا أصبح لا يخشى شيئاً لا يضع نصب عينيه فقط سوى الوصول إلى قدره ومقابلتي أتنى بشتم وصل جل جامش إلى ذلك المكان الذي أخبره بها الشعب أثنى كان قد سمع منهم الكثير والكثير عن مستنقع الظلام ذاك قبل أن يشاهده لكن الرؤية أمراً آخر بدأ المستنقع مستنقعاً للظلمة بالفعل حتى ضوء القمر قد حجب ليطحى المكان من حوله ظلماً دامساً ليتجه أمامه إلى تلك المياه التي لم تكن مياهاً كما كان يتوقع بل سائلاً أسوداً لزجاً تتصاعد منه الأبخرة على الرغم من برودة ذلك السائل توقف قلقامش مرة أخرى لينظر حوله يرغب برؤية ذلك الكائن ليتجاوزه مكملاً رحلته لكنه لم يرى شيئاً شعر لوهلة أنه من الوارد أن يكون الأمر مجرد كذبة أو تخيل ناتجاً عن الخوف من الشعب الأثنية لذا عزم بأن يتجاوز ذلك المستنقع ليكمل مشواره بدأ جلقامش السير على حدود اليابسة لذلك المستنقع وقد اقتدى بذلك الضوء الصادر من قلادة شمش وكاد أن يتجاوز المكان قبل أن يسمع تلك الأصوات القادمة من سائل المستنقع ليتوقف لم تكن تلك الأصوات سوى أصوات ناتجة عن فقاعات صادرة من أعماق ذلك المستنقع لينظر جلقامش مالياً قبل أن يجد ذلك الشيء ينهض من الأعماق أمامه هو ذاته كما تم وصفه له وحش ذو رأساني وبتسع أذرع تصبح الثعابين تتحرك بكل الاتجاهات ويغطيه ذلك السائل الأسود اللزج لم يكن جلقامش يره على الوجه الأمثل لكن ذلك الضوء القادم من القلادة أمن له رؤية ضعيفة له تمسك حينها بفأسه وهو يرى ذلك الوحش الضخمة يقف أعلى بدأ الوحش بالهجوم بإحدى أذرعه ليتفادق القامش ذلك الهجوم وهو يسمع فحيح تلك الأفاعي الصادر من تلك اليد ليضربها بالفأس المقدسة قبل أن تتراجع ليطلق الوحش فحيحاً ناتجاً عن الألم حتى نمت له يد أخرى بدلاً من اليد التي قطعها توقف جلقامش لينظر إلى ذلك الوحش الذي أعاود الهجوم بضراوة أكبر من تلك المرة قبل أن يتفاداه ليبتعد جانباً قبل أن يتراجع الوحش مرة أخرى استعداداً لهجوم آخر علم جلقامش أنه لا نفع من قطع الأيدي بل الأمر يكمن في رأسيه والرأسين فقط ليبدأ في استخدام قلادة شامش قبل أن يتجمد الوحش بمكانه ليقفز جلقامش بالفأس المقدسة ليطلقها على رأسي الوحش لتفصيلهما عن جسده ليتهاوى الوحش جثة هامدة قبل أن يبدأ جسده في الهبوط إلى قاع المستنقع وقف جلقامش ينظر لفأسه المقدسة وهو يلهث قبل أن يغمهم شكراً عن كهدو قالها قبل أن ينهي ما بدأه ليعاود استكمال رحلته إلى بلاد المشرق أربعة أشهر أخرى حتى وصل جلقامش إلى بلاد المشرق كان يقترب كثيراً من أوتنا بيشتم لكنه كان يعلم أن الآلهة لن تتوقف هناك ما ينتظره هناك ما يشعر به كانت بلدة واحدة تفصله عن مقابلته لأوتنا بيشتم بدأ ذلك الشعور الخاص بأن هناك ما ينتظره يذهب شيئاً فشيئاً فها هو يقف على مقربة بلدة من أوتنا بيشتم ولن يحول بينه وبين الخلود شيء حينئذ وقف جلقامش على حدود البلدة التي وصلها ليلاً ليدلف إليها منتظراً أن يقابل أحدهم لكنه لم يجد شخصاً كانت البلدة خوية على عروشها تماماً لا وجود لمخلوق تبدو البلدة بأنه لا سكان بها صار دون اكتراث واضع نصب عينيه أوتنا بيشتم فقد دون غيره ليصل إلى منتصف البلدة الفارغة تلك قبل أن يرى أحد البقاع بالأرض أمامه تخرج شيئاً ما توقف جلقامش ليراقب ما يحدث وما ستخرجه الأرض والتي لم تكن سوى يداً شبه آدمية متأكلة تخرج من باطن الأرض توقف جلقامش ومن حوله بدأ الأمر يتكرر عدد من الأياد شبه الآدمية تخرج من باطن الأرض قبل أن تبدأ مخلوقات بدت كما لو كانت جثثاً متعفنة لأشخاص ماتوا من قبل تخرج بالكامل من الأرض لتلتف حول جلقامش بدائرة محكمة لوالة شعر جلقامش بالخوف على الرغم مما قابله ورآه قبلاً فإن ما يراه الآن يبدو مختلفاً الأموات يعودون إلى الحياة مرة أخرى ليهاجموه بلدة جميع من يوجد بها أموات فقط ولا وجود للأحياء كان الموت يقتربون منه رويداً أفواههم مفتوحة لتنال قطعة من جلقامش الذي وقف يعتصر قبضة فأسه المقدسة قبل أن ينظر للسماء ليمسك بفأسه المقدسة ليرفعها أعلاه عالياً لتصطدم بها ساعقة من السماء ليضرب بفأسه أرضاً لتطيح بمن حوله جميعاً أطاحت ساعقته بتلك المخلوقات بعيداً عنه وقد ارتطم بعضها بجدر المنازل فيما تحطم جسد الأقل قوة وتحملاً منها قبل أن ينظر إليها جلقامش ليعاود إكمال طريقه بالبلدة قبل أن يتحرك جلقامش نظر مرة أخرى حيث رفات تلك الأجساد ليجدها تعاود الوقوف له مرة أخرى متجهة إليه حتى من تحطم جسده منهم ظل يصحف أرضاً محاولاً الوصول إليه توقف جلقامش وهو لا يعلم ما عليه فعله قبل أن تبدأ قلادة الشمش بإصدار وميضاً لتضاء كشمس صغيرة قبل أن تشتعل فأسه بالنار كما لو كانت مصنوعة من النيران بالكامل ليوسك بها جلقامش وهو يقفز عالياً قبل أن يضرب الأرض مجدداً بالفأس خلال هذه المرة تحولت الأرض من حوله إلى قطعة من جهنم اشتعلت النيران بكل الأجساد من حوله لتعالى الصرخات كما لو كانت قادمة من أعماق جهنم قبل أن تمتد النيران لجميع البلدة والتي أزيلت تماماً خلال دقائق كأنه لم تكن زفر جلقامش قبل أن يستنشق الهواء محاولاً دب النشاط بأوصاله مجدداً كان يعلم بأن رحلته لن تكون بالسهولة التي يبتغيها لكنه لم يكن يعلم أن الأمر سيصل إلى ذلك لقد قابل شياطيناً من أعماق الجحيم ذاته ويتمنى لو ينتهي الأمر على ذلك وأن يقابل أوتنا بيشتم بالصباح سار جلقامش وامتدت مسيرته حتى أشرقت شمس الصباح قبل أن ينتهي به الأمر إلى ذلك الجبل الذي وقف عليه ينظر إلى قابلته إلى مبتغه أخيراً فأسفل ذلك الجبل وقف شخص ومن حوله التف بعض البشر وجميع الحيوانات التي وجدت على الأرض لا شك أن هذا هو لقد فعلها ووصل إلى ما يبتغيه لقد نال رؤية أوتنا بيشتم بعرش إبليس على الماء جلس إبليس يتابع ما يحدث بشغف ليبتسم قبل أن يقول لآنو يبدو أن جلقامش ولدنا يحمل دماءنا بحق لقد تغلب بمفرده على كل شيطان مريد أرسلناه إليه حتى جاكي تلك المخلوقات الوحشية آكلة لحوم البشر والعائدة من الموت تغلب عليها على الرغم من أنني أقف على الجهة الأخرى عدواً له ولما يفعله لكني أزداد إعجاباً بذلك المخلوق الذي يحمل بين تكويناته جزءاً مني بدأت الغيرة تظهر على آنو الذي قال بحنق لكن لا تنسى يا مولاي العزيز أنه يحمل بين طياته دماء عدويك الأكبر الإنسان بدأ الحنق على وجه إبليس عند سماعه لكلمة الإنسان قبل أن يقول عسناً لقد وصل إلى ما يريد إن كان يصع إلى الخلود فلينل لكننا سنجعله يحزن على ما ناله طيلة حياته بعدما نسلب منه بشره ومدينته صمت برهة قبل أن يستطرد أرسل ليلث ومعها التنين لوياتان إلى أوروك وأعلن عن ليلث إلهة المرض والموت حاكمة عليها وعزل جلجامش قالها قبل أن يبتسم معاوداً النظرة فيما يحدث بين جلجامش وأوتنا بيشتم جلس أوتنا بيشتم على تلك الصخرة ممسكاً بعصاه بعدما تفرق الجمع من حوله عند قدوم جلجامش له لم يتحدث أوتنا بيشتم لجلجامش لكنه صمت وهو ينظر إلى ذلك القادم بتلك البزة الغريبة المزينة بقلادة مع تلك الفأس الضخمة بيده تحدث جلجامش محاولاً إذابة جليد الصمت قائلاً أعلم أنك لا تعرفني أدعى جلجامش جئت إليك من أقصى بلاد الغرب أطمح في الوصول إلى أمر ما لم يصل إليه أحد قبلاً وأرغب في أن تساعدني في مبتغائي تحدث أبنا بيشتم قائلاً أعلم لما أنت هنا أيها الغريبة سبقك الكثير والكثير ليحصلوا على سر الخلود لكن أي منهم لم يستطع أن يصل إليه فالوصول إلى سر الخلود يتطلب الحكمة أولاً لكن جميعكم ترغبون في الأمر السهل لا يود أحد منكم أن يبدل مجهوداً لذلك تملكون قوة البدن لكنكم تفتقرون إلى قوة الحكمة والعقل أجاب جلجامش سريعاً أنت لا تعلم ما واجهته حتى أصل إلى هنا لقد تحديت جميع الآلهة التي أنا منها حتى أصل إليك حاربت من كائناتهم ما حاربت حتى أنول لقاءك تلك الرحلة أكسبتني الحكمة والمعرفة ابتسم أوتنا بيشتم وهو ينظر أسفل قدميه قبل أن يقول دون أن ينظر لجلجامش لم تتعلم شيئاً بعد يا جلجامش لم تنل من المعرفة ذلك القدر الذي يستحقه منك سر الخلود وقف أوبنا بيشتم وهو يتحدث قائلاً أعلم عنك الكثير والكثير رأيت رحلاتك تلك منذ البداية أعلم ما مررت به ويزداد تعجب منك هل ما زلت ترى أن تلك المخلوقات آلهة؟ هل تظن حقاً أن ما يصري بدمائك دماء الآلهة المقدسة يا ابن نيسون؟ صمت جلجامش وعلى وجهه تبدو إمارات التعجب قبل أن يتابع أوتنا بيشتم ليست تلك المخلوقات آلهة تلك مخلوقات وجدت ولم تكن واجدة أبداً إنها العدو الأزلي للإنسان إلى يوم يبعث من جديد إنها شياطين الأرض لا آلهته يا جلجامش بدأ عدم التصديق على وجه جلجامش قبل أن يتساءل أتعني أنني ابن لشيطان؟ لم أعني شيئاً لا يوجد سوى إله واحد خلق الأرض وما عليها كل ما تراه حولك هو من خلقه وهو صانعه أما تلك الآلهة فهي من صنع يد الشيطان هو من أوهمها لكم الخالق لا يطلب عطايا من مخلوقه الخالق هو الحق وليس الباطل الذي تعبدونه لقد ألهمني لإنقاذ قبيلتي منذ أبداً بعيد صنعت حينها سفينة للنجاة اتبعني من اتبعني وعصاني من عصاني ومن لم يرى الخالق بقلبه جرفه الطوفان لتبدأ الأرض هنا من جديد وأنت يا من تحمل دماء الشيطان بين جسدك عليك الاختيار ما بين اتباع الخالقي وما بين اتباع المخلوق العاصي جسدك يحمل صنعك إليه ما وأنت وحدك من يحدد إلى أي جانب تنتمي قالها أوتنا بيشتم ليتحدثا جلجامش إن كنت على حق وأني ابن الشيطان فلتساعدني في أن أنا للخلود الخلود وحده هو من سيجعلني أحطم تلك الآلهة المزعومة ومن سيجعلني أنهي ما يخططون إليه دق أوتنا بيشتم بعصاه على الأرض ليقول عملك فقط هو من سيقف لهم الخلود ليس بالجسد والروح الخلود هو خلود عملك هو بقاء اسمك مرهونا بالعمل الصالح معنى الخلود أعمق مما تراه يا جلجامش لكنني لأرغب في نيل الخلود الإسمي أرغب في الخلود الدائم أرغب في مواجهة شياطين الأرض لكن يبدو أنك لا ترغب في أن يشاركك أحد آخر سر ذلك الخلود ترغب في أن يكون لك ولك فقط وتدعي الحكمة من أجل ذلك ابتسم أوتنا بيشتم قبل أن يقول حسناً لك ما تريد سأدلك على سر الخلود لكن من أجل هذا يلزم عليك أن تجتاز اختباراً صغيراً بدت اللفة على وجه جلجامش وهو يتساءل سأفعل ما تريد من أجل الحصول على ذلك السر ازدادت ابتسامة أوتنا بيشتم قبل أن يقول حسناً عليك أن تظل مستيقظاً على تلك الصخرة لسبعة أيام كاملة لا تزيد ولا تنقص إن فعلتها تنل ما تريد هذا كل شيء قالها جلجامش فأومأ أوتنا بيشتم برأسه قائلاً هذا كل شيء اتجه جلجامش إلى الصخرة ليجلس عليها قبل أن يقول بعد سبعة أيام فقط سأنال ما أريد يوماً بعد يوم كان جلجامش لا يزال جالساً على تلك الصخرة دون حراك ودون أن تطرف أحد عينيه كان من داخله يشتاق لقسط من النوم لكنه كان يضع أمامه الخلود وسره ليبقى مستيقظاً مضت ستة أيام وأوتنا بيشتم وزوجته يراقبان جلجامش بدأ جلجامش جلداً وصلداً تعجبت زوجة أوتنا بيشتم من تحمل جلجامش ذلك فيما أن أوتنا بيشتم ذاته كان ينظر لما يفعله جلجامش بإعجاب وفخر حقاً إنه عنيد سيفعلها بكل تأكيد وسيكون أول من يحصل منه على سر الخلود الدائم قارب اليوم السابع على الانتهاء وجلجامش كاد أن يفعلها ينظر للشمس راجياً منها أن تغرب لتعلن عن انتهاء اليوم وأنه قد حصل على ما يريد كان يقاوم بشراسة تلك الظلمة التي هاجمت جنبات رأسه النوم يفعلها به لكنه لن يستسلم لن يتخلى عما جاء إليه حاول مراراً وتكراراً قبل أن يسقط أرضاً دون حرك هرع إليه أوتنا بشتم وزوجته ليحمله حتى وصلا به إلى منزلهما بدأ أوتنا بشتم في إفاقته من تلك الغيبوبة التي هجمت قبل أن يفتح عينيه ليهرع إلى رؤية الشمس ليجد قرصها الأحمر لا يزال بالسماء وقد قارب على المغيب علم أنه لم يفعلها وأنه لم يجتز اختباره فنظر إلى أوتنا بشتم بعين رجية قبل أن يقول أوتنا بشتم لقد كنت أن تفعلها لكنك فشلت علي أن أعترف أنني حقاً لم أتوقع منك أن تصل لهذا العمر لكن بالأخير لم تجتز اختبارك بدأ الألم على وجهك الجامش ألم الفشل أعمق أكبر من ألم الجسد نظرت إليه زوجة أوتنا بشتم بحزن قبل أن تقول لقد فعل الكثير يا أوتنا بشتم لقد تحمل صعاباً جمى حتى يصل إليك وكاد أن يجتز اختبارك أرى أن تخبره عن سر الخلود إنه يستحقه بدأ الانزعاج على وجه أوتنا بشتم قبل أن يقول الاتفاق كان واضحاً حتى تنال الخلود حقاً لابد أن تتنازل عن الموت الصغير لفترة محددة موتك الصغير هو النوم وإن لم تجتز الموت الصغير فلن يحق لك أن تنال الخلود الدائم لقد سعدت بتواجدك خلال تلك الفترة حقاً يا بني لكن عليك العودة من حيث أتيت تستطيع الانتظار لتنام قليلاً حتى الصباح وترحل حينها قالها قبل أن يغادر هو وزوجته الغرفة لم ينم جلجامش على الرغم من حاجته الماسة للنوم لا يزال يشعر بمرارة الفشل في حلقه أن تفشل منذ البداية له أمر أخف وطأة من أن تفشل بعدما اقتربت من تحقيق النجاح يود الآن لو أن تنتهي حياته بعد أن لم ينى الخلود كان يجلس أمام منزلي أوتنا بشتم لا يعلم ما مصير الغد لكنه يعلم أنه سيعود إلى أوروك بخفي حنين كان يفكر قبل أن يسمع ذلك الصوت الخافة القادم من خلفه ليلتفت فيجد زوجة أوتنا بشتم تلك المرأة التي بدى الشيب يسري بين شعرها تأتي لتبتسم قبل أن تجلس بجانبه وتقول أعلم مرارة ما تشعر به بني وأشفق عليك مما تلوم به نفسك لقد فعلت ما تستطيع وعليك الافتخار حقا بما أنجزته بدى اليأس على وجهك الجامش وهو يقول أي فخر أشعر به وأنا غدا أعود لبلدتي بخفي حنين أي فخر وقد علمت أن أمي وعائلتي من الشياطين أي فخر وقد انتهى حلمي بأن أصل لمرحلة الخلود الدائم ابتسمت زوجة أطنا بشتم بحنان قبل أن تقول لم يرد الرب أن يكون لي أبناء لحكمة له وأقدر تلك الحكمة لكني منذ رؤيتك وأنا أشعر بأنك ابن لي لذا لن تعود بخفي حنين إلى بلدتك إن كنت تريد حقا أن تصل للخلود فهو بالأعلى أعلى قممي تلك الجبال إنها الأعلى قمة بين جبال الأرض تسمى الهيمالايا لم يستطع شخص قبل أن يصل لقمتها سوى زوجي أطنا بشتم الذي هو وحده قد نال الخلود الخلود بزهرة زرقاء تنبت أعلى قمة تلك الجبال ستجدها قليلة بل وشحيحة نالها وعد إلى بلدتك قالتها قبل أن تطبع قبلة على جبينه قائلة حفظك الرب يا ولدي قالتها تاركة قلقامش ينظر إلى عنان السماء ينظر إلى مراده إلى الخلود صباح اليوم التالي استيقظ أطنا بشتم ليتجه إلى غرفة قلقامش قبل أن يجد الغرفة خالية تماما دون أثر له غادر أطنا بشتم من الغرفة ليجد زوجته الواقفة بردهة المنزل تنظر إليه ليقول لها أطنا بشتم لقد غادر أعلم أنك قمت بإخباره بسر الخلود ولا أمانع في ذلك كنت أتمنى حقا أن يعلم السر لكن ليس مني بل منك كانت المفاجأة واضحة على وجه زوجته بعد أن أخبرها زوجها بعلمه بما حدث قبل أن تقول رأيت فيه الإبن الذي طالما تمنيته من الرب لم أستطع أن أراه يشعر بالفشل زفر أطنا بشتم ليقول وأنا أيضا رأيت فيه بنا لي أدعو الرب أن يوفقه في رحلته تلك بأعلى قمة جبال الهملايا وصل قلقامش إلى قمة الجبال كان الأمر يبدو شاقا على أي بشري آخر لكن ليس عليه هو خاصة مع ما تسلح به لكنه كان يعاني من قلة الهواء مع تلك الورودة التي جعلت من قمة هذه الجبال كتلة مغطاة بالجليد طوال رحلته للقمة كان يفكر هل يمكن أن تنبت إحدى الزهور على قمة جبل قليل الهواء مع وجود ثلج كهذا لكنه كان يعلم أن ما يبحث عنه ليس نبتة عادية بل إنها الباعث الوحيد للخلود بهذا العالم وصل إلى قمة الجبال ليرى العالم من أسفل حينها كم شعر أنه ضئيل تذكر قوله سابقا بأنه ابن الآلهة تلك الشياطين المزعومة التي ينتمي إليها ابتسم ساخرا من نفسه بعدما علم بالحقيقة أنه ابن للشيطان وليس للآلهة كم كان في السابق يحتقر ذلك الجزء البشرية منه لأنه يذكره بالضعف فيما كان يمجد الجزء الإلهي لكنه الآن يعتز ببشريته فقط نظر حوله ليبحث عن تلك النبتة قبل أن يجد ثلاث نبتات فقط لونها أزرق لم يرى مثيلا لها من قبل نبتت دون غيرها بين صخور تلك القمة تحدث إلى نفسه بأنها لابد أن تكون تلك هي النبتات اتجه إليها ليقطفها جميعا قبل أن يضعها بحقيبته القماشية ليعاود الهبوط من على قمة الجبال يوما كاملا آخر قد مر قبل أن يهبط قلقامش من الجبال كان حينها سعيدا أخيرا نال ما كان يبحث عنه أخيرا سيحقق مراده ليبقى حيا وخالدا قبل أن يبدأ بالتفكير في الانتقام من آلهة الشياطين تلك كان حينها مترددا بين أن يتناول تلك النباتات وبين أن ينتظر عودته إلى أوروك ظل يفكر قبل أن يقرر أن ينتظر عودته إلى أوروك فقد يكون لتلك النبتة آثارا تستدعي أن يكون هناك من بجانبه كان الليل قد أطبق مجددا وسار مساره ليغادر تلك الرقعة الخاصة بأوتنا بشتم قبل أن يدلف تلك الغابة ليقرر حينها أن يسكن تحت أحد الأشجار لينام قليلا خاصة أنه لم ينم منذ ثمانية أيام كاملة وضع الحقيبة والفأس المقدسة بجانبه ليجلس أسفل إحدى الأشجار ولم تكن سوى لحظات قليلة قبل أن يسقط بغفوته على عرش إبليس المائي كان إبليس يجلس وهو يتابع ما قام به قلقامش إلى أن اتخذ قلقامش قراره بالراحة لينام بتلك الغابة حينها ابتسم قبل أن ينظر لعشتار التي تواجدت بجانبه ويبدو على وجهها قسمات الغضب ليقول لقد أخطأ ذلك الفتى في قراره بالإبقاء على تلك النباتات دون أن يتناولها والآن جاء دورك لتنالي انتقامك أطلق الثعبان سيربانت تحولت أمارات الغضب على وجه عشتار إلى ابتسامة قبل أن تقول وأخيرا قالتها لتطلق أحد جنودها نحو قلقامش سالبة منه الأمل الأخير كان جلقامش يغط في نوما عميق فلم يشعر بذلك الثعبان الذي يقترب منه في بطء ليدلف داخل حقيبته قبل أن يخرج منها حاملا في فمه النبتات الثلاث ليبدأ في تناولها شيئا فشيئا وينتهي منها بالكامل حينها بدأ الثعبان في النمو ليتبدل جلده بجلد آخر أكثر غلظة وقوة ويتزايد حجمه قبل أن يقارب طوله جلقامش تقريبا وقف الثعبان أمام جلقامش وهو يطلق فحيحه حينها سمعه جلقامش ليستفيق سريعا ممسكا بالفأس المقدسة وهو ينظر لذلك الثعبان الضخم أمامه نظر جلقامش أسفل الثعبان ليجد آثار الثلاث نبتات وقد أكلت بالكامل لم يصدق ما حدث سقط أرضا وهو يبكي وترك الفأس المقدسة تسقط منه لم يبالي بوجود الثعبان وقد ضاع أمله الأخير لقد أنهى ما كان يحلم به بغبائه الذي منعه من تناول تلك النباتات إن كان تناولها فكان سيحصل على الخلود والآن يرى تأثيرها على ذلك الثعبان أمامه بدأ الثعبان بالزحف إلى جلقامش الذي لم ينظر إليه كان حينها جلقامش أكثر رغبة بالموت من الحياة ترك نفسه وهو يعلم بأن الثعبان ينوي التخلص منه تراجع الثعبان قبل أن يهاجم جلقامش وقد فتح فكيه تماما ليطبق على رأسه فيما كان هو لا يزال يبكي دون أن يبالي بما سيحدث له سقطت قطرة من دمع جلقامش على قلادة شمش التي أضاءت بشدة ليتوقف الثعبان كما لو كان قطعة من الحجر على مقربة سنتيمترات قليلة من رأس جلقامش نظر جلقامش إلى رأس الثعبان المتوقف أمامه قبل أن يرى بقايا الثلاث نباتات ليتحول حزنه إلى غضب جارف أمسك بالفأس المقدسيه قبل أن يبدأ بإطلاق غضبي على رأس ذلك الثعبان لينهال بفأسه على رأسه عدة مرات تاركا رأسه وقد تهشمت تماما يسقط أرضا جثة هامدة وقف وهو يلهث ولا يزال يمسك بفأسه قبل أن يقرر أن يعود من حيث أتى لقد انتهى الأمر ليموت بأرض أوروك بدلا من أن يبقى وحيدا انتهى ليجمع شتاته وينطلق في رحلة العودة سبعة أشهر أخرى كان يتنقل جلقامش بها من بلدة إلى أخرى كان عائدا إلى أوروك جسدا بلا أروح يرغب فقط في أن ينال الموت بين بلدته وشعبه بدت السبعة أشهر كطول أمد الدهر قبل أن يعود إلى أوروك مدينته التي اشتاق إليها وإلى جميع أفراد شعبها غلبه الحنين حينما رأى أسوارها أمامه ابتسم رغم حزنه ليسرع الخطى نحو بوابتها وصل إلى البوابات ليجدها موصدة تفاجأ بالأمر فقد انتهى أمر إغلاق بوابات أوروك منذ زمن طرق البوابات عدة مرات دون استجابة وقف مندهشا من الأمر بدت مدينته كمدينة للأشباح طرق البوابات عدة مرات لكن لا استجابة أيضا قرر حينها تحطيم البوابات بالفأس المقدسة ليرفعها عاليا بقررا أن يطلقها نحو البوابات قبل أن يتوقف فأمامه رأى آخر ما يتمنى أن يرعى إنه يعلمهما الشيطانة للإث يتبعها التنين الأسطوري العملاق لوياتان لقد سمع الكثير عن ليلف زوجة الشيطان الأكبر ذاته بعد أن انقلبت على الزوج الأول آدم لتتحول إلى زوجة العدو الأبدي الشيطان وتتخذ من الدماء غذاء لها لتصبح ليلف مصصة الدماء لكن كل ذلك يعد أسطورة لم يعلم أنها حقيقة أمامه وهذا التنين لوياتان إنه أسطورة أيضا ذلك المخلوق الذي السبق خلق البشر والذي كاد أن يقضي على وجود الأرض بالكامل ها هو ذا أمامه كيف وما الذي يفعلانه في أوروك تقدمت ليلف إلى أن وصلت إلى البوابات لتنظر إلى جلجامش الذي كان في حالة يرثلها لتبتسم كاشفة عن أنيابها الضخمة قبل أن تقول مرحبا بملك أوروك العظيم طالت غيبتك كثيرا لأجد أوروك في حاجة لحاكم لذا تطوعت أنا لأكون هذا الحاكم تسأل جلجامش بغضب ماذا تفعلين هنا أرسلتك آلهة الشياطين ليس كذلك ابتسمت ليلف قبل أن تصفق بكلتا يديها قبل أن تقول مرحبا لقد علمت كل شيء عن الآلهة حقا لقد سعدت بهذا كثيرا فعلى الأقل أنت تعلم أننا أبناء عم واحد يا جلجامش قبض جلجامش على البوابات بكلتا يديه قبل أن يقول أنهي هذا الأمر الآن افتح بوابات أوروك وارحلي عنها وإلا قطعته ليلف وهي تشير إلى لويتان وإلى ماذا ألا ترى حيوان المدلة لويتان إن تخطيت حدود أوروك سيكون هذا اليوم الأخير لها ابتعد عن أوروك يا ابن العم لقد أصبح لديها حاكما جديدا قالتها قبل أن تلتف لتتحرك لداخل المدينة لتترك جلجامش وحيدا خارجها يوما بعد آخر يمر واجلجامش يجلس بالغابة المحرمة يتابع من بعيد مدينته وقد اغتصبت على يدي للإث بمساعدة تنين هذاك يعلم أنه يستطيع أن يتصدى لها لديه كل ما يحتاجه يكفيه أن يكون دمع بفأسه المقدسة وقلادة شامش تلك لكنه لا يضمن يستطيع تنين الوياتان أن يدمر المدينة عن بكرة أبيها ولن يبقى لها أثر لا يستطيع أن يترك شعبه ويخضلهم لكنه لا يستطيع أن يقوم بفعل أو حركة من شأنها أن تنهي مدينة أوروك وشعبها بالكامل كان يشعر بالعجز نسي أمر الخلود بالكامل وأصبح ما يفكر به فقط هو كيفية إنقاذ أوروك يعلم إن ظل الأمر هكذا فسينجح إبليس في مسعاه وينهي على حياة البشر لقد علم من رحلته أن البشر يعيشون على امتداد الأرض لكن أوروك تظل التجمع الأول هي وبابل ومما رأى فعدد البلدان الأخرى لا يضاهي شعبي أوروك وبابل وإن تدمر أي منهما لن يكون الانتهاء من بقية البشر أمرا صعبا الأيام تمر ليسمع صيحات تعذيب شعبه يعلم أن ليليث ينبغي لها الحصول على الدماء لتعيش يعلم أنها تستمتع بتعذيب الآخرين ما نقلته الأساطير حولها يشير إلى أن أوروك تعيش أظلم عهودها بالفعل كان يتألم من سماع دوي صرخات مواطني أوروك قرر كثيرا أن يقتحم المدينة وليكن ما يكون لكنه كان يتراجع لا يرغب في أن ينتهي الأمر بدمار بلدته كان يستمع للصرخات وهو يغلق أذنيه حتى تخف وطأتها لكن أصوات المعذبين كانت تسري بين الجبال لتصل إليه قوية نقية وقادمة من أعماق الجحية من مظلم زاده هذا الأمر دمارا فوق دماره الفشل والعجز يكبلانه يأسى من كل شيء عجز عن الوصول لأي شيء حتى حينما أصبح حاكما عادلا تبدل ليصبح عجزا كان يجلس وهو يجلد ذاته قبل أن يسمع الأصوات من حوله أصوات أوراق الشجر والأقدام تطأها وقف ممسكا بفأسه والقلادة تومض وهو يتحفز للقادم قبل أن يجد كائنات غير بشرية تلتف من حوله علم حينها أن الشيطان الأكبر قد قرر إنهاء حياته ليبعث برسوله له ليقتلوه أمسك فأسه وهو يهجم على أحدهم بها ليتفاداه قبل أن يسقط جميعهم أعلاه ليكبلوا حركته كان قلقامش يحاول أن يتخلص منهم ليسمع أحدهم وهو يقول سيد قلقامش اهدأ نحن معك ولسنا ضدك لم يهتم قلقامش لما يقوله لتومض قلادة شمش بشدة قبل أن يبعدهم جميعا عنه بقوة القلادة ليتساقط بعيدا قبل أن يقف ليتجه إلى المتحدث ممسكا بفأسه قبل أن يقول ذلك الجان الواقف أمامه استمع يا سيد قلقامش نحن معك انتظر هجمه قلقامش بفأسه ليتراجع ذلك الجني قبل أن يعاود قلقامش الهجوم مجددا بقوة قبل أن يتراجع مرة أخرى وهم قلقامش بأن يقوم بحركته مرة أخرى قبل أن يتوقف ليشعر بالظلام يحيط عقله قبل أن يسقط عرضا فتح قلقامش عينيه ليجد تلك المخلوقات تجلس حوله وقد كبلت يديه وأزالت قلادة شمش والفأس منه بعيدا لم يستوعب قلقامش ما قامت به تلك الكائنات قبل أن يتحرك ذلك الجني الذي كان يحدثه قبل أن يقول أعتذر منك عما حدث واعتذر عن هذا القيد إنه قيد من مملكة الجان لذا لا تحاول أن تتجاوزه دون وجود أسلحتك لديك لم يكن هناك سوى أن يهاجمك أحد جنودي من الخلف ليفقدك وعيك ونقوم بسلبك أسلحتك لكن لا تقلق سنعيدها لك بعد أن نتحدث بدى الغضب على وجه الجامش قبل أن يقول تتحدثون؟ عن ماذا تتحدثون؟ لقد قمتم بتدميري بالكامل سلبتم مني حلمي والآن تدمرون أوروك زفر الجني أمامه قبل أن يقول كافة ما تقوله صحيح لكن هناك خطأ واحد نحن في صفك لا عليك بدت الدهشة الممزوجة بالغضب على وجه جلجامش قبل أن يقول كيف؟ أنتم شياطين كتلك الكائنات تخبروني أنك معي لن يكون أحد منهم بصفي تحرك ذلك الجني ليتجه إلى جلجامش الذي ابتعد بقيده قليلا لكن القادم انتظره حتى سكن ليفك وثاقه قبل أن يعود لمكانه مرة أخرى وهو يقول أنت لا تعلم التاريخ الحقيقي سيد جلجامش؟ ما لا تعلمه من التاريخ؟ أو أنك تعلمه كأساطير أننا سبقنا وجود البشر هنا كمخلوقات نارث الأرض وما عليها لكننا وصلنا لطغيان لا يمكن إقافه حينها قرر الرب أن يوقف طغياننا لذا أرسل ملائكته جيشا من السماء لتحاربنا حاربتنا وقامت بأخذ عزازيل إبليس الآن أو الشيطان الأكبر أسيرا بالسماء بعدما وجده عبدا تقيا ضمه الرب إليه وأصبح الشيطان الأكبر هو المقرب بالسماء قبل أن يقرر الرب أن يخلق عبدا له عبدا يمتاز بالحكمة قابلا للتعلم كان هذا العبد هو أنتم أنتم البشر حينها اعترض بعض الملائكة عن كيف للخالق أن يخلق عبدا ليقتل ويسفك الدماء لكن الرب أجاب إجابة أسكتت الجميع قائلا إني أعلم ما لا تعلمون حينها صمتت جميع الملائكة قبل أن يبدأ الرب بتكوينك ليحسنك ويصورك كانت جميع الملائكة في حالة ترقب لترى خلق الرب سواه هو من عصى الرب من كان يراك وأنت لا تزال صلصلا فخارا يتعجب من هيئتك ويسأل الملائكة هل هو صلطه الرب عليكم؟ أتطيعون الله؟ ليقولوا نعم ليقول هو لو صلط علي لأعصينه ولو صلط عليه لأهلكنه بعدها قام الرب بخلقك ليعلمك جميع الأسماء وليعرضك على الملائكة تلك المخلوقات النورانية لتخبرهم بجميع الأسماء ويطلب منهم أن يسجدوا لك ليسجدوا جميعا إلا الشيطان الأكبر هو وحده من رفض وعصى وطغى ليطرده الرب من رحمته ويسكنك الجنة قبل أن يجدك وحيدا ليخلق لك زوجة حينها قرر الشيطان الأكبر أن يسلك مسلكا آخر الغواية ليبدأ بغوايتك أنت وزوجتك قبل أن يعاقب الرب ثلاثتكم أنت وزوجتك بالهبوط إلى الأرض مع وضع أعمار محددة لكم بها كاختبار للتقوى فيما انطلب الشيطان الأكبر أن يكون من المنظرين لنهاية الزمان وليعلن الحرب عليكم أنتم البشر حينها قرر الرب أن يجعله من المنظرين ليهبط ثلاثتكم من السماء وتبدأ الحرب المقدسة بينكم في شأننا نحن الجان فكنا في شتات وعند عودة الشيطان الأكبر إبليس إلى الأرض فهناك من اتبعه وهناك من آمن بوجود الرب بعد ما رأى ما حدث قبلاً من الملائكة لينقسم الجان إلى قسمين قسم مؤمن بوجود الرب وقسم آخر يتبع الشيطان بالحرب على الرب وخلقه نحن القسم المؤمن من نؤمن بحكمة الرب في خلقه لك ونأمل في أن نساعدك على مر الزمان أيها الإنسان تساءل قلقه مش أتعني عدم وجود آلهة وأن هناك إله واحد بالسماء وأنكم أنتم الشياطين انقسمتم على وجوده بسببنا نحن البشر سمعت كثيراً بالفعل عن تلك الأسطورة لكن لم أتوقع أن يكون الأمر حقيقياً أين ذلك الإله وما هي هيئته ولما لم يعلن عن نفسه بيننا تحدث ذلك الجني وهو ينظر للسماء إنه بالسماء الخالق واجد وموجود وليس في حاجة لأن يعلن عن نفسه لمخلوقه بل على مخلوقه أن يسعى له وأن يصل إليه لذا عليكم أنتم أيها البشر السعي له والوصول إليه لكن هذا ليس هو الأمر الآن هذا يقع على عاتقكم فيما بعد لكن الآن علينا التحدث في شأن آخر ما هو؟ شأن أوروك مدينتك ومركز تجمع البشر الرئيسي في العالم يا جل جامش إن تمكن الشيطان الأكبر ومن يعاونه منها فسينتهي الأمر سيكون الانتهاء من باقي البشر على محيط الأرض سهلاً بدأ التوجس على وجهي الجامش ليقول أعلم هذا الأمر وهو ما يؤرقني لا أستطيع التدخل لليث والوياتان بالداخل وإن تدخلت من الوارد أن أخسر مدينتي هذا ما يوقفني عن التدخل ابتسم ذلك الجني قبل أن يقول لذا فلتكن حرب أخرى كحرب مهلاييل مع الشيطان الأعظم من قبل حرب بقاء البشرية سنكون نحن بجانبك في تلك الحرب ولننهي الأمر ابتسم جلجامش قبل أن يقول ساخراً طوال تلك المدة لم أثق في شيطان قط قبل أن أعلم أنني من نسل شيطان وليس إله لذا سأثق بكم ليس أمامي سوى هذا يا صمت قبل أن يستطرد ما اسمك يا هذا؟ ابتسم الجني قائلاً اسمي ميمون ميمون أبا نوخ إنه ليل ليل سماء مدينة أوروك التي أضحت مركزاً لتعذيب البشر لم تأتي ليليث وحدها مع الوياتان لكنها جاءت بجيشاً من شياطين جهنم غانتا معاون الشيطان الأكبر شخصياً لتضحي أوروك قطعة من عذاب جهنم تقلص عدد سكان أوروك مات الكثير من ضحايا التعذيب الدموي مات آخرون بعدما أصبح وجبة وغذاء ليليلث فيما التهمت نيرانو لويتان بيوتاً بينما عمل البقية كعبيد لدها خدام الشيطان الأكبر كانت الليلة كأي ليلة أخرى يحصي خدام الشيطان الأكبر عدد الضحايا الموتى فيما عاد البقية بعدما نالوا ما نالوه من عذاب على أيديهم إلى منازلهم استعداداً ليوم آخر من العذاب والموت لكن على بوابات المدينة حدث أمر آخر كانت البوابات هادئة كعادتها وهي موسادة قبل أن يحدث انفجار هائل لتتحطم نتيجته البوابات قبل أن يظهر من بين النيران قلقامش بملابس ديمون ممسكاً بفأسه مع قلادة شمش سمع الجميع دوية ذلك الانفجار ليتجه إلى البوابات ليجد قلقامش بملابس ديمون ودون قناعه يقف أمامهم لم يتمكن شعب أوروك من السيطرة على شعورهم الذي بدى كفرحة عارمة والجميع يتدفق إليه سعيداً بأن حاكيمهم العادل قد عاد حينها شعر قلقامش بما وصل إليه لقد علم أنه درب صحيح للسير به الآن لقد كسب شعباً فيما أنه أغضب الشياطين والآن تلك القلوب الملتفة حوله هي المكسب الحقيقي وليست الألوهية الزائفة أو الخلود سمع قلقامش ومن حوله ذلك الصوت ليتفرق الجميع من حوله بينما هو واقف ينظر لأعلى كانت لليث بعدما نمى إليها جناحان كجناحي الخففيش فيما أطالت أنيابها لتصل إلى قرب ذقنها ومن خلفها كان البيتان ذلك التنين العملاق ومن حولها كان جنود من نار منهم من أمسك صواتاً وآخرون صيوفاً تشترك جميعها في كونها أنها من نار وقفت لليث تحلق أعلاه وهي تنظر إليه وهي تطلق فحيحاً قبل أن تقول كنت أعلم مدى تلك الأنانية بداخلك لكني لم أكن أتوقع أن يصل الأمر إلى أن تقوم بتدمير المدينة بأكمالها جراء ما فعلت ألم أقم بتحذيرك قبلاً عن الإقدام بأي خطوة دون حساب لها الآن لقد قمت بتدمير أوروك تحياتي لك ولفعلتك أشارك الجامش للفأس بيده قبل أن يقول ساخراً ولما لم تفعلي؟ كل هذا الذي أراه ولم تقومي بتدمير أوروك إن كانت الحياة بأوروك تعني الظلمة والجحيم كهذا فالأفضل أن لا يكون هناك حياة قالها قبل أن يطلق العنان لقوة ديمون ليرتقي بالسماء محلقاً بها قبل أن يتوقف أمام ليليث التي ابتسمت مطلقة فحيحاً منها لتقول من الرائع أن أرى أن الجانب الإلهي منك قد تحرر ابتسم جامش وهو يشهر فأسه قبل أن يقول بل على العكس تماماً لقد أطلقت العنان للبشري الكامن بداخلي ليس هناك جانب إلهي لي هناك جانب شيطاني وجانب بشري وقد اخترت أن أطلق سراح الجانب البشري ابتسمت ليليث بسخرية قائلة يبدو أن الصغير جلجامش علم هويته الحقيقية الآن لكنه لا يزال أحمقاً حتى يتحدى الشيطان الأكبر وأعوانه بمفرده سمعت صوتاً يأتي من أعلى قائلاً ليس بمفرده نظرت للقادم لترى ميمون أبانوخ قادماً من السماء وسط شهب كثيفة نظرت مالياً حوله لتجد أن تلك الشهب هي جنود من الجان كانت تعلم مقدار ميمون أبانوخ وقوته هو الأقوى وهو شديد الإيمان هو الملك الذي يرتدي رداءين الأول لباس أبيض وتاج أبيض به أحجار كريمة ذات الألوان الأزرق والأحمر والأبيض والثاني لباس أبيض عليه شيء أخضر يشبه العباء ونفس التاج السابق هو الملك الذي تكمن درجته في أنه ملك أرضي سلطه أحد الملوك الحاكمة السبعة الأرضية وهو حاكم ليوم السبت والآخذ بناصيته الملك كسفيائيل عليه السلام يعتبر الملك ميمون أبانوخ أقوى الملوك الأرضية جميعاً بعد الملوك العلوية من حيث القوة الجسمانية وهو أقوى من أي مارد أو عفريت أو أي جني على وجه الأرض ومعروف بشراسته غير الطبيعية في الحروب بالرغم من أنه ملك طيب جداً لأبعاد الحدود كان ما يحدث يقلب الأمر برمته فأطلقت رجالها من الجان مع الوياتان على ميمون أبانوخ ورجاله فيما انطلقت هي تجاه جلقامش الذي أشهر فأسه منطلقاً تجاهها كانت المعركة وطيدة بين الطرفين لكن تمكن ميمون أبانوخ كقائد لحرس الجان المؤمن بالأرض من أصول المعارك قديماً وجعل له الغلبة فيها ليأسر من يأسر ويقتل من يقتل من جان ليلث قبل أن ينهي بسيفه الناري على الوياتان بالجهة المقابلة كانت المبارزة سهلة نسبياً على جلقامش بعد أن تلبس بديمون في حين أن كانت ليلث تحاول بأقصى قوتها وغضبها من أن تتمكن من قتل جلقامش الذي غرس الفأس بصدرها لتسقط من الهواء بجانب تنينها الوياتان على الأرض حلق جلقامش رويداً شيئاً فشيئاً قبل أن يستقر على الأرض بجانب ميمون أبانوخ وأمام ليلث التي بدأت تبسق الدماء من فمها لكنها ابتسمت وهي تقول لا تظن أنك قد انتصرت لم تكن لتتمكن من الانتصار إن لم يكن أبانوخ بجانبك لكننا لم نمت الشياطين لا تموت بسهولة يا عزيزي زوجة آدم الأولى ومن تمردت عليه لا تموت ستستمر معركتي معكم إلى نهاية الزمان سنعود قريباً لنكمل ما خططه أبونا الروحي لكم أيها البشر لم تنتهي فصول القصة بعد قالتها ضحكة قبل أن يأتي إعصار من السماء ليرتطم بالأرض بقوة ليبتعد كل من جلجامش وأبانوخ ومن معهما عن ذلك الإعصار الذي استمر مع توالي ضحكة ليلث قبل أن يختفي حاملاً معه ليلث والوياتان والجيشهما الصغير صباح اليوم التالي وقف جلجامش في شرفة قصره الذي تهدم منه جزء كبير وبجانبه وقف أبانوخ يشاهد ما يحدث من إصلاحات بأوروك قبل أن ينظر لجلجامش ليقول لقد سعدت حقاً بالتعاون معك أعلم أن أوروك لم تعد كسابق عهدها لكني على يقين أنك ستستطيع فعلها مجدداً بدله جلجامش الإبتسامة قائلاً أنا من سعدت بالتعاون معك يا أبانوخ حقاً لم أثق بشيطان قط لكنك قمت بتغيير الكثير من معتقداتي منها مثلاً ما يخص شأن ذلك الإله الواحد الأحد سأبحث بشأنه لأعلم حقيقة الأمر وما نعبد تسأل أبانوخ قائلاً وماذا بشأن ألوهيتك والخلود؟ ضحك جلجامش ليعاود النظر إلى مدينته قائلاً الخلود هو ذلك هو ما تره بعينيك الخلود وصلت إليه حقاً سعيت كثيراً لأعمر بالأرض لكنني الآن أعلم أنني لن أستطيع ذلك فعلاً انتهى الأمر سأموت كباقي البشر لكنني خالد بأعمالي وما فعلته بأوروك سينتقل عبر الزمان أومأ أبانوخ برأسه متفهماً قبل أن يمسك بكتاب ليعطيه لجلجامش وهو يعاود الابتسام قائلاً حسناً فعلت يا جلجامش حسناً فعلت احتفظ بهذا سيكون هو وسيلة الاتصال عند حاجتك لنا أمسك جلجامش الكتاب لينظر بداخله قبل أن يجد رموزاً لم يستطع فهمها قبل أن يتساءل ما هذا؟ وما تلك الرموز؟ ولما الحاجة للاتصال بيننا مجدداً؟ ستحتاج إلى هذا تلك الرموز هي الوسيلة الوحيدة لاستدعائنا يا صديقي أما عن لما الحاجة لاستدعائنا فستحتاج إلى هذا مجدداً إما أنت أو من سيخلفك لن يترك الشيطان الأعظم ما حدث له منك أو من سلالتك أن يمر بسلام ليحاول إعادة الأمر مراراً وتكراراً ولن يكون هناك أفضل من ديمون وسلالته للتصدي له قالها أبا نوغ ليبتسم جلجامش قبل أن يصفحه مجدداً قائلاً لديك الحق فيما قلته يا صديقي سنحتاج إلى تعاون مجدداً صفح أبا نوغ قبل أن يعاود الحديث والآن انتهى الأمر سنعاود الانتشار في الأرض وسننتظر إشارتك أو إشارة من بعدك يا صديقي سنكون دائماً بجانبك ديمون قالها قبل أن يحلق عالياً ليترك جلجامش ينظر إلى أوروك تلك المدينة البابلية مهد الحضارة ومهد ديمون الأول ما تقرأه الآن أيها الأمين الجديد هي الحقيقة وهي البداية وهي انطلاقة ديمون بالأرض تحدثت الحضارة الصومرية والألواح الطينية ذات اللغة المسمرية عن تلك الحقيقة ولكن أخفيت أجزاء منها كاملة سأخبرك بالحقيقة كما كتبت لتعلم ما هو صحيح وما هو خاطئ منها ليليث ليليث شيطانة العواصف من بلاد الرافدين ترافق الرياح واعتقد أنها تحمل المرض والموت ظهرت شخصية ليليث للمرة الأولى كشيطان أو روح مرتبطة بالرياح والعواصف عرفت باسم ليليثو في سومر حوالي عام 3000 قبل الميلاد يرجع العديد من البحثين التركيبة الصوتية لاسم ليليث إلى العام 700 قبل الميلاد تظهر ليليث في المعارف اليهودية باعتبارها شيطان الليل وكبومة نائحة في طبعة الكتاب المقدس الملك جيمس أصل كلمة ليليث بالعبرية بالأكادية ليليثو وهي من الكلمة ذات الأصل السامي ليلة وتترجم حرفيا إلى كيان ليلة الأنثوية بالرغم من إشارة النص المسماري إلى ليليث وليلتو باعتبارهما أرواح ريح حاملة للمرض قد تشير الكلمة الأكادية ليلتو إلى الربة السومرية نين ليل سيدة الهواء ربة الرياح الجنوبية وزوجة عن ليل نشأة الأسطورة ظهر اسم ليليث في رقم طيني سومري من مدينة أوروك يعود إلى ألفين سنة قبل الميلاد ويحكى عن أن إله السماء أمر بإنبات شجرة الصفصاف على ضفاف نهر دجلة في مدينة أوروك وبعد أن كبرت الشجرة اتخذ تنين من جذورها بيتا له بينما اتخذ طائر مخيف من أغصانها عشا له لكن في جدع الشجرة نفسها كانت تعيش المرأة الشيطانية ليليث وعندما سمع جلقامش ملك أوروك عن تلك الشجرة حمل درعه وسيفه وقتل التنين واقتلع الشجرة من جذورها فهربت ليليث إلى البرية ويبدو أن شجرة الصفصاف بالنسبة لليليث كتابوتي لمصصي الدماء تنتمي أسطورة ليليث إلى أصول تاريخية قديمة جدا فهي تتصل ببابل القديمة حيث كان الساميون القدماء يتبنون مجموعة من المعتقدات الخاصة بأجدادهم السومريين آدم وليليث ليليث هي شخصية معروفة في كتب اليهود حيث تقول الأسطورة أنها كانت الزوجة الأولى لآدم قبل حواء وتختلف الروايات بالحديث عن ليليث ولكن أشهر الروايات تقول أن ليليث هي المرأة الأساسية التي خلقها الله مع آدم من الأرض لكنها لم ترضى بسيطرة آدم عليها فهربت منه وأصبحت معشوقة الشيطان وكانت تلد له في اليوم مئة طفل فاشتك آدم لله لما فعلته ليليث فأرسل إليها ثلاثة ملائكة لإرجاعها ولكنها رفضت الرجوع فتوعدها بقتل مئة طفل من أطفالها كل يوم ومنذ ذلك اليوم تعهدت ليليث أن تقتل أبناء البشر كما تصور ليليث أيضا على أنها الحية التي أغوت آدم حواء للأكل من الشجرة المحرمة كانت أيضا توصف بأنها جميلة جدا وتمتلك صفات مغرية حيث يقال إنها كانت تتجسد ليلا أمام الرجال لكي تغريهم ثم تقتلهم وكانت ليليث تلقب بقاتلة الأطفال لها أجنحة ومخالب وتأتي ليلا لقتلهم غالبا ما يعاد طبعة كتاب شائع حول تقاليد الكابالة ومنها تعويذات وصيغ سحرية كتعويذة للحماية من ليليث المأخوذة من سفري رازيل ومن قصتين من قصص خلق الرجل والمرأة من قبل يهوة يهوة اسم الرب عند العبرانيين في الإسحاح واحد واثمان من سفر التكوين حيث ستولد أسطورة ليليث في العصور الحديثة المرأة الأولى المخلوقة والتي يزودها بأجنحة تمكنها من الهرب من جنة عدن لتفارق آدم إلا أنها لم تتوقع أن يقتفي أثرها ثلاث من الملائكة هم سينوئي سينسونوي وسامينجيلوف فيجدونها عند البحر الأحمر ويطلبون منها العودة لكنها تأبى ذلك وترتبط بالشيطان وتلد منه فتتوعدها الملائكة بقتل أولادها فتحقد على حواء وذريتها وتقتل أبناء حواء من البشر وهذا يرجع إلى غيرتها منها خاصة أن حواء خلقت من طين لكي تكون بديلا عنها مع آدم مع أن ليليث لم تذكر بالاسم في الكتاب المقدس فإن هناك إشارة إلى ما قد يكون مأواها حيث نجد في العهد القديم إشعية الإصحاح الرابع والثلاثون في نهاية آدم التي تتحول بفعل غضب يهوى إلى كتلة نارية من القار الزفت والكبريت وقبل أن تصبح مكانا قفرا لا يستطيع أحد اجتيازه إلا البجع والقنفذ وطائر البوم والغراب وكلها ستتخذ من هذا الخواء مأوا لها كي تجد الهدوء برفقة القطط المتوحشة والضباع والستير ذكر الماعز ذو اللحية والأفاعي السامة والنصور وذكر أيضا مأوى ليليث في كتاب الزهر الزهر مجموعة من الكتب في التصوف اليهودي يتناول فكرة الكابالا عندما كان الشخص المقدس المبارك الذي جلب الدمار لروما الشريرة وحولها إلى خراب ليصل للحياة الأبدية فإنه سيقوم بإرسال ليليث هناك ويجعلها تستقر في هذا الخراب لأنها خراب العالم وهذا ما يشير إليه العدد وهناك سوف تستقر ليليث وتجد لنفسها ملاذا للراحة بالعبرية بمعنى ملتوي أو منحني وحش بحري طوراتي أشير إليه في العهد القديم المزامير أيوب أشعية أصبحت كلمة الوياثان مرادفا لأي وحش بحري هائل ففي رواية موبيدك يشير الوياثان إلى الحيتان الهائلة فيما أصبحت الكلمة في العبرية الحديثة تعني الحوت ببساطة في اليهودية وردت كلمة الوياثان في الكتاب المقدس في خمسة مواضع وأشير إليه باعتباره التنين في الإصحاح الثالث من صفر أيوب أشعية واحد صفحة 27 والمزامير الثالث عشر صفحة 74 والمزامير الخامسة والعشرين من صفحة 26 وحتى أربع ومئة وصفر أيوب واحد من صفحة 34 وحتى صفحة 41 أذكرت كلمة الوياثان أيضاً في تعليق رواشي على صفر التكوين يترجم كلمة تانميم إلى وحشاً بحري تمساح أو أفع كبيرة ويعلق رواشي طبقاً للأساطير فإن هذا يشير إلى الوياثان ومادته خلق الرب الوياثانين ذكراً وأنثى ثم قتل الأنثى مبرراً ذلك بأن تناسل الوياثان سيدمر العالم تظهر المراجع التوراتية للوياثان وكأنها قد تطورت من أساطير بعل الكنعانية التي تضمنت مواجهة بين بعل ووحشاً بحرياً سباعي الرؤوس اسمه لوتان ولوتان هي الهجاء الأوغاريتي للكلمة العبرية الوياثان تمثل المراجع التوراتية أيضاً قصة الخلق البابلية إنوما ألش حيث يذبح إله العواصف مردوك أمه تيامات وحش البحر وربة الفوضى والخلق ويخلق السماء والأرض من نصفي جثتها في المسيحية يعتبر التمثيل المسيحي للوياثان أنه شيطان أو وحش طبيعي مرتبط بالشيطان ويميل البعض إلى كونه هو الوحش رهب المذكور في سفر إشعية يعتبر بعض دارسي الكتاب المقدس الوياثان كممثل لقوى الفوضى التي سبقت الخلق مستشدين بما جاء في سفر التكوين من أن الأرض كانت خالية إلا من الماء وما جاء في المزامير بخصوص الوياثان تقترح بعض التفسيرات أن الوياثان هو رمز للبشر في مواجهة الرب مدعين أن الوياثان مع الوحوش التي ذكرت في سفر دانيال والرؤية ينبغي أن تفسر على نحو مجازي ويظهر استخدام كلمة الوياثان في أسفار العهد القديم على أنه إشارة إلى وحش سامي ذكر في الأدب الأغارتي ووفقا للأسطورة الكنانية فإن الوياثان عدو نظام الخلق وذبحه الإله الكنعاني بعل كلمة الوياثان لليهود القدامى أصبحت مرادفا لما يحارب مملكة الرب ويتضمن هذا على وجه الخصوص الدول التي تحارب إسرائيل يظهر الوياثان أيضا في كتاب عينوخ المشكوك في سحده حيث يصف الوياثان ويعرفه على أنه أنثى بحرية مقابل بهموث الذكر الصحراوي ووفقا للقديس تومة الكويني فإن الوياثان هو الشيطان الحسد والشيطان الذي يعاقب أولا من بين الخاطئين الوياثان كحيوان في سفر أيوب وضع بهموث والوياثان معا مع عدد آخر من الحيوانات الدنيوية كالماعز والنصور والسقور الأمر الذي قاد العديد من الدارسين المسيحيين إلى الافتراض بأن بهموث والوياثان يمكن أن يكون أيضا مخلوقين أرضيين والحيوان الذي يفترض على نطاق واسع أنه الوياثان هو التمساح النيلي مثل الوياثان فإن التمساح النيلي المائي محرشف ويملك أسنانا شريسة ممزقة ينص صفر أيوب على أن عيني الوياثان كهدب الصبح ما جعل البعض يقارن هذا المقطع بعيني التمساح التي تظهران خارج الماء قبل بقية رأسه متضمنين صورة شروق الشمس في الأفق تعترض صعوبات هذه الصورة حيث أن الوياثان يوصف في صفر أيوب بأنه ينفث لها بكتنين بالإضافة إلى أن شكل التمساح لا يماثر الأوصاف التوراتية الأخرى للوياثان الوياثان يقترح آخرون أن الوياثان صورة مبالغة فيها لحوت وتواجه هذه الفكرة بعض الصعوبات حيث أن الشعب اليهودي في الشرق الأدنى لم يواجه حتانا على الأرجح في منطقته الدافئة تعتقد نظريات أخرى تعتمد على علم تشفير الحيوان وعلم الخلق أن الوياثان كان زاحفا مائيا مثل بليسي سوروس أو عضوا في عائلة هاردوسور خصوصا طائفة بارا سورولوفوس عشتار عشتار هي إلهة الجنس والحب والجمال والتضحية في الحرب عند البابليين ويقابلها لدى السومريين إنانا وعشاروت عند الفينقيين وأفروديت عند اليونان وفينوس عند الرومان وهي نجمة الصباح والمساء كوكب الزهرة رمزها نجمة ذات ثماني أشاعة منتصبة على ظهر أسد على جبهتها الزهرة وبيدها باقة زهور وقد تعددت تصويراتها ورموزها وظهرت في معظم الأساطير القديمة وتغنى بحبها الشعراء وتفنن بتصويرها الفنانون بالرسم والنحت عشتار تصور على هيئة امرأة عارية تركب وحشا وهي إلهة الحرب والحب في بابل القديمة وتجمع بين الجنس الإباحي والإجرام الدموي وتحكم الشرق الأوسط منذ آلاف السنين وخاطبها جلجامش في ملحمته الشهيرة قائلا ما أنت إلا موقد سرعان ما تخمد ناره في البرد أنت باب لا ينفتح في صد رياح عاصفة أنت قصر يتحطم في داخله الأبطال أنت بئر تبتلع غطاءها أنت حفنة قير تلوث حاملها أنت قربة ماء تبلل صحبها أنت حذاء تقرس قدم منتعلها ويصفها الكتاب المقدس الإنجيل في سفر الرؤية الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة اثنان التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها ثلاثة فمضى بي بالروح إلى برية فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجدف له سبعة رؤوس وعشرة قرون أربعة والمرأة والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ ومعها كأس من ذهب في يدها مملوءة رجسات ونجسات زناها خمسة وعلى جبهتها اسم مكتوب سر باب العظيمة أم الزواني ورجسات الأرض عشتار وغيرها من أليهة الأنوثة والخصوبة لدى كل الديانات البدائية كانت ترمز ويشار إليها برموز مثل الشعلة الأبدية النجمة الخماسية والوردة والقمر ومثلث تارة تمطط الأسد وهو رمز حبيبها تموز وتارة أخرى ترعى البقر وصور قرنها الهلال ترمز بشكل عام إلى الآلهة الأم الأولى منجبة الحياة وكان أحد رموزها الأسد ومعبدها الرئيسي كان في نينوى قرب مدينة الموصل وكان الصمريون يطلقون عليها عنات والعرب يسمونها عفترة والإغريق يسمونها أفروديت ظهرت أول مرة في بلاد سومر في العراق وسوريا وجنوب بلاد الرافدين قبل أكثر من ستة ألاف عام إما بشخصها المرسوم على الأختام الأسطوانية وبعض المنحوتات وإما بالرمز الذي يدل عليها في الخط المسماري وهو النجمة الخماسية التي تشير إلى كوكب الزهرة المع الكواكب وإما الأفعى رمزا للطب والشفاء عشتار عند السومريين هي في أساطيرهم ابنة الإله سين إله القمر وأمها الإلهة نينكال وأختها الإلهة عشكجال إلهة العالم السفلي وعالم الأموات وهي أعظم الإلهات وأسمهن منزلة وكان مركز عبادتها الأصلي مدينة أوروك الوركه عاصمة بلاد سومر التي كانت تعد من أهم المراكز الدينية والحضارية لعصور طويلة وقد لعبت دورا هاما في ملحمة جيل جامش أسطورة عشتار والراعي يقال إن عشتار ذات جمال باهر لم يشهد له مثيل حتى أزيس عشقها ولم يكن أهل الأرض بعيدين عن ذلك العشق كانت عشتار تدور بين عالم البشر بحثا عن الضحايا حتى وصلت إلى ملوك البشر فكانت تأخذ كل ما يملكون وتعيدهم بالزواج حتى إذا ما أخذت أعز ما يملكون تركتهم وهم يبكونها ليلا ونهارا وفي يوم وصلت عشتار إلى راعي أغنام فذهله جمالها واغوته عيون الفتاة فقام بذبح شاتا لها لكي تبقى معه لأطول زمن ممكن فأخذت تأكل عشتار ثم رحلت وفي اليوم التالي ذبح لها وفي الثالث فعل نفس الشيء حتى لم يبقى لدى الراعي شيئا يقدمه لعشتار سألها البقاء معه ولكنها رفضت وقالت إنه لا يملك شيئا يغريها بالبقاء معه فقام الراعي بسرقة شاتا وأخذ يبحث عن عشتار ليقدم لها ما سرق ومن يومها أصبح الراعي ذئبا يسرق من الرعاة على أمل أن تعود عشتار لتجلس معه أسطورة الشجرة وحان وقت قطع أغصانها اكتشفت أن أفعى قد اتخذت من أسفلها مخبأ وأن طيرا بنى في أعلاها عشا وأن عفريتة استقرت في وسط جذعها فاستنجدت إنانا بأخيها الذي أسند المهمة إلى البطل المشهور جلقامش فجأ هذا البطل متسلحا بدرع السمك وفأس ثقيل واستطاع أن يقتل الأفعى وعند ذاك فرت طير وهربت العفريتة إلى الخرائب المهجورة فقطع جلقامش أغصان الشجرة وحملها هدية إلى إنانا لتصنع منها عرشا وسريرا الهبوط إلى العالم السفلي وفقا للأساطير أيضا تزوجت الإلهة تموز زواجا قتل بعده تموز فحزنت عليه حتى بلغت حدا أبت تحت رزقه إلا النزول إلى عالم الموت لترى تموز هناك فساءت الأحوال على الأرض وتوقفت وانقطع النسل فأرسلت السماء أمرا إلى العالم السفلي بإخلاء سبيل عشتار عادت عشتار إلى الأرض ومعها عادت الحياة لتموز وكانت هذه القصة محورا أساسيا في الدين البابلي لفترة طويلة فعشتار أيضا كادت أن تغوي الملكين الذين كانا يمكثان في الكهف ليعلمان إنسا السحرة المضاد للسحر المنتشر في بابل في ذلك الزمان هبوط أينانا يعتبر هبوط أينانا إلى العالم السفلي أول ملحمة إنسانية حول موضوع الإله الفادي بحيث تقوم أينانا بتضحية اختيارية وتنزل إلى العالم السفلي حيث تلبث ثلاثة أيام ثم يسعى خادمها الأمين لاستعادتها مينوتور مينوتور بالإغريقية مينوتوروس في الميثولوجية الإغريقية مخلوق نصفه رجل ونصفه الآخر ثور وهو ابن باسيفاي زوجة مينوس وثور أبيض كالثلج يدعى الثور الكريتي في الأسطورة تم إرسال الثور الأبيض السابق ذكره إلى مينوس كتضحية من قبل بوسيدون فأحبته بيسافاي ومارست الحب معه فكان طفلهما مينوتور ويقتن في قصر اللابرانت قصر التيه وهو عبارة عن منشأة شبيهة بالمتاهة بنيت لملك كريت مينوس وصممها المعماري داديالوس لاحتجاز مينوتور كعقاب من بوسيدون بعد قتل أندو ابن مينوس من قبل ملك أثناء إغوس قام مينوس بمهاجمة أثناء ليفرض إتاوة بسبعة شبان وسبع عذارة ليأكلهم مينوتور كل تسع سنوات أو كل سنة حسب بعض المصادر كونت الأساطير الإغريقية جزءا هاما من منظومة المعتقدات والمفاهيم لدى القدمة إلى أن المرأة لا يدرك أهميتها في حياتنا اليومية إلا حينما نذكرها في حياتنا اليومية فمثلا نذكر أطلس الذي يحمل كوكب الأرض على كتفه لدى تصفحنا لأطلس البلدان الذي يحوي مجموعة الخرائط الجغرافية أو عندما يصف أحدهم فتاة حسنة فيشبهها بفانوس إلهة الجمال أو عند ذكر المكوك الفضائي أبولو في هذه المرة نستعرض لكائن أسطوري آخر ورد ذكره في الميثولوجيا الإغريقية وهو مينوتور في جزيرة كريت الهادئة والواقعة في البحر المتوسط على مقربة من جزر اليونان الأخرى نشأت حضارة فريدة فعلية وهي حضارة المينو وعاصمتها كونوسوس تلك المدينة الغابرة التي كانت في وقت ما مزدهرة منذ خمسة عشر قرنا وقد كانت جزيرة كريت مهدا لأحد أشنع الكائنات الأسطورية الإغريقية على الإطلاق هو مينوتور هذا الوحش الدموي المخيف الذي كان له رأس ثور وجسد إنسان وثمت روايات ضعيفة تقول أن ثور كان الجزء الصفلي المهم أنه كان مرعبا ومخيفا وكان يقتل كل من يجرؤ على الاقتراب منه وكلمة مينوتور مشتقة من كلمة مينوتوروس الإغريقية وهي مكونة من مقطعين الأول مينو والتي تشير إلى الملك مينوس أو الحضارة المينوية والأخرى توروس والتي تعني الثور أي أن معناها هو ثور مينوس ولادة مينوتور بعد اعتلاء مينوس للعرش في كريت كان يناضل مع إخوته على فرض سلطته في البلاد ومن أجل تحقيق هدفه صلى لبوسيدون إله الأعماق والبحار عند الإغريق فنظر له أضحية تتمثل بثور أبيض كبيض الثلج حالما يوافق بوسيدون على تحقيق رغبة مينوس وعندما تحقق لمينوس ما تمناه كان عليه أن يضحي بالثور الأبيض على شرف بوسيدون لكنه قرر الاحتفاظ به إذ راقه جماله وكان على مينوس أن يتحمل العقاب لعدم إفائه بوعده لبوسيدون فجعلت آلهة الحب أفروديت من زوجته باسيفاي وقعة بشكل جنوني في حب ثورا من البحر وهو ثور الكريتي فطلبت باسيفاي من مهندسها البارع ديدالوس أن يصنع لها نموذجا لبقرة من الخشب مجوفة من الداخل لكي يتم لها ما رغبت به وتتزوج تضاجع الثور الأبيض الذي أحبته ونتج عن هذا الاقتران مينوتور الوحش الأسطوري الذي قامت باسيفاي برعايته خلال فترة طفولته بناء المتاهة سرعان ما نمى مينوتور وأصبح مفترسا وكان أمرا غير عادي أن يجمع بين الإنسان والوحش كما لم يكن لغذائه مصدرا طبيعيا إذ كان يفترس البشر ويأكل لحومهم ليسد جوعه حصل الملك مينوس على المشورة من الوحي أوراكال عند معبد دالفي وهي تتمثل في بناء متاهة عملاقة لتكون مسكنا لمنوتور فقام ديدالوس ببنائها بالقرب من قصر مينوس في مدينة كونوسوس وتم احتجاز منوتور في هذا المكان ليركض بين ممراته عجزا عن الخروج وصارت هذه المتاهة من أهم معالم جزيرة كريت ومن الجدير بالذكر أن الكشفات الأثرية الحديثة أظهرت أثار المتاهة في باطن الأرض تحت أنقاض قصر مينوس وتعني كلمة الليبرانث المتاهة أو التيه في اللغة الإغريقية وهي عبارة عم مرات ومنحنايات متشابكة وشعاب معقدة للغاية ويكون من الصعب جدا الخروج منها وكانت فكرة بناء التيه هي الفكرة التي ساهمت في التخلص من كارثة بيولوجية حلت على الجزيرة الهادية إلا أن المشكلة لم تنتهي عند هذا الحد وكانت المأساة لم تأتي بعد أضاحة بشرية بدأت المأساة عندما فاز ابن الملك مينوس ببطولة الألعاب الأولمبية التي تقام دائما في أثناء فحصل على الكثير من الهدايا والجوائز مما جعل ابن ملك أثناء يستشيط حقدا وغضبا فقام بإرسال بعض قطاع الطرق لكي يهاجموا ابن ملك كريت ويمزقه إربا وكانت هذه الجريمة كافية لكي يثور ملك كريت الذي علم ما حدث لابنه بالتفصيل فقام بتجهيز جيشا جرار وزحف به نحو أثناء وقام بذبح الكثير من الأثنيين بل ولم يكتفي بهذا القدر فقام بحصار المدينة ليجبر جميع أهلها على الاستسلام وقد كان هذا الحصار مرهقا بالنسبة لأهل أثناء فقد شح عنهم الماء ونفذ الطعام لفترة طويلة فما كان من إيغوس ملك أثناء إلى أن أرسل إلى مينوس ليعرض عليه الصلح لكن الأب المكلوم رفض الصلح وقال إن أثناء كلها لا تعوضه عن ابنه ومع ذلك قبل الصلح على أن يعود إلى كريت ومعه سبعة فتيان أقوية وسبعة فتيات عذارة ليلقى بهم إلى المونوتور فلم يجد ملك أثناء إلى أن يوافق على هذا العرض الذي كان يتكرر كل عام وفي روايات أخرى كل تسعة أعوام وإلا سيواجه حربا أمام حضارة كريت القوية أنذاك في مواجهة مع مينوتور مرت السنون وأهل أثناء يدفعون هذه الضريبة الغالية من أبنائهم الشبان إلى أن ظهر فيسيوس وهو ابن ملك أثناء من امرأة ريفية والذي ألحى على والده أن يرسله إلى كريت مع مجموعة الشبان والفتيات ليلقي مينوتور كان فيسيوس يشعر بمذلة شعبه وكان لديه أمل في أن يسرع مينوتور ليخلص شعبه من هذا الثمن الباهظ وينهي عهد الظل وبعد مجهود كبير أقنع ثيوس أباه بأن يذهب فركب السفينة مع رفاقه عابرين البحر إلى جزيرة كريت وكان ثيوس قد وعد أباه بأن ينزل الشراع الأسود للسفينة ويرفع الشراع الأبيض بدلا عنه كإشارة لأبيه بأنه عاد حيا بينما يكون أبوه يراقب عودة السفينة من الأفق وهو على الشاطئ وإن لم تتحقق النجاة فسيظل الشراع أسودا وبذلك يعلم أنه لاقى مصرعه أمام مينوتور وصلت السفينة إلى كونوسوس ونزل منها ضحايا مينوتور ليلقوا مصيرهم البشعة وكان من الطبيعي أن يمر هؤلاء الضحايا على الملك ليرى كم هم شباب أقوياء وكم هن فتيات حسنوات لكن إراداني ابنة الملك مينوس أعجبت كثيرا بالبطل الأثيني ثيوس الوسيم مفتول العضلات كشأن الأبطال الإغريق وقد وعدها أنه سيتزوجها إن ساعدته في التخلص من ذلك الوحش الدموي الذي يكون في الأصل أخوها من جهة الأم وتناست أن أخا ثيسيوس هو قاتل شقيقها فقررت أن تنقذه من براثني مينوتور فقدمت له كرة من الخيطان وسيفا بتارا وفي لحظة دخول الضحايا إلى اللابيرنث قام ثيسيروس بربط الخيط عند المدخل ليعود مسترشدا به بعد أن يقتل من أطهر وانتظر ثيسيروس حتى جنى الليل وتسلل بين الممرات باحثا في حذر عن غريمه المرعب وحانت المواجهة عندما وجد الوحش نائما فبدره بعدة طعنات قدت عليه وأغمدت أنفاسه إلى الأبد ونجح ثيسيروس في قتل مينوتور وعاد ليتزوج ابنة الملك كما وعدها وفر معها من جزيرة كريت برفقة بقية الشبان الذين أنقذهم من المصير المحتم على يد مينوتور لكن لسبب ما نسيت سيروس خلال رحلة عودته على السفينة أن يرفع الشرع الأبيض فظن الأب الذي يراقب قدوم السفينة بأن ابنه لاق حتفة فرمى نفسه في البحر حزنا عليه ليموت غرق تفسير التاريخ والعلم للأسطورة ثم تتفسير تاريخي للأسطورة يشير إلى الوقت الذي كانت فيه كريت قوة مهيمنة سياسية وثقافية في بحر إيجا حيث كانت أثناء الوليدة الجديدة وربما غيرها أيضا من المدن اليونانية الأخرى خاضعة لنظام الجزية لمصلحة كريت ومن المحتمل بأن هذه الجزية شملت فتيانا وفتيات لتضحية بهم كقرابين بشرية حيث دلت الكشفات الأثرية على وجود أثلام في عدد كبير من الهياكل العظمية البشرية أمام مذابح على هيئة ثورة لم تكن تدل على التضحية فقط ولكن شملت ممارسة لتقوص أكل رحم البشر وكانت تبدل الأضاحي التضحيات على شرف إله معبود بهئة ثورة ويجري تنفيذها بشكل مراسم يشرف عليها كاهن يلبس رأس ثور أو قناعا وهو ما يفسر تصوير من أطور وقد يكون ذلك الكاهن ابنا للملك مينوس وعندما استطاعت مدن اليونان التحرر من هيمنة كريت عملت أسطورة مينوتور على تشكيل الوعي الديني للأمراء الهيلينيين مستلهما من معتقدات المينويين مكان المتاهة يحتمل أن يكون قلعة مهجورة من الحجارة في جزيرة كريت هو الموقع الأصلي للمتاهة القديمة المذكورة في الأسطورة الإغريقية بعد أن عثر فيه على شبكة معقدة من الأنفاق تحت الأرض حيث قام فريق من العلماء في بعثة للتنقيب عن الآثار في المحجر في صيف عام تسعة وألفين من السنة الميلادية بالقرب من بلدة غورتاين في جنوب الجزيرة فوجدوا متاهة كتلك التي تحدثت عنها الأسطورة ولكنها تبعد عن قصر مينوس الكائن في مدينة كونوسوس مسافة عشرين ميلا قرابة اثنين وثلاثين كيلومترا ومدينة كونوسوس كانت دائما مرادفة لأسطورة مينوتور منذ أن كشف التنقيب الأثاري عنها منذ قرن من الزمن يعتقد علماء الآثار أنهم عثروا على متاهة معقدة داخل كهف بالقرب من مدينة غورتاين التي كانت عاصمة للرومان في جزيرة كريت وهي المرشح الأكثر قبولا لموقع المتاهة التي ذكرت في الأسطورة بعد أن كان يظن سابقا ويقال دائما لأكثر من ستمائة ألف سائح يزورون أطلال مدينة كونوسوس سنويا إنها الموقع شبه المؤكد لقصر مينوس الملك الأسطوري والذي يفترض أن المتاهة المظلمة بنيت بجواره لإواء المخلوق المخيف مينوتور نهاية مينوتور يعرف موقع كونوسوس الأثري بأنه موقع الليبرونث قتل مينوتور في النهاية على يد ثيوسوس ابن إيغوس الذي تطوع بذهاب لهذه المهمة بمساعدة إرياديني ابنة مينوس بخيطا أعطته له يكون أوله في بداية المتاهة فيمكنه الخروج ومينوتور تعني بالإغريقية ثور مينوس وكان اسم الثور استريوس وهو اسم يشترك فيه مع أبيه مينوس بالتبني ربما أتت الأسطورة من احتفالات القفز على ثيران الموجودة على النقوش الكريتية والذي يبدو أنه كان طقصا دينيا الوحش جاكي في الأسطير اليابانية القديمة برزت أسطورة الوحش الجاكي أو كما يسمى بالإنجليزية جاكا واليابانية جاكاما وهي شياطين جائعة تولد بعض الموت بحسب الأسطورة ووظيفتها الرئيسية الأكل فهي تأكل أي شيء حتى لو كان الأطفال ولا يمكن أن تموت من الجوع هذا ما يجعلها أكلة لحوم مرعبة بامتياز بحسب ما جاء في الأسطورة المريبة حاروت وماروت في أس ماردوك فارسي كوكبون بيرو في أس إله بابل الأوحد ملحمة الأينما ألش بعد مئات الأعوام من وفاة جلقامش بمدينة بابل انتهى عصر جلقامش وتعاقب الحكام على مدينة أوروك قبل أن يبدأ عصر اندماج مدينتي أوروك وبابل ليصيرا تحت لواء بابل لتكون بابل مركز الحضارة بالكرة الأرضية حينها كان الجميع يتذكر جلقامش دائما وما فعله بأوروك وبابل وإنقاذهما لتصبح سيرته كسيرة الأولين من مهليل وسواه عظيما من بين العظماء خاصة بعد ما فعله من هداية البشر حينها ليعبدوا إله السماء الواحد خالق الأرض والبشرية لكن مرت الأزمنة واختلفت بابل كثيرا ليتناسى الجميع ما فعله جلقامش خاصة بوجود إله واحد ولتعود فكرة تعدد الآلهة ويعود أهل بابل كسابق عهدهم بالعديد والعديد من آلهة الشيطان الأكبر ما بين أبسو إله الماء العذب وزوجته تيامات إلهة الماء المالح وبنيهما لخمو ولخامو وبنيهما أنشار وكشعر الذين فقى أبويهما قوة ومنعه وهنا يعود معهم أنو إله السماء مرة أخرى والذراع اليمنى للشيطان حينها تعاقبت فكرة وجود حامي الأرض وإرتديمون كان حامي إرتديمون دائما ما يكون الحاكم لكن لم يحاول أحدهم استخدامه بل سخر منه بعض الحكام ومن الروايات التي انتشرت حوله فيما رأاه البعض مجرد زينة وحولي وصولجان ولم يحاول أحدهم استخدام جميعها في المناسبات الرسمية كمظهر رسميا للحاكم تعدد الحكام لينتهي الأمر عند ماردوك مالك مدينة بابل حديثة كان الجميع يعلم مدى شغف ماردوك سليل جلقامش بسيرة جلقامش الأولى ويرى أنه يحمل الدم الإلهية كسليلا وحفيد لجلقامش لذا فإنه ليس حاكما من عامة الشعب بل إنه إله لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تخطى المدى ليرى أنه الأحق بالألوهية المطلقة إنه الإله الأوحد ولو كان الأمر بيده لأنهى أمر جميع الآلهة الأخرى كان الأمر ملحا وطوال فترة الحكم تلك كان يبحث عن كيفية الوصول لهذا إنه يملك الأدوات لفعل ما يريد لكنه لا يدري كيفية استخدام تلك الأدوات والتي أضحت منذ زمن بعيد جزءا من المراسم الرسمية يعلم أنها تخفي وراءها الكثير والكثير ملابس دمعون مميزة تلك وتلك الفأس وهذه القلادة مع ذلك الكتاب ذي التلاصم والخاتم الآخرين يصعر بأن تلك الأدوات مستمعة ستقوده إلى حيث يريد لكنه لا يعلم من أين يبدأ سأل الكثير وعرض تلك الأدوات على الحكماء دون جدوى حتى بدأ اليأس يدب بين أصاله لكنه لم يكن يعلم أنه في تلك الليلة سيتغير الأمر برمته ليلة أخرى كغيرها من ليالي صيف بابل ذات سماء صافية دون أي نسمات تذكر الجو حار الجميع قد توجهوا لمنازلهم منهم من اتجه للنوم استعدادا ليوم آخر وآخرون قرروا المكثب منازلهم دون هدف أو غاية بدأت بعض النسمات بتحريك أوراق شجر بابل نسمات كنسمات الصيف قليلة قبل أن تبدأ بازدياد لتصبح كإعصار صغير ليصاحبها ظهور ذلك الشيء بالسماء سفينة فضائية حجمها كقرية صغيرة حلقت فوق بابل مطلقة أضواء خافتة وتاركة ذلك الإعصار الصغير من خلفها في الهواء لتتجه إلى قمة جبل بابل لتستقر هناك على سفح الجبل قبل أن تختفي عن الأنظار كأن لم تكن صباح اليوم التالي بدأت الحياة العامة ببابل كالعادة يوم شأنه كشأن أي يوم آخر وقد تضاعف نسل وعدد سكان بابل بعد انضمامها لأوروك لتصبح أشبه بدولة كاملة بجميع المرافق وبحاكم لتلك الدولة كان العامة يسيرون بين الطرقات منهم من اتجه إلى حانوته ليبدأ عمله بالبيع والشراء ومنهم من اتجه لمرافق بابل للعمل لدى الحاكم ومنهم من اتجه للعمل بالبغاء المرخص كل ذهب إلى مبتغاه الجميع كان يعلم إلى أين يتجه سوى اثنين اثنين فقط سارى متخفيين ملثمين دون أن يلاحظ أي من سكان مدينة أوروك وجود هذين الغريبين الذين سارى بين العامة ليتفحصان المدينة قبل أن يحدث أمر غير معتاد لقد شبى حريق هائل بذلك المعبد الخاص بالإله أبسو أسرع الجميع إلى المعبد في محاولة منهم لإخماد ذلك الحريق دون جدوى حتى ظهر هذان الغريبان فجأة من العدم غريبان بشرتهما بيضاء تماما دون شائبة حلقا بالسماء من أعلى ونيران صغيرة تنطلق أسفل أحضيتهما كان المشهد أسطوريا بحق بتحليقهما أعلى جميع سكان بابل بدأ كل منهما كما لو كان ملكا جاء لحماية معبد الآلهة قبل أن يبدأ كل منهما بإطلاق غاز من ذلك القفاز بيده تجاه المعبد غاز أبيض هو أيضا لينتشر بين أرجاء المعبد فينطفئ ذلك الحريق تماما لم يعد أحد من سكان بابل مهتما بأمر ما حدث حتى إن الشخص الذي تسبب بالحريق قد خرج من المعبد منتظرا إلقاء القبض عليه باسم الآلهة قد وجد الجميع ينظرون للأعلى فنظره أيضا ليجد الملكين يحلقان بالسماء لم تكن سوى عدة ثوان امتص خلالها سكان مدينة بابل تلك الصدمة جراء ذلك المشهد حتى انطلق أحدهم يقول لقد بعثت الآلهة بملائكتها لحماية معبدها هنيئا لنا بمبعوثي الآلهة هلل الجميع من حولهما ولا يزال الغريبان ينظران إليهم قبل أن ينطلقا سريعا باتجاه قمة جبل مدينة بابل لتظهر تلك السفينة من العدم أمام الجميع قبل أن يدلفا إليها لتختفي تلك السفينة عن الأنظار انتشر الأمر سريعا كعود ثقابا ألقي بين نفارات من قطع القش ليصل إلى مسمع ماردوك جن جنونه حينها هذان مبعوثا الآلهة بحق حتى تضمن الآلهة ولأ شعب باب لهم أم أنهما منقذان كأسطورة أنكيدو الذي جاء من السماء لينقذ قلقامش الأعظم لم يهتم ماردوك كثيرا بتحليل الموقف ليتجه مع حرسه إلى مكان معبد أبسو لم يكن بالأمر اليسير أن يأتي حاكم باب الأعظم لتفقد أي من أمور الرعية ولو كان الأمر هو حريق أحد معابد الآلهة الجميع يعلم ما يكونه ماردوك تجاه تلك الآلهة ولو لم يبح به لكن الأمر جلي كالشمس في كبد السماء واضح للجميع ماردوك يرى أنه الإله الأوحد دون غيره ويسعى لنيل ذلك لكنه لم ولن يخبر هذا للملأ حتى يحققه وصل ماردوك إلى المعبد ليفسح الجميع دون أي حديث له المكان ليتجمع سكان بابل على الجانبين ويسير ماردوك بحرسه وسط هذا الجمع ليركع الحاضرون صفاً على كلا الجانبين تباعاً احتراماً لمردوك الذي وصل إلى بوابة المعبد ليشاهد الأضرار التي حدثت ليجد كاهن المعبد في استقباله وبجانبه حارسان يمسكان بشخص ما قبل أن يقوم كاهن المعبد بتقبيل يد ماردوك قائلاً لقد نال معبد أبسو عظيم الشرف بحضورك يا مولاي لم يجب ماردوك لكنه نظر لذلك الأسير ففهم الكاهن فحوى النظرات المتسائلة على الفور ليقول هذا ما قام بإحراق معبد الإله أبسو بكى الأسير وهو يزد تحت قدمي ماردوك محاولاً تقبيلهما لكن ماردوك أبعد قدمه على الفور والأسير يقول لم أقصد إحداث ضرر يا مولاي ما كنت أفعله هو أني قمت بتقديم القرابين من الزيت والشعير وبدأت بالصلاة لسيدي أبسو ولم ألاحظ قرب الزيت من النار قبل أن تشتعل الأمور دون أي مقدمات قال ماردوك أفرج عنه نظر الكاهن بتعجب لماردوك هو يعلم مدى كره سيده للآلهة لكن الأمر لا يصل إلى العفو الصريح عن شخص قام بحرق معبد أبسو قبل أن ينظر ماردوك لعيني الكاهن ليتفهم شكوكه وهو يستطرد قائلاً هذا العبد كان يحاول التقرب إلى الآلهة ما حدث كان سعياً منه لهم إذا لا يستحق أن يكون جزاء تقربه الأسر أو القتل أطلق سراحة قالها فأطلق الحراس سراحه وماردوك يرى بعيني الكاهن نظرة تنم عن عدم رضاه بما فعله لكنه تجاهل الأمر وقد أسرع الأسير ليقبل يد ماردوك بشدة شاكراً إياه قبل أن يأمره ماردوك بالرحيل ليرحل فنظر ماردوك إلى الكاهن ومن معه متسائلاً أين ذهب هذان الغريبان بعدما فعله؟ نظر الكاهن لأعلى قمة الجبل مشيراً له قبل أن يقول لقد انطلقا إلى قمة الجبل تلك وهناك ظهر مجسم ضخم شبيه بأحد القصور لكنه كما لو صنع من المعدن وليس من الحجارة قبل أن يدلفا إليه ليتواريا عن الأنظار من خلاله نظر ماردوك إلى قمة الجبل فلم يجد شيئاً لتبدو على قسمات وجهه إمارات التعجب فنظر الكاهن قائلاً أين ذلك القصر أيها الكاهن؟ لا أرى شيئاً يذكر تلعتما الكاهن قبل أن يقول لقد اختفى يا مولاي كما لو كان قد تبخر بالهواء لكن تلك الرقعة التي أشرت لك بها نظر ماردوك إليها ثانية قبل أن يلتفت مغادراً محراب معبدي الإله أبسو ومشيراً لرجاله أن يتبعوا وشعب بابل يعاود الركوع له مرة أخرى الدهشة هي السمة العظمى التي تناولت ماردوك بعدما صعد برجاله إلى أعلى قمة الجبل دهشته لأنه لم يرى شيئاً كان فراغ قمة الجبل على امتداد البصر أمامه فإن عساه أن يختفي ذلك القصر المعدني يا ترى هل كان له وجود أصلاً أم أنه خيل لهم وجوده وإن خيل وشبها لهم وجود الغريبين فما قام بإخماد حريق المعبد؟ نظر مرة أخرى قبل أن يشير لأحد رجاله بأن يتقدم تقدم الرجل من خلف ماردوك ولا يعلم غاية سيده في ذلك الأمر لكنه كان عليه الطاعة فقط ظل يتقدم حتى توقف بغتة ليهتز بشدة وعنف قبل أن يسقط أرضاً جثة هامدة فغر ماردوك ورجاله أفواههم وهو يتراجع ومن خلفه تراجع جنوده الأمر كان عجيباً بحق وهو يرى ما يحدث فعلى بعض خطوات منه بدأ مجسم ضخم يظهر من العدم مجسم حددي يشبه ما وصفه الكاهن له قصر كبير تصدر منه الأضواء كشمس صغير ظل يظهر اتباع من العدم حتى ظهر المجسم بالكامل ليبدو ليس فقط كقصر كبير بل كقرية صغيرة تقف أمامهم ابتلع ماردوك لعابه بصعوبة قبل أن يتذكر أن رجاله خلفه فحاول جمع شتات هيبته مرة أخرى وهو يقول بصوت عال نحن نعلم أنكما هنا أيها الغريبان لا نطلب منكما شيئا جانب الخير وستجداني خيرا نريد فقط أن نراكما أن تظهر لنا ونتعاون معكما ظل الصمت المطبق هو الإجابة الوحيدة التي لم يرغب ماردوك في أن يحصل عليها لذلك ظل ينتظر دون اكتراث للوقت يشعر أن مراده قد اقترب لن يترك تلك الانفراجة التي تفتح بوابتها على استحياء لحلمه ويذهب سيظل أمام ذلك الجسد المعدني الضخم ولو تطلب الأمر بأن ينتظر دهرا كاملا فهو يشعر بأن الإجابة أصبحت قريبة لم يكد يفكر بالأمر حتى حدث ما توقعه فبأحد جوانب ذلك المجسم المعدني فتحت كوة صغيرة لم تلبث أن بدأ حجمها يتسع تدريجيا شيئا فشيئا حتى فتحت بالكامل ليعبط هادان الغريبان ويتجها بخطوات وثقة تجاه ماردوك الذي استشعر الحيطة والحذر بعدما رأى شكليهما وبشرتهما أناصعة البيض لكنه تماسك أمام رجاله وهو يمد يده لمصافحتهما قائلا أنا الملك ماردوك ملك مدينة بابل جئت لأرحب بمبعوثي السماء لم يتجاوب أي منهما مع سلام ماردوك لينظر أحدهما له قبل أن يقول معك هاروت وماروت من سكان كوكب نبيرو نعلم أن سكان مدينة بابل قد سمعوا هذا الاسم قبلا بما نستطيع مساعدتك سيد ماردوك كانت اللغة لغة بابلية سليمة ليبدو من خلالها الغريبان كفردين من مواطني بابل لذا صدمته تلك اللغة البابلية السليمة مع ذكرهما كوكب نيبيرو فتذكر ماردوك حينها أسطورة عن كيدو مبعوث ذلك الكوكب قديما للأرض وتلك الأقاويل التي تذكر أنه صاحب تلك الأدوات التي يتوارثها حكام بابل إلى الآن وأنها كانت سببا قديما في إنقاذ الأرض كانت دهشته من لغتهما ممزوجة بالغضب من تجاهل هاروت وماروت يده لكنه ابتلع كلا الشعورين على مضض ليقول جئت لكما بالسلام أريد أن نتعاون وأن نسعى لتبادل العلوم فيما بيننا لتكون بابل مركزا لتبادل ثقافة الأرض ومبعوثي السماء أجابه ماروت ونحن لا نسعى لذلك سنقدم خدماتنا لمن يحتاج فقط أما دون ذلك فلن يكون هناك تبادل علم أو حضارة فيما بيننا وبينكم سيد ماردوك بدى الغضب على وجه ماردوك من ذاك التجاوز وهو يقول ولما لا يكون هناك تعاون بيننا أجابه هاروت بهدوء ولما يكون لسنا في حاجة لعلومكم علومنا ستخدم مواطني بابل فقط دون الحكام نحن لا نسعى للتعامل مع أي حاكم التعامل سيكون بيننا وبين شعب بابل فقط قالها قبل أن يستدير عائدا للمركبة وماروت يتبعه ليدلفا من تلك الكوة بذلك المجسم الضخم قبل أن تعاود الإغلاق مرة أخرى خلفهما أتاركين ماردوك وحيدا يلملم أشلاء هيبته أمام حراسه أيام مرت على بابل وقد تغير حالها تماما شيئا فشيئا نسي سكانها وجود ماردوك كحاكم لهم يهتم بهم ويرعاهم بل إنهم نسوا وجود الآلهة ليصبح الحديث فقط عن هاروت وماروت أصبح هاروت وماروت كالآلهة لهم يعلمونهم علوم الفلك وكيفية استخدام تلك العلوم في التنجيم وقراءة الغيب بجانب العلوم الأخرى كالطب والهندسة وبناء المنازل بوقت قصير وبأقل الإمكانات تغيرت أحوال المواطنين من كان فقيرا فقد اغتنى من كان مريضا فقد شفي تعامل شعب بابل مع هاروت وماروت كالأنبياء أو الملائكة المنزلة من السماء فيما وصل الأمر لأن يعدهما آخرون أنهما إلهين حقيقيين كان هاروت وماروت يسمعاني تلك الأقاويل ولم يحاولا أن يثنيا تفكير أهل بابل عما يقولونه تجاههما كان ما يميزهما هو نقائهما وطهارتهما فبعض الغانيات حاولنا إثارتهما سعيا في نيل المجد المقدس بمضاجعة إله فيما كانت أخريات لا يملكنا قوت يومهن يعرضن عليهما ممارسة البغاء كتقدير وشكر لما فعلاه معهما سواء بشفاء من مرض أو بقراءة طالع لأي منهن لكن كانت تلك الأفعال تقابل بالرفض التام من هاروت وماروت بل يقومان بطرد من تفعل هذا الأمر شر طرد كان الأمر حينها يبدو كالخروج من رحمة الإله لذا ارتبط اسمهما بالشرف والأمانة والنزاهة من أي أمر غير أخلاقي أو انحرافي على العكس من آلهتهم القديمة أو حتى حاكمهم ماردوك بهذا الوقت كان ماردوك يشتعل غضبا وغيظة فلم يكتفي الزمان بأن يجعله من عمة البشر بعدما كانت سلالته تنحدر من الآلهة بل قد جاءه القدر بهذين الغريبين الذين بدأ يسحبان تقديس الشعب له كحاكم شيئا فشيئا ظل يفكر ويدرس الأمر شعبيتهما في ارتفاع متزايد في حين أن تحكمه بالأمور ينحدر رويدا رويدا ما الذي يمكن أن ينتقص من شعبية هذين الاثنين؟ ما الفارق بينه وبينهما حتى يقدسهما الشعب هذا التقديس ظل أياما يفكر في هذا الأمر يبحث بين طيات صفحات التاريخ عن أمر مشابه حتى وجدها في أسطورة جده الأكبر قلقامش لقد بعثت شمخات في بادي الأمر لغواية عنكيدو لذا عليه أن يقتضي بما فعله جده الأكبر لا شيء يعلو فوق امرأة غانية يثار لها اللعاب وتلك المرأة هنا إنها غانية معبد أبسو لم يرى جمالا يشبهها قبلا حتى هو ذاته تذوقها نال منها ما ناله كما فعل بغيرها من الغانيات فهو الملك يملك كل شيء حتى الغانيات الوهبات أرواحهن للمعابد تذوق الكثير والكثير لكن تظل نجمة الزهرة هي الأفضل وهي الأشد حرارة تستطيع أن تمتلك قلب أي رجل من نظرة واحدة هي وحدها من يمكنها فعل الأمر يمكنها أن تحول ملاكا إلى شيطان بنظرة واحدة كان قد اتخذ قراره بالإتيان بها لينادي على حارسه الواقف خارج الغرفة قبل أن يدلف الحارس ليقول ماردوك بحزم أريد منك الذهاب إلى معبد أبسو واحضر نجمة الزهرة من هناك لا تعدون أن تكون معك أمرك يا مولاي قالها الحارس قبل أن يغادر الغرفة سريعا لإحضار أشد غنيات باب السخونة من ستحول الملائكة إلى شيطان يتكرر الزمان وتتكرر أحداث التاريخ باختلاف الشخصيات ترى من صفحات التاريخ ذات الأمر يتكرر كما لو كان التاريخ هو فواصل رواية تصنع من أشخاص حقيقية وما يحدث هو أننا نقوم بأدوارنا المكتوبة ترى ماردوك يقف أمام نجمة الزهرة لتجد التشابه بينه وبين جلجامش وشمخات ذات الأمر ونجمة الزهرة تبتسم بدلال فيما يعرضه عليها ويعيدها بأنها ستكون من المقربين وأنها ستنال ما لم تكن تحلم به طوال حياتها التاريخ الغزو الأكبر والأشد غموضا طياته تحمل الكثير والكثير تتعاقب بين أزمنته تلك المصادفات المبهمة لتشعرك بأننا بأحد فصول رواية ما أو مسرحية هزلية ونحن على خشبتها تحركنا خيوط يتلاعب بها المجهول دون أن نعلم ذلك التاريخ ذلك الكائن المبهم يجعلنا نظن بأننا نعلمه نفهم ما بين خبيه لكن نستيقظ لنجد أننا ما زلنا أطفالا نحبه في حضرة المعلم الأكبر التاريخ نالت نجمة الزهراء ما نلته من وعودا حتى باتت منتشية ليس من خمور الملك والإله ماردوك بل من وعوده وأحلامه لم تتأخر كانت الأحلام تترقص بين عينيها إحدى جوار الملك الإله ماردوك الإله الأوحد لبابل تعيش في كنفه طيلة حياتها لتترك عملها النجس المقدس الجنس مقابل رضى الآلهة كم من مرات عديدة كانت تشرب لتنتشيه وتظل طوال اليوم تضحك على ذلك المنطق الجنس القدر في مقابل طاعة الرب الأسمى ياله من مبدأ حقا لكن الخلاص يلوح في الأفق وأي خلاص ستصير من عائلة الإله ولن تترك تلك الفرصة تبتعد من بين يديها عادت إلى المعبد لتأخذ زجاجتي خمر ولتبدل ملابسها بقطعتين ملابس تستر جزئين فقط من جسدها صدرها وعورتها فيما تركت باقي جسدها دون غطاء كانت تتعمد بأن تصير مثيرة هذا هو السلاح الأول وإن رفضاها كما أخبرها سيدها ماردوك ستلجأ للسلاح الآخر ألا وهو الخمر الهدف الأسمى هو أن تسقطهما في بئر الرذيلة وأن يأتي ماردوك عند فجر الغد ليجد كليهما بين أحضانها حينها سيكون قد امتلكهما سيصيران مثله وسيصير معه ما يحثهما على طاعته ارتدت ملابسها المثيرة قبل أن تتلفح برداء أسود فوقها غطاء حتى تصل إلى مكان هاروتا وماروت فقط حينها ستتحرر منه انتهت من أمر ملابسها لتمسك بالزجاجتي الخمر وتذهب إلى خارج المعبد كانت تعلم طريقها هي ترى ذلك المنزل المعدنية الشبيهة بالقصر أكثر منه كمنزل والقابعة فوق هضبة الجبل كطائر خرافي يراقب بابل بالكامل من أعلى شعرت بالرهبة عند رؤيتها للسفينة الفضائية الخاصة بهاروتا وماروت تمكث بالأعلى لكنها أبعدت مجال خوفها حتى وصلت لقمة الجبل وقد كان البدر قد أتم كماله في كبد السماء فبدت الليلة ملائمة لها لما ستفعله وقفت أمام السفينة ليرتعش جسدها رهبة من حجم ما ترى لكنها لم تلبث أن طمأنت نفسها بتذكري أن من خلفها هو الإله ماردوك ذاته ولو لم يصبح إلها فعليا إلى الآن لكن دماء الآلهة القديمة تسري بجسده ولا يمكن أن تتأذى من أي مخلوقا ولو كان ملكا مبعوث الآلهة الأخرى في حضرة الإله الأكبر ابتسمت وهي ترى ذلك الجوال بجانب السفينة لقد وعدها سيدها بتخطيطا محكم وهو يصنع الخطة بإتقان للنهاية وقفت أمام السفينة وهي تعلم أن من بداخلها يريانها لقد أخبرها سيدها أيضا بذلك إنهما سيريانها ولو كانت بالخارج ولم تفتح أبواب قصرهما المتحرك بدأت رويدا رويدا تتعرى من لباسها الأسود لتظهر جسدها المثير الذي تغطي قطعتان رقيقتان فقط جزءا منه لتبدأ بسير الهوينة تجاه السفينة كانت تتعمد الدلالة والإغراء في أثناء سيرها هي تعلم أن ذلك يعد أكبر اختبار ستوضع به لقياس مدى تأثير أنثتها على الغير لذا كان السؤال الذي يجول بخاطرها هل ستنجح في هذا الاختبار اقتربت من السفينة لتبدأ بإظهار مفتن آخر من مفاتنها وهو صوتها قائلة سيد هاريوت سيد ماريوت في البداية لم تجد إجابة لكن بعد تكرار ندائها وكما أخبرها سيدها ماردوك بدأت كوة بظهور رويدا رويدا من أحد جانبي السفينة حتى ظهر منفذ السفينة بالكامل كان الضوء الساطع القادم من الداخل تعشى له الأبصار خاصة مع ظلام المحيط لذا فقد حاولت إبعاد جانبا من الضوء بيدها قبل أن تجد كليهما قادمين باتجاهها ليبدأ قلبها بالخفقان قبل أن تتماسك وهي تكمل ما اتفقت عليه مع سيدها ماردوك بدأت بالترنح وهي تنظر بأحد أطراف عينيها قبل أن تجد أحدهما قد اقترب منها بشدة حينها تركت جسدها يسقط لتشعر بتلك اليد التي تحملها قبل أن يساعدها الآخر ليحمل جسدها ولا تزال تمسك بزجاجة الخمر إلى داخل السفينة قبل أن تبدأ الكوة بالانغلاق من خلفهم مرة أخرى كانت داخل سفينة هاروتا وماروت نصف ما خطت له قد تم بخير وكمال لم يتبقى سوى النصف الآخر فقط شعرت بجسدها وهو يلقى على سطح صلب قبل أن يبدأ أحدهما بإفاقتها فبدأت بالتظاهر بالإفاقة قبل أن تنظر إلى كل منهما قبل أن تتساءل في إعياء ودلال أين أنا؟ أجابها أحدهما وهو يربط على كتفها لا تقلقي أنت بالداخل مقر هاروتا وماروت أنا ماروت أخبريني ماذا حدث لك أجابت بإعياء لا أعلم لقد شربت الكثير والكثير حتى بدأت أشعر بأن روحي تكاد أن تفارقني لم أدري ما حدث بعد ذلك سوى أنني هنا تحدث الآخر الوقف بعيدا عنها وهو يحمل أنبوبا صغيرا بيده بداخله سائل لونه مائل للون الأخضر وبالأعلى توجد إبرة حددية مدببة قبل أن يقترب منها ممسكا يدها ليبدأ في وضع الإبرة ببشرتها لتتألم نجمة الظهرة قبل أن تبدأ استغلال ذلك الألم بتحريك جسد هارويدا لتتحرك مفاتن جسدها أمام كل من هاروت وماروت رأت بعيني ماروت الشهوى لكنه يحاول أن يبدو متماسكا أما هاروت فلم يبدو عليه تأثر قط حتى تلك اللحظة انتهى هاروت من وضع ذلك السائل بيدها لتتساءل في دلال ما هذا السائل الذي وضعته بجسدي أجاب هاروت بهدوء إنه بعض من العشاب الطبية المركزة لم تعلمها حضرتكم حتى الآن ستجعل جسدك يشفى خلال لحظات كانت تشعر بذلك النشاط المفاجئ بجسدها بالفعل في تلك اللحظة نشاط زاد من لهيب حرارة جسدها لتبدأ بالاعتدال من مرقدها متعمدة خلال ذلك تحريك جسدها بطريقة تثير الغرائز وهي تنظر لكلاهما لتجد كل منهما بذات الأمر ماروت يبدو أنه قد وقع بالفعل في حبائلها أما ماروت فلا يزال متماسكا وقفت نجمة الزهرة لتتجه إلى ماروت ذلك الذي يكاد أن يسقط في حبائلها لتقف أمامه بدلال فتراجع ماروت مبتسما لحائط السفينة قبل أن تقترب منه أكثر فأكثر ليشعر بأنفاسها الساخنة وهي تلهب وجهه وتقول لا أعلم كيف لي أن أشكر كلا منكما سيد ماروت شعرت بيدا على كتفها والتي لم تكن سوى يد هاروت وهو يقول لا وجود للغات الشكر هنا نحن نخدم أهل بابل والبشرية دون أن نسعى لنيل جزء أو شكور تركت نجمة الزهرة ماروت لتتقدم من هاروت بدلال وهي تقول لكن لابد لي من رددين لقد استخدمت ما السحر لمعالجتي وأنا أشعر أن لدي الكثير والكثيرة لأعطيه لكل منكما قالتها قبل أن تبدأ بالتخلي عما ترتديه حتى انتهت تماما ليقف جسدها يتلألأ كقطعة من ألماس أمامهما وقد وقفا دون حراك فعلى الرغم من أن الكثيرات قد عرضنا عليهما أسادهن لكن جسد نجمة الزهرة كان شيئا آخر بدأ كشمس تبعث نور الحياة مفاتن عدة ودلال وإغراء أسر كل منهما ليقفها دون أي ردة فعل استمر الأمر هكذا للحظات لتستغل نجمة الزهرة تلك اللحظات لتتحرك مطلقة العنان لمفاتنها أمامهما قبل أن يستفيق هاروت ويجمع رباطة جأشه ليطلب منها المغادرة على الفور سارت لتتجه إليه وهو لا يزال يطلب منها المغادرة لكنها تجهلت أمره تماما وهي تمسك زجاجة الخمر وتتحرك باتجاهه فيما تراجع هو كان لا يزال يطلب منها المغادرة وصوته يخفط رويدا رويدا إلى أن أصبح همسا وهي تلتصق به لتحرك جسدها بجسده قبل أن تعطيه من زجاجة الخمر لتتحدث بعينيها قبل لسانها وهي تقول بإغواء لن أترك أيام منكما قبل أن أدفع لكما ثمن علاجكما لي وصدقاني إنني أجيد دفع الأثمان جيدا على الرغم من عفافهما السابق فإنما امتلكته نجمة الظهرة من مفاتن وإغراءات يفوق قدرتهما على التحمل وحرارة جسدها التي شعر بها هاروت جعلته غائبا عن الوعي لوهله ليبدأ بالتجرع من زجاجة الخمر شيئا فشيئا حتى بد غائبا عن الوعي نتيجة شربه للخمر فتركته لتتجه لمعاروت الذي لم يبدو عليه مقاومة هو أيضا ليتجرع ما تبقى من الخمر حتى انتهت منه هو أيضا قبل أن يتجردا كلاهما من ملابسهما تماما بدأ كل منهما كما لو كان قطعة من الطين تشكلهما كيفما تريد لتبدأ بمضاجعتهما في آن واحد كل منهما ينيب الآخر في تناول جزء من جسدها ليتحرك الآخر نحو جزء مختلف وعلى الرغم من ممارستها للجنس كثيرا وكثيرا إلا أن تلك المرة كانت مختلفة لها بدأ أنهما ليسا من البشر قوتهما بدت مطلقة أطلقت عينان صرخاتها من فرط الشهوة واللذة والألم في آن واحد لم تعلم أن تلك المهمة بهذه المتعة لو استطاعت لطلبت من سيدها ماردوك أن يطيح لها البقاء عدة أيام بهذا الأمر لكنها دقائق فقط وسيكون عليها تنفيذ الجزء الأخير من الخطة انتهت منهما أو هما من انتهيا منها ليستلقيا على الأرض قبل أن تقف وهي تتألم متجهلة ما بذلته من جهد معهما لتتحرك إلى خارج السفينة قبل أن تقف أمام أحد الأزرار لتضغط عليه لقد رأت ماروت مسبقا وهو يضغط على ذلك الزر لتغلق تلك الكوة فما عليها سوى أن تعيد ضغطه لتجد تلك الكوة قد بدأت بالاتساع أرويدا نرويدا قبل أن تبدأ بالهبوط من السفينة كان الفجر قد بدأ يبزغ هذا يعني أن عليها إتمام ما جاءت إليه سريعا تجاهلت تلك البرودة التي أصابت جسدها العاري جراء هواء الصباح النقي لتتجه إلى ذلك الجوال بالجانب قبل أن تبدأ بسحبه بهدوء إلى داخل السفينة حتى انتهت لتتحرك بالداخل تاركة المنفذ مفتوحا دون أن تغلقه كان هاروت وماروت لا يزالان عاريين فاتجهت بالجوال إلى حيث مرقدهما قبل أن تفتحه لتلقي بطفلا صغير غائبا عن الوعي بفعل مخدر ما أسفل قدمهما وبيدها أمسكت سكينا حادا لتقول بدلال عزيزي كما كنتما بحماية وإعادة للحياة منذ قليل أطلب منكما أن تعيدا إلي روح الغائبة وسأدفع الثمن لكما مجددا هذا الطفل هو ابن زوجي الذي انفصل عني وتركني وحيدة بهذا العالم أرغب في أن تقما بإنهاء حياته حتى يحترق فؤاد والديه لقد احترق فؤاد طوال تلك السنوات تحولت إلى غانية بسبب والدي هذا الطفل وقد سعيت للانتقام لكني لم أستطع الآن أزديالي يا خدمة كما تستخدمان السحرة في معالجة المرضى ومعرفة الغيب لتحويل أقدار الناس استخدمان الآن قوة جسديكما لتحويل قدر والدي هذا الطفل وليحترق قلبهما كما حرق قلبي من قبل اعتدل كلاهما وهما ينظران للطفل لتنظر إليهما بدلال كانا تحت تأثيرها وتأثير الخمر استغلت هذا الأمر لتمتد يد كل منهما لتناول السكين قبل أن تعطيها لماروت الذي أمسكها لينحر عنق ذلك الطفل قبل أن تنطلق الدماء بشدة لتغرق أرض السفينة انفصل رأس الطفل عن جسده لتتلوث يد وجسد كل منهما بالدماء وهما لا يزلان عاريين قبل أن ينظر كل منهما لما فعله بدأ أنهما يستعدان وعيهما جراء الصدمة لتبدأ الدموع بالانسياب بعدما أدركا أنهما قاما بارتكاب كل المحرمات لقد شربا الخمر الذي أذهب بوعيهما ليزنيها قبل أن يقتل طفلا ليس من أمره شيء لقد فقدا الحكمة التي بسببها تركان بيرو وجاء من أجلها إلى الأرض وهما يعودان إلى القاع مجددا نظرا إلى الدماء على الأرض قبل أن يجدا تلك الأقدام التي تقف وسط الدماء لينظرا إلى أعلى ليجدا ماردوك يبتسم لهما وهو يميل برأسه كما لو كان يستمتع بما يراه ماردوك ذلك الحاكم الأرضي يقف أعلى هما مرتديا زياد دمون وقلادة شامش ويمسك بالفأس المقدسة بيده ومن خلفه رجاله رفع ماردوك رأسه لينظر إلى نجمة الزهرة التي وقفت بأحد جوانب السفينة وهي تحاول مدارات عورتها بيديها من رجال ماردوك ليبتسم ماردوك قبل أن يحدثها وهو يلقي إليها بتلك القطعة القماشية السوداء التي تركتها خارج السفينة حسنا فعلت يا صغيرتي ارتدي ملابسك تلك وغادر المكان وقريبا سأطلبك إلى قصري تناولت نجمة الزهرة ملابسها بسعادة بالغة بعد أن سمعت منه هذا الأمر لترتدي الملابس قبل أن تتجه إلى ماردوك مقبلة يده وتقول حياتي وجسدي ملك يديك يا مولاي اتسعت ابتسامة ماردوك قبل أن يمئ برأسه لتغادر نجمة الزهرة السفينة بعدما انتهى دورها ليتجه ماردوك إلى أحد الأركان ويجلسه على مقعد هناك ولا يزال نظره على هاروت وماروت العاريي الجسد والملطخين بالدماء فبدى شكلهما ببشرتهما البيضاء الملطخة باللون الأحمر كما لو كانا شيطانين فنظر إليهما مستمتعا قبل أن يزفر ويقول ها نحن ذا بالبداية طلبت من كليكما التعاون تبادل الخبرات جئت ويد السلام والخير ممدودة لكما لكنكم عرفت طوماها لتكون نهايتكما على يدي يدي الإله الأقبر فأنا من أحي وأميت وأنا من أستر عبدي وأنا من أفضحه نظر كل منهما له وعلى وجههما الانكسار ليبتسم ماردوك أكثر فأكثر وهو يقول والآن الأمر عائد لكما إما أن تقبلات عون معي وإلا سترى بابل بأكملها مبعوثي السماء وهما عاريين ملطخين بالدماء وقد قتلا طفلا صغيرا بعدما أذهب الخمر بعقليهما وبعدما ضجعا غانية من غوانيها وبعدها سأمتلك كل ما تمتلكانه الآن قالها وهو يشير للسفينة من حوله قبل أن يستطرد متسائلا ما قراركما صمت قبل أن يتحدث هاروت قائلا وما المطلوب بش وجه ماردوك وهو يشير لرجاله بحمل جثمان الطفل والمغادرة ليتجه اثنان من حرسه الخاص ليحمل جسد الطفل ورأسه المنفصلة قبل أن يغادروا ليترك ماردوك في جلسته مع هاروت وماروت ليبدأ بالتحدث قائلا أريد منكما أن تعلم أني قد أعطيتكما الأمان ومن غدر فسيلقى مصيره مني أو من رجالي وقف هاروت وهو يقول ليس هناك داع للغدر سنساعدك فيما تريد لقد سقطنا بالقاع وأصبحنا مثلكم لذا فليس هناك داع لأن نأخذ من الفضيلة قبلة لنا مجددا هل لنا أن نرتدي أنا وماروت ملابسنا أشار له ماردوك بأنه يوافق على ذلك ليتجه كلهما إلى الملابس ليرتديها قبل أن يتوجه هاروت إلى ماردوك مد يده بالسلام ليصافحه ماردوك قبل أن يتساءل ماروت قائلا ما المطلوب منه ابتسم ماردوك قبل أن يقول المطلوب هو مساعدة في استرداد إرثي مساعدة في أن أكون الإله زفر هاروت قبل أن يقول وهو يشير لماردوك وما يرتديه لكنك بمنزلة الإله بالفعل لديك كل ما تحتاج إليه الملابس الملكية ملابس ديمون النبورية الفأس المقدسة قلادة الشمش وهو ما سرق قبل قرون عديدة من نبيرو عن طريق الملك أنكيدو لم نكن نتوقع أن نجدها بالأرض وثق بما أنك تمتلكها جميعا فأنت تمتلك قوة إله لكنك تجهل كيفية استخدامها ابتسم ماردوك وهو يقول إذن علماني جلس ماردوك ليخبرهما بتاريخ الآلهة يريد أن يستخدم قوة نبيرو المجتمعة حتى يتخلص من بقية الآلهة ليصير الإله الوحيدة أمام شعبه بعدما أنهى ماردوك حديثه اتجه هاروت إليه قبل أن يمسك بقلادة شمش الكائنة بين عنقه ليشعر ماردوك بالقلق وينعكس ذلك على وجهه ليطمئنه هاروت قائلا لا أريد منك القلادة فقط أعلم أن بتلك القلادة ما هو يكفي بأن تتحكم بجميع العوالم الموازية إنها المفتاح لعبورك لتلك العوالم حين تتحكم بها ستتحكم بجميع المخلوقات ستصير إلها بحق لكن صمت هاروت وهو يتجه إلى أحد الجوانب ليضغط بعض الأزرار هناك قبل أن يرتفع جزء من منتصف الغرفة كالمنضدة فتابعه ماردوك بشغف ليقول بصبر فارغ لكن ماذا؟ وضع هاروت القلادة على تلك المنضدة قبل أن يلتفت إلى ماردوك قائلا إن أطلقنا الطاقة المطلقة لتلك القلادة ستصير متحكما بالأزمنة والأجناس ستعل شأنا لتصير الإله الأكبر لكن من سيأتي بعدك من سلالتك ستصيبه لعنة ستكون تلك القلادة هي لعنة عليهم إلى آخر الزمن سيلقون حتفهم ستتساقط عروشهم من سيحملها من بني البشر بعدك سيعذب لن ينتهي الأمر سوى بعودة المتحكم بها شخص يأتي لتعاد سيرتها الأولى ليصير إلها هو أيضا حينها المتحكم بالزمان والمكان بعد كل ما سمعته هل توافق على ذلك الأمر؟ هل توافق على لعنة سلالتك إلى نهاية الزمان؟ صمت ماردوك دون إجابة لوهله قبل أن يقول بصوت ضعيف قبل أن ينتهي هاروت من معالجة أمر القلادة لتغلف القلادة بطاقة زجاجية لتبدأ القلادة بإطلاق الضوء الشديد ضوء يعشي الأبصار أضاءت كشمس صغيرة وظلت تضيء وعدة رموز تتراصه وتظهر على جانب تلك الطاقة ليستمر الأمر للحظات قبل أن تخفت إضاءة القلادة ويعود كل شيء لسابق عهده قبل أن يتجه إليها هاروت ليعالج الطاقة ويمسكها مجددا متجها بها إلى ماردوك الذي وقف ليمسكها قبل أن يتوقف هاروت قائلا لقد بدت القلادة جاهزة لكن الأمر يعود إليك أنت الآن هل أنت جاهز لمصيرك؟ أجاب ماردوك بثقة نعم أشار هاروت إلى ماروت ليتجه ماروت ممسكا بالفأس المقدسة ليناولها إلى ماردوك قبل أن يعطيه هاروت القلادة وهو يقول تذكر ستمتلك الأبعاد ستتلاشى الحدود والأزمنة ستمتلك القوة المطلقة وستصير جميع المخلوقات تحت إمرتك ما عليك سوى التفوه بأقسمت عليكم برئيسكم عززيل الكبير وبحق حاضل عدد اثنين منضج لكلوك برمالوك حلوك وبحق الأنطلوق الأكبر أن تفتح بوابات العوالم لأكون السيد وأنتم العبيد لتنتقل إلى أبعاد آلهاتك على أن تعاود إطلاق تعويذتك عند حاجتك إلى ذلك ستعينك الفأس المقدسة وبزة الملك ديمون ملكي نيبيرو على ذلك أطلق العنان لفأسك المقدسة اضرب بها الأرض تهتز لك أطلقها لعنان السماء لتطلق غضبها تسلح جيدا أمسك ماردوك القلادة ليرتديها ليشير هاروت إلى قناع ديمون ليرتديه ماردوك وهو يتشبث بفأسه المقدسة جيدا قبل أن يبدأ بتلاوة تعويذته قائلا أقسمت عليكم برئيسكم عزازيل الكبير وبحق حاضل عدد اثنين منضج لكوك برمالوك حلوك وبحق الأنطلق الأكبر أن تفتح بوابات العوالم لأكون السيدة وأنتم العبيد لتبدأ الأرض من أسفله بالاهتزاز قبل أن يحاوطه ما هو شبه إعصار صغير ليحاول التماسك وسرعة الإعصار تجبر عقله على فقد الوعي لكنه يحاول أن ينساق خلف هذا الشعور ليتماسكه وتزداد سرعة الإعصار قبل أن يحيط الظلام بعقله ليفقد وعيه على الفور الهواء الحار يلفح وجهه هذا ما شعر به ماردوك عند إفاقته ولدهشته كان يشعر بتلك الحرارة على الرغم من ارتدائه ذلك القناع بدأ ماردوك يستعد وعيه ليقف ممسكا رأسه وذلك الألم الذي يشعر به يكاد أن يجعل رأسه تنفجر قبل أن يتجاهل ألمه لينظر حوله مندهشا فحوله كانت الصحراء تغطي جميع الأركان صحراء ذات لون أحمر رمال حمراء وسماء حمراء لا شيء بها سوى ذلك الهواء الساخن الذي جعل عباءته تهتز بشدة خلفه شعر بأن ذلك الهدوء هو ذاته الهدوء الذي يسبق العاصفة خاصة مع بدء وميض قلادة شمش تلك كان يشعر بأن ثمة أمرا ما سيحدث فانحنى ليلتقط تلك الفأس قبل أن يتقدم عدة خطوات ليقف في النهاية عند ذلك التجمع الترابي الذي تشكل أمامه تجمع ترابي هائل يفوق المترين طولا تقريبا ظل يتحرك أمامه ليتشكل بمعالم وجه إنسان يبتسم له تفاجأ ماردوك بالأمر فأسرع يمسك فأسه المقدسة بتحفز فما يحدث دليل على أنه بالطريق الصحيح ازدادت ابتسامة ذلك الوجه كما لو كانت قد علمت فيما كان يفكر ليقول الوجه بصوت أجش مرحبا ماردوك لماذا أنت هنا؟ أتجرع على تحد دلالها رد ماردوك بصوت جاء غليظا من خلف قناع دمون ليس هناك إله سواي أنا الإله الحق أما أنتم فلستم سوى جبناء تختفون خلف ستار تحاولون أن تظهروا بمظهر الآلهة لكنكم لا تملكونه ولو مساعدة أنفسكم تشكلت الرمال على الوجه لتشكل عقدة حاجبي ذلك الوجه الرملي قبل أن يقول أتظن ذلك حقا لست أظن بل أنا على يقينا تاما بذلك قالها ماردوك قبل أن يقول الوجه بصوت بدى غاضبا عسنا لنرى قالها لتبتعد ذرات الغبار المشكلة للوجه قبل أن يرى ماردوك أجسادا تظهر من العدم عمالقة يعلمهم جيدا عمالقة طالما عبدتهم أرضه إنها آلهة بابل فأمامه تجسد أبسو إله الماء العذب وزوجته تيامات إلهة الماء المالح وبنيهما لخم ولخام وبنيهما أنشار وكشار وأنو إله السماء مرة أخرى سبعة عمالقة تتقدم باتجاه ماردوك الذي بدى قزما بمقارنتهم ولكنه وقف ثابتا متماسكا ليتقدم أنو مبتسما وهو يقول ها نحن ذا الآلهة بمواجهة البشر النار في مواجهة الطين إنها الحرب الأزلية سنريك جزاء من يتحدانا انتظر ماردوك قليلا إلى أن تشكلوا من حوله بشكل دائري يحيطونه من كل جانب وبدوا على مسافة متر واحدا منه قبل أن يطرق فأسه أرضا لتهتز الأرض من تحتهم جميعا وفأسه تطلق شذرات ضوئية كما لو كانت صاعقة من السماء قبل أن تطلق النار بكل جانب من الجوانب الخمسة لتبدأ أجساد الآلهة في الإشتعال ليبدأ الصراخ من الألم توقفت الآلهة من حوله كل منهم يحاول التغلب على ألمه قبل أن يصرخ أبسو فيه قائلا نحن مخلوقات نارية قد تكون آلمتنا آلاتك تلك لكنها لن تقضي على أي منها قالها وهو يطلق قبضته باتجاه ماردوك الذي تفادها مبتعدا قبل أن يطلق فأسه على يد أبسو لتقطعها صرخ أبسو متألما ليمسك ماردوك فأسه رافعا إياها نحو السماء قبل أن تظلم السماء الحمراء لتتشح بالسواد لتتشكل تلك السحب بأعلى ماردوك وفأسه معلنة عن عصفة مجهولة نمى عنها شعاع برق ارتطم بها بشدة لتعيد الفأس توجيها ذلك البرق باتجاه الآلهة السبعة وقلادة شمش تتألق بشدة بدورها لتبدأ الآلهة بالتحول رويدا رويدا إلى تماثيل ضخمة من الحجارة حتى انتهى تحولها بالكامل سقط ماردوك أرضا ليستند بيديه إلى الأرض وهو يلهث والفأس بجانبه ليجد تلك الفجوة تتشكل من أمامه فجوة من ظلام دامس ظهر منها أروع المخلوقات التي رأاها أو اعتقد أنه من الممكن أن يرى مثلها في حياته ذات يوم كان عملاقا مهيبا يتجاوز طوله العشرة أمتار وجهه أشبه بالبشر لكن بشرته أشد سمكا شعره ذو لون بني يرتدي ملابس أشبه بتلك الملابس التي يرتديها لكن تشتعل بها النار من عدة أجزاء بجسده إن كان ماردوك لا يؤمن بوجود إله سواه لاعتقد أنه الإله الحقيقي وقف ماردوك وهو ينظر إليه بخوف وقد شعر بالعرفان حينها لذلك القناع الذي يخفي وجهه حتى لا تظهر معالم الخوف على قسماته ابتسم ذلك الكائن أمامه ابتسامة بأحد جانبي فمه ذكرت ماردوك بتلك الابتسامة التي ظهرت على الرمال المتشكلة بالوجه منذ قليل ليتحدث بذات الصوت الغليض قائلا لا تخف مني كيف لك أن تخاف وقد قمت بتحطيم سبعة من الآلهات طفعة واحدة منذ لحظات تحول الخوف لدى ماردوك لدهشة كيف له أن يعلم هذا الأمر وقناعه يخفي تفاصيل وجهه استطرد ذلك الكائن حديثة لا تتعجب أني أعلم ما بالأنفس نفسك هي نفسي شرك المستطير بداخلك كلما تغذى وتماد كلما تمكنت أنا منها شرعت منذ زمن بعيدا تبحث عن الآلهة لقتلها أنا ذا يا ماردوك لقد استطعت أن تصل إلي أعترف أني لم أقدر قوتك تلك بالفاعل قتل سبعة من آلهة العظيمة آلهة الشيطان الأكبر التي حكمت الأرض عدة قرون ليس سهلا أن تجهز عليهم مثل ما فعلت إذا تحياتي وتقديري على ذلك تسأل ماردوك قائلا من أنت؟ اتسعت ابتسامة ذلك المخلوق أمامه قبل أن يقول أنا هو الوجه الآخر لك أنا موجود قدم الزمان وقدم خلق تلك الأرض أنا من طلبت تحريرك منذ البداية من رباط خلق حول عنقك وسمي الإله والعبادة أنا حليفك ولست عدوك يا ماردوك أنا إبليس صمت ماردوك وهو يسمع ذلك الاسم إبليس لقد سمع عنه من قبل في أساطير الأولين يذكره أسطورة خلق آدم حواء وغواية كائن خلق من نار لهما ليهبطا من السماء وليكونا أحدهما عدوا للآخر إلى نهاية الزمان لكن لكن أتكون تلك الأسطورة حقيقة؟ تحرك ذلك الكائن تجاه ماردوك الذي خفق قلبه عندما رأاه يقترب قبل أن يتوقف على مقربة منه ليقول نعم إنه أنا أنا كبير الشياطين وحاكم تلك الأرض أنا الشيطان الأكبر إبليس عززيلو بن سمية لم يدري ماردوك بذاته سوى وهو يركض باتجاه إبليس ممسكا بالفأس المقدسة لطومض قلادة شمش بشدة قبل أن يقفز باتجاه رأس إبليس ويشرع بفأسه للأعلى لكنه توقف شعر بالجسده مجمدا بالهواء ولا يستطيع أن يحرك أجزاءه عوض النظر إلى إبليس ليجده باسطا يده أمامه تجاه ماردوك الذي بدأ كما لو كان قد سلسل بأنحاء جسده وهو يتألم وإبليس يبتسم قائلا لديك قوة مطلقة أعترف بهذا قوة حتى أنت لا تعلم مقدارها لكنها محدودة بالنسبة إلي أنا الكون بأكمله لا يستطيع أحد نيقافي خلقت من نار وأنت خلقت من طين لكن خلقي يسبق خلقك لذا أنا أقدر منك علما ورجدا قالها قبل أن يعاود يده بجانبه ليسقط ماردوك من السماء أرضا على الرمال ليتألم وإبليس ينظر إليه مستطردا لا أعلم لما أنتم أيها البشر تظنونني عدوا حتى بعدما أبعدتكم عن حكم الرب بكم ما زلتم تظنونني عدوا لكم أنا أقرب إليكم من حبل الوريد أنا أريد الحرية المطلقة لكم تحريركم من عبودية إله بالسماء لتحكموا أنتم الأرض لما تنتظرون إلى يوم بعيد تبعثون فيه فيما بمقدوركم أن تنعموا بحياتكم تلك هنا تألم ماردوك قبل أن يقول بصوتا خافت لا تزال شيطانا عبدت بعقول البشر تزداد شرا وكرهية خلقت آلهة لنعبدها ونبتعد عن الخالق الحق وتريد منا أن نتبعك ضحك إبليس بشدة ضحكة اهتزت لها الأرض والجبال ليتابع حديثه ضحكا أنا هل أنا من أودعت بعقلك فكرة أن تكون إلها هل أنا من قررت التخلي عن سلالتك لتمتلك تلك القلادة بشرها أنت الشر ذاته أنت أنا يا صديقي ما يسر بدمائك جزء مني أنت أحد أحفادي جدك الأكبر جلقامش علم تلك الحقيقة لكنه أبى أن يمتلك إرثي له في الأرض فهل تكون مثله أن تتقبل حقيقتك صمت ماردوك قليلا قبل أن يقف بألم ويتساءل ماذا تعني؟ وقف كلاهما بوجه الآخر ليبسط إبليس يده أمامه قائلا يدي مبسوطة لك ستكون ظلي بالأرض إلها كما أحببت أن تكون دوماً تلك الآلهة التي خلقتها كان لها من القوة مكان لكنها افتقدت الحكمة وأنت خلقت للتعلم والحكمة لنترك عداءنا جانباً وليكن الأمر بيني وبينك فقط أنت ستكون الإله الأوحد لبابل سأعطيك من قوتي بجانب قوتك تلك لتصير إلها بحق أليق بك هذا العرق؟ صمت ماردوك كان هناك صراع بينه وبين ذاته أيرفض أملاً في حياتي ما بعد الموت لا يعلموا كنها أم يقبلوا ليستفيد من هذا العرض ليصير إلها تتغنى له البشرية قطعه صوت إبليس هو يقول تذكر نحن من بيدين صنع أقدارنا اختر لي تكون إلها لا عليك سوى القبول فقط وسأبث فيك جزء مني ومن روحي بداخلك يا صغيري صمت ماردوك ناراً أبدت لهيباً يحرق جسده ليصرخ ماردوك عالياً وهو يسمع صوت إبليس يتردد في أذنه استمتع بجزءك مني روحي ستكون بك ستمتلك سلالتك روحي تلك حتى يظهر حفيدك ظل على الأرض حتى يظهر الإله الأعظم بنهاية الزمان حتى يظهر أنتي خريست قالها لتشتعل النار أكثر وأكثر قبل أن تخفت فجأة ليلقى بجسد ماردوك على الأرض وهو يلهث بشدة ليقف وهو ينظر حوله فلا يجد شيئا هل كان ذلك حلماً؟ ينظر حوله ليجد حفريات الآلهات القديمة لا تزال كما هي ثم يشعر بتلك القوة تسري كالنار بين دمائه لا لم يكن ذلك حلماً بالتأكيد سيعود ليحكم الأرض سيعود ليكون الإله الأوحد أمسك بالفأس المقدسة قبل أن يبدأ بإلقاء تعويذته لطومض قلادة الشمش مجدداً وهو يقول أقسمت عليكم برئيسكم عزازيل الكبير وبحق حاضل عدد اثنين منضج لكلوك برملوك حلوك وبحق الأنطلوق الأكبر أن تفتح بوابات العوالم لأكون السيدة وأنتم العبيد ليظلم العالم من حوله يُولد القوانستار